موسيقى مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة على الهواء بالتأكيد بعد ان استكانت العواصف عواصف المرحلة الاولى الانتخابية صحيح لسه في اعادة وصحيح لسه في مرحلة تانية لكن بعد ان استكانت العواصف بدأ البعض في تحليل ما حدث لا يمكن ابدا التقليل او التهوين من شأن انخفاض نسب الحضور او المشرقى على السلطة بكل جهتها المختلفة ان تحلل ما حدث وان تحاول التوصل الى الاسباب المنطقية والموضوعية التي ادت لذلك على المجتمع ايضا انه يفتش في هذه الاسباب لانه الانتخابات يعني مشاركة الناس واذا الناس عزلوا انفسهم عن الانتخابات معنى كده انه في مشكلة حكاية بقى اهانة الناس او توجيه الانتقادات للمواطنين او محاولة تصوير سلبية الناس انها يعني وكأني اتهم الناخبين المواطنين الشعب بالسلبية لكن لا ابزل اي جهد او عناء لمعرفة ايه سبب هذه السلبية ما هي الاسباب التي دفعت اعداد كبيرة من المواطنين الى انها ترفع شعار انا ليه اشارك صوتي لا قيمة له وهي نفس الشعارات اللي كان بيرفعها قبل كده منذ عدة سنوات ليقينه ان الانتخابات متأفلة جاهزة وليقينه ان الانتخابات متفصلة جاهزة لكن كمان لما بقى نعمل لهم انتخابات نقية وشفافة لانه لا احد يستطيع انه يتهم هذه الانتخابات بانه في عمليات تزوير او تقفيل سنديق من قبل السلطة صحيح في تجاوزات مختلفة هنتكلم عنها لكن ليست متعلقة بانه السلطة بتقفل سنديق لكن كمان السلطة حجبت الناس عن التصويت وهي اللي عزلتهم عن التصويت لانه لم تنجح في اقناع المواطنين بان احنا دخلين على انتخابات جديدة مختلفة او دخلين على مرحلة سياسية جديدة مختلفة الناس تقعد كده وتتأمل في المشهد وتحلله بجدية عند قطاع كبير بيستهين بما حدث وبيقول لا مفيش سلبية وبيقول لا ده طبيعي اللي حيقول كده يبقى عاوز انه يوقع هذه السلطة التي تعبر عن ارادة شعبية حقيقية تجلت في ثورة 30-6 وبعدين بدأ هذا الانحصار وهذا الانخفاض في التأييد ما فيش شك انه الاخوان وحلفائهم والدول اللي بتعادينا وتتربص بنا حيبقى عندها مآخذ تتعلق بما حدث حتستغله استغلالا جيدا علينا ان ننقب ونفتش في الاسباب اولا هنشوف بعض الملاحظات الانتخابية المهمة جدا وانت كمان بتتأمل في المشهد طبعا احنا قلنا هذا التحذير اطلقناه منذ اكثر من شهر من خلال سلسلة موضوعات وقضايا والبعض حتى يعني حاول اتهامنا بان احنا اصلحنا ضد قائمة في حب مصر المدللة لدى السلطة مثلا ده نموذج او احنا بنقول انه هذه الانتخابات بطعم الحزب الوطني وبمنهج احمد عز فيبقى احنا كده يعني بنصيب الناس بالاحباط وكأنه كان مطلوبا مننا ان احنا نعكس وضعا ونجمله والوضع احنا شايفينه كان سيئا لا فيه واحنا داخلين على الانتخابات الناس مش عارفة ان فيه انتخابات ولا عارفة كيف تصوت ولا لمن تصوت ولم ننتبه لهذه الحالة ما قعدناش كده نقول ايه اللي وصل الناس للحالة دي اكتفينا فقط بتوجيه الاتهامات وبعدين فيه موضة شغالة دلوقتي بتوجيه الاتهامات للاعلام كل حد عنده مصيبة او عنده مشكلة او عنده بطحة الحق الاعلام الاعلام اصبح هو الشماعة الجاهزة يعني طب لما الاعلام بهذا التأثير ليه بتتعامل احيانا معاه بانه لا تأثير له طب لما يبقى بهذا التأثير طب فين انت يعني لماذا تحميل الاعلام كل الاخطاء والخطايا يعني هل السلطة مثلا ومؤسسات المجتمع المختلفة نجحت في اقناع الناس وفشل الاعلام العكس احنا قلنا انه الناس لن تذهب للانتخابات وهذه الاسباب بقالنا شهر بنقول هذا الكلام من خلال مناقشات مختلفة طيب ايه اهم الملاحظات هتلاقوا انه الكمان الرشاوة الانتخابية كانت ظاهرة في هذه الانتخابات وكانت مكثفة في الانتخابات الحالة ودي بتعكس وضعا طبعا ما لوش علاقة بايا احنا بنطلع هنا من السلبية لكن هي لها علاقة بانه تعالوا بقى ناخد اصوات الناس بالفلوس وتم شحن الناس وتم دفع اموال واستغلال العوز المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والمادي عند قطاع كبير من المواطنين هنوقف عند بعض الملاحظات وحنشوف لها مشاهد الرشاوة الانتخابية من اهم المشاهد اللي كانت واضحة في هذه الانتخابات وهي مرتبطة بانه تعالوا نجيب الناس بالفلوس هي فيها فساد وفساد زمم وفساد ضمائر بس كمان طالما الناس ما بتجيش تمتيجو نجيبهم بالفلوس حدث ده في اكثر من لجنة وفي اكثر من دائرة انتخابية ودي يعني احدى الدوائر اللي بيتم في قبلاء بالفلوس بتنجحي معاك فلوس بتنجحي انا واحد من الناس اوه ما انتخبتش الصراحة بالفلوس بتنجحي وتعرض علي فلوس انا هنا في منطقتي تعرض علي مبالغ ومن المرشحين المرشحين اللي هم القدام اللي هم الفلول والجداد واقف مع خمس مرشحين وممكن اسميهم لحضراتك بالاسم واليك واخد منهم فلوس بس انا مش انتخب ولا واحد فيهم واخد من خمس مرشحين وليس هاخد تاني واللي يجي الدين هاخد تاني وتالت ورابع واللي يقول لك الشباب بتاخد فلوس عشان تنزل معلش مع الشاب اللي باخد من الجنة ده عشان ينزل لو شغال مش هشي بشو اخله عشان يجي يقب بشوية وراء صح ولا لأ يا بقى انت دلوقت المرشحين لسه ما زالوا هم بيدي ناس فلوس علشان يجي لا بقاش اول ما الدينية تلاقي الكمان الفلوس هتكتر والفيزيزيزيز هتكتر وعايز اقول لك ان لو اشتغلت بقالي بتاع سنة مش هعمل المبلغ اللي انا عملته خمس ايام دولار وكلها اينا واقفة وااخدها فلوس بص حضراتك وكلها اينا واقفة وكلها وااخدها فلوس انا روح انتخب مين انا وااخد منك بس مش هانتخبك انا ما انت ادتني فلوس وما انت حرامي وانت مش تعمل لي حاجة يعني شايفين الاعتراف الواضح والعلني وانا في خمس ايام عملت اللي ما عملتوش قبلك لانه هياخد من كل مرشح فلوس وهنا كمان وصلنا الى حالة الاعتراف الواضح ويقول كمان للناس قلت لنا هو وايف وص الناس كده ويقول لهم ودول كلهم اخدين فلوس مفيش حد قال لا يعني طبعا لو في حد ما اخدش فيهم كان قال لا احنا ما اخدناش ولم يوافق على هذا الاتهام وما يسكتش عليه كمان يعني فالمشهد اللي احنا شفناه ده يعني يستحق كمان ان احنا نتأمل فيه وهو مرتبط بالحالة حالة العزوف وحالة السلبية فيبقى فيه فساد واشراء زمم لانه لو الناس عندها الحماس الانتخابي ورايحة للانتخابات بنفسها يعني هتبقى حالات شراء الاصوات قليلة جدا او ضعيفة يعني هي هتبقى موجودة وحتفضل موجودة لكن هتبقى اقل هو قال لهم كل الناس دي واخده فلوس وما فيش حد قال لا يبقى واحد طبعا السلبية اللي حنقشها بعد قليل مع ضيوفي وهي لماذا لم يشارك القطاع الاوسع من الكتلة التصويتية ممن لهم حق التصويت في الانتخابات ليه وحنقشها بوضوح ودون اخفاء طيب فيه سؤال حنقشه ايضا هل الانتخابات دي بشكلها اللي حصل هل كانت استفتاء على شعبية الرئيس السيسي البعض بيحاول يدخل الانتخابات في ده عشان كده كان فيه بيان حد من الخارجية المصرية يتعلق بدا قال فيه المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف الغربية بشأن مؤشرات المشاركة في الانتخابات انه ربطوا بين نسب المشاركة في العملية الانتخابية ومدى دعم الشعب المصري لقيادته ومصداقية عملية التحول الديموقراطي في مصر الخارجية قالت ان مثل تلك المواقف تعبر عن يأس من يتبناها بعد ان خسروا كل محاولة على مدار العام الماضي اللي هي جماعة الاخوان وحلفائها لتشويه صورة مصر والايحاء بتراجع عملية التحول وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في البيان انه مندهش لمحاولات القفز الى استنتاجات بشأن نتائج الانتخابات ومدلولاتها وقال كمان انه محاولة الايحاء بغياب كافة اشكال المعارضة السياسية في الانتخابات لمجرد عدم مشارك التنظيم الاخوان الارهابي والتشكيك في قدرة البرلمان الجديد على سن التشريعات مع انه عنده صلاحيات بيمنحها له الدستور كل ده بيصيب هذه الصحف اللي بتتكلم عن ده بعدم المصداقية قال انه اي محلل يتمتع بحد ادنى من المصداقية يدرك بما لا يدع مجالا للشك ان الانتخابات البرلمانية هذا العام بتغضع لاعتبارات ومعايير كثيرة ومتشعبة بعضها بقى هو انا بيعدد اسباب هذه السلبية لكن بيقول هذه السلبية بيان الخارجية عايز يوضح انه السلبية اللي حصلت مش معناها انه الشعب المصري فقد الثقة في قيادته ولا انه شعبية الرئيس السيسي بتتآكل قال انه ده سببه وضع الاحزاب والقوة السياسية برامج المرشحين معرفة الناخب بها حالة الارهاق الانتخابي اللي بتمر بها مصر بعد ثماني انتخابات على مدار اربعة اعوام ماضية فضلا عن تراجح حالة الاستقطاب السياسي السلبية واختتم ده بانه يعني البيان ده عايز يقول يعني لهذه الصحف ما تربطوش بين الانتخابات ونسب المشاركة فيها وبين شعبية الرئيس السيسي او تأييد الشعب المصري لقيادته ده سؤال حنسأله كمان هل عزوف الناس او سلبية الناس ده معناها انه شعبية الرئيس السيسي بتتآكل هل ده صحيح ولا هذه الصحف اللي استدعت بيانا من وزارة الخارجية ولا كلام هذه الصحف بلا مصداقية ويخدم جماعة الاخوان طبعا حتى واحنا بنوجه انتقادات بنصلط الضوء على بعض المهازل اللي حدثت هيكون عنا دايما على انه لا مساس بثورة 36 وباهدافها ولا مساس بالهدف الذي نسعى اليه جميعا وهو حماية مصر من المخططات التي تحاج ضدها ومن ارهاب جماعة الاخوان يعني مش معنى توجيه انتقادات انه هذه الجماعات الارهابية تستفيد منها لا بالعكس ده معناها ان احنا بندعو لتصحيح هذه الاخطاء طيب الظاهرة التانية شفنا الرشاوة الانتخابية كبار السن وكبار السن معناها انه الشباب ما كانوش موجودين لكن كبار السن اللي قاوموا الامهم ومتعبهم ومشاكلهم الصحية وبعضهم ذهب للجان الانتخابية فيه على كراسي متحركة وبعضهم ذهب وهو يعني بيعاني الاما شديدة بسبب امراض مختلفة الظاهرة التانية اللي تعالوا نشوفها هي تصويت كبار السن وحمسهم وكمان انتقادهم للشباب ده احنا احنا الماضي احنا اللي ماشيين وفين الشباب لماذا لم يذهبوا للانتخابات جيبونا رجلنا هنا بعيدة اوى علينا تعبنين اوي والله تعبنين برغم كده جينا جينا عشان ننتخب باجي من شرح فيسطر لغت هنا بيكلفني بيكلفني خمسين جنيه رايح جاي وبعدين ما بينقولونا جنبنا تلت لجان جنب البيت طلت لجان يجيبونا هنا ليه وياخدوا اللي هنا ويقدوهم هناك ليه ده 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 حاجة بتقريفنا وتتعبنا وبعدين اجيت طبعا ما هاتيب حقي فين الشباب فين الرجالة بتاعتنا لا طبعا خيانة اكبر خيانة واقف يوزع ورق للمرشحين عشان ياخد خمسين جنيه تعال اخو بلدك احسن واقفها على رجليها ده الوقت هو بتكلم عن الشباب اللي وقفوا بتاعت شغل للشباب اللي وقفة دي مفيش شغل اصلا للشباب شاركت في الانتخالات؟ اه ان شاء الله شاركت نازل علشان بلدي احنا الوقتي لو ما نزلناش وانتخبنا ده بيقولوا مستقبل البلد ننزل احنا رايحين الشباب هو اللي جاي فلازم الشباب ينزل جابلنا من حتة بعيدة قوي ننتخب هنا ووقدين اللي هنا ينتخبوا هناك نازل يا حاجة برضو تدي صوتها؟ ايوه نازل ادي صوتي بس هما بيتعبونا وبيخلوا الناس مجيش ما بيشجعوش على الناس تيجي انا عنتي 77 سنة داي عنتي 13 سنة انا بحب مصر وعيشها في مصر ما بلوحش تستعيد ابتك كانت رؤمتها وعيشها وملحيتها مع لاحظة ونسنا النهارة ونسنا النهارة نستعي نعمل على في مصر زي ما قلتلكوا دي احنا بنشوف الاهم الظواهر الانتخابية دي الظاهرة التانية كبار السن وهم بيصوتوا كمان بينتقدوا الشباب وبعض الشباب او بيرد عليهم كمان الشباب اللي نزلوا عشان بعضهم يعني بيأكل عيش يعني بعضهم يعني مش كلهم احنا بنقول انه الرشاوة الانتخابية كانت ظاهرة في هذه الانتخابات عزوف الشباب وقطاع كبير من المواطنين من الملامح الاساسية تصويت كبار السن لا طيب عملية بقى النقل الجماعي عشان دا لو عايزين نتفادى دا في الاعادة وفي المرحلة التانية ايضا فيه اه هتشوفه احد السائقين بيعترف بانه فيه مرشح جابه علشان بيود الناس رايح جايد عمليات الشحن دي لا فيها تأثير على المواطنين طبعا هيقوله هو انتوا عايزين عزوف ولا ما يشحنوش الناس لا عايزين الناس تشارك من طلقاء نفسها لان لما بتشحنه ما هو دا الخوف انه بتكون دا فعله فلوس واخده علشان يصوت لحساب مرشح بعينه وهو مش من انصاري يعني يعني بتشحنه الحشد والشحن فيه سيارات لحساب احد المرشحين من المخالفات الانتخابية اللي كمان علينا ان احنا نواجهها اشتركوا في القناة بجيبهم طبعا 20 كده طبعا الدايرة بتاعتهم وبجيبهم مالك اه 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 لا انا معايا مشرف بروح معايا هو بيلموم وبنركبه وبجيبهم على طول اه ان شاء الله معايا بقول لحضرتك معايا مشرف انا معاش اعرفش الاماكن هنا فهو عارف الاماكن المكرات اللي هنا فابيروح المدارس بجيبهم على طول اه والله الحدي اقر النهار ان شاء الله بني اطلع mossاء تمانية لتمانية ان شاء الله اللي بيحسبنا على وجرا اولا Warree بمعانا واحد هو كان جايبنا و بحسبنا عليها يعني اه معانا حتى خمس اشار عربية و 10 عربيات بنطلعوا معايا وهو جايبنا 15 و 15 عرباء كده بنطلعو مالفو معايا حتي اخر النهار يومين ان شاء الله و بحسبنا دي بنشوف معاكو كل الظواهر الانتخابية لما يبقى فيه عزوف من المواطنين حتزداد الرشاوة الانتخابية اللي هي تعالوا واخدوا فلوس حتزداد عمليات حجد وشحن الناس في عربيات تابعة لمرشحين او لاحزاب وقوة سياسية ايضا احد المرشحين في الطلبية بالجيزة وعمليات ايضا نقل وشحن المواطنين هي دي عربية الحجة احمد سميح للحاريم الستات اللي هم الكبار المسنين علشان ما بيقدروش يمشوا يعني فبنجيب لهم المواصلات يتريحهم يعني عشان يروحوا يجوا من غير معاناة بس بنلقلهم من الكنيسة من هنا المدرسة اللي هم تبعين لها يعني منازلها اماكن اللي هم هيروحوها يعني مدرسة كزا تروح مدرسة كزا وها كزا عشان ما تلفش وتتعب يعني ده هم معهم الكرت بتاعهم فبيروحوا ينتخبون معهم بطاق الانتخابات بتاعتهم وبيروحوا للفاصل لا لا ما عرفوا ما يعرفوش هم معا في عربية بتيركبوها بيروحوا ينتخبوا اللي هم عايزين حرية يعني زمن كشافة ناس كبيرة لا طبعا ايه لا طبعا فلوس ايه ده مجانا من الحج من الاستاذ احمد سميح مجانا للستات المسنين احمد سميح مرشح عن مجلس النواب عن دايرة الطلبية طبعا خلونا نتأمل في هذه المشاهد الانتخابية بعد ان هدأت الرياح واستكانت العواصف وما كانش في العواصف ولا حاجة كان فيه شوية هوا بسيطة لانه الانتخابات لم تكن بالمنافسة الحامية ولم تكن بالمنافسة الانتخابية التقليدية يعني طبعا كمان من الملاحظات هي هزيمة حزب النور وده هنتكلم فيه ايضا فيه المناقشة الخسارة الكبيرة التي لحقت بحزب النور او الهزيمة القاسية اكيد لها اسبابها ومن الاسباب طبعا انزعاج المجتمع من وجود جماعة اخوان تانية والمخاوف اللي عند البعض من فكرة استخدام الدين ومن المرجعية الدينية لم تنجح او لم ينجح حزب النور في نزع هذه المخاوف طيب شوف احنا كنا بنقول للناس مع حالة الاحباط لكن لازم تنزله ده انعكس حتى هتشوفوا واحدة او من المواطنين بيعكس هذه الصورة اللي كنا دايما بنقولها للناس انا نزلت النهاردة ببناء عن كلام بتاع الاستاذ والي برش لاني بحبه بستنى العشرة مساء بافضل قاعد لحد الساعة واحدة بالليل انا عارف ان انتو محبطين بس انزله اعصر لمون عصارت لمون ونزلت انا مش لقي اسم واحد في الناس انا عرف تمانية وستين تمانية وستين انا مولود هنا في الرم الناس دي يعني كلها ناس رجال اعمال نفس القصة القديمة نفس القصة كلهم محترمين كلهم محترمين كلهم هو رجال اعمال مش محرمين رجال اعمال اللي معهم شبه المحترمين انا بكلمه واحد انا نزله قالولي ده بالذات اتشاطب مفيش داعي ان اقول اسم يعني واحد انا نزل عشان شفته بيعمل خير شفته انا مش لزمن من حد طلع 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 فجيت قالولي ده لأ طريت ان انا انتخب ومش عايز اباو الصوتي طبعا الناس انا معرفة وربنا يصلح انتخبت والله اه والله اه طبعا زي ما قلنا لكم تاني وتالت في الاعادة في المرحلة التانية مهما كانت حالة الاحباط يا جماعة شفته التصيد اللي استدعى بيانا من الخارجية المصرية للتأكيد على انه لا علاقة لهذه الانتخابات بالثقة في القيادة السياسية الان او بالثقة في السلطة اللي بتعبر عن ثورة تلاتين ستة لانه خلاص كل التحليلات الان بتتجه في الغرب وفي بعض الصحف انه هذه الانتخابات وكأنها كانت استفتاء على شعبية الرئيس السيسي وكأنه شعبية الرئيس السيسي تأكلت مع انه طبعا صناديق الانتخابات كنا دايما بنعاني فيها من هذه السلبية لكن ده كمان يعني دعونا لا نخفي الحقائق ده معناها انه البعض على الفور هيقول انه الرئيس السيسي لم ينجح في اقناع الناس باننا مقبلون على حياة سياسية جديدة ولم ينجح في اقناع الناس بانه الانتخابات اللي حتم في عهدي حتكون مختلفة عن اي انتخابات فشلنا جميعا في اقناع الناس مفيش حد بس يقول الاعلام يعني لا يعني فيه فشل لكن هل ده بقى لعلاقة بانه الشعبية بتتآكل او لا تتآكل الشعب المصري في لحظات الازمات والخطر هو لانه حاسس انه هذه الانتخابات يعني ليست امتحانا وليست مقياسا لكن تعالى في اي ازمة شوف الشعب المصري هيعلن تأييده لثورة 30-6 ازاي وللقيادة الحالية يعني دائما الشعب بيختبر في الازمات والمحن زي ما قلنا له ان الدستور ده هي وسيلة بقاء وانتصار على ما قبل والانتخابات الرئاسية هو مش متحمس اصلا لانتخابات نيابية وقطاع اوسع من الناس كان عاوز انه ما تبقاش في انتخابات نيابية وانه يظل الرئيس يجمع بين سلططين وده غلط ده غلط انه رئيس الجمهورية في اي دولة يجمع بين السلططين التنفيذية والتشرعية ومش غلط وبس لا هيخلي مصر توضع في خانة الدول التي لم تكمل مؤسساتها بعد لكن الناس ما كانتش مقتنعة بهذه الانتخابات ولا بالاسماء ولا بالاحزاب والقوة السياسية وبالتالي احنا امام عملية فشل سياسي كبيرة هل ده معناها انهيار في شعبية الرئيس السيسي لا هي معناها اه ممكن يكون فيه بعض التآكل في الشعبية وهذا التآكل مش عايز حد يجمله او انه يخفي علينا انه نقول كيف يمكن ان نقنع الناس بانه الوضع اختلف واننا دخلين على حياة سياسية جديدة مختلفة اه اطفال مصر اطفال المجتمع امبارح انفرضنا بالحوار مع فنانة العرب مع احلام الحوار كان شاملا تنقلنا فيه بين الضور الانساني والاجتماعي للفن لان احلام هتحيي الحفل اللي احنا شايفينه على الهواء الآن والحفل هيستمر وجبنا لكم بعض مشاهد بالامس من البروفات اطفال المجتمع اللي بالفن انتشلناهم واكتذبناهم من مقاسي والام اجتماعية لازم بلهم فيها وبقوا بيغنوا وبيحققوا زواتهم بالفن وبالفن كمان يمكن كمان تعالج ازمات ومشاكل مختلفة انفرضنا اللقاء باللقاء مع احلام بالامس وده جزء من الحفلة اللي على الهواء الآن وحنبقى نجيب لكم بعض المشاهد اتباعا وهنحاول ايضا نجيب لكم بعض اللقاءات المهمة مشروع اطفال المجتمع في غاية الاهمية عندي بس ملاحظة اساسية لو سبت تغيب وزير الشباب موانس خالد عبد العزيز عن الحفل وايضا تغيب وزيرة التضامن الاجتماع الدكتورة الغادة والي عن الحفل بسبب انه البعض حاول يعمل عملية تشويش ويقول اصله احلام بتهين مصر حد يجيب لنا جملة اهانت فيه احلام مصر مش عايز حد دايما يقول يعني انا لو حد شتمني من هنا للصبح مش هقول ده شتم مصر هقول ده شتمني وربما اساءل المشاهدين اللي قاعدين بيشوفونا انما لا يمكن ابدا ان اصف ذلك بانه اصله ده اساءة لمصر شايفين الصورة المبهرة الاطفال دول يعني كان عندهم مشاكل اجتماعية جمع شوفوا الوقت الحالة اللي هم فيها شوفوا هذا المشروع الانسان العملاق فلما تيجي فنانة بحجم احلام وتحيي هذا الحفل فيتغيب وزير الشباب وتتغيب الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي فالحقيقة انت بتعقبي اطفال المجتمع والاطفال اللي حترتفع روحهم المعنوية من وجودك او من عدم وجودك لما يلاقوا الوزير موجود والوزيرة موجودة الوزيرة تقعصت عن دورها سألت قاله انه كان عندها اسباب صحية عائلية الوزير خالد عبد العزيز لما اتمكن من الوصول اليه للتأكد هل تغيب متعمدا عن الحفل وبالتالي هنا يبقى بيعاقب اطفال المجتمع بيعاقب الاطفال وهو اللي كان متحمسا لهذا المشروع وتبناه الحقيقة لو ثبت ده وانا اتمنى نفيا من الوزير خالد عبد العزيز ونفيا واضحا ايضا من وزيرة التضامن الاجتماعي انما من خلال وسطا علمت انها كان عندها حالة صحية عائلية دفعتها للتغيب عن الحفل الحفل ده مش بتاع احلام بس ده احلام جاية من اجل اطفال المجتمع وفي كل الاحوال اللي مايروحش الحفل بقى بيعاقب نفسه ما بيعاقبش حد بيعاقب الاطفال وبيعاقب نفسه لانه بيحرم نفسه من شرف دعم اطفال عانوا في مشاكل ومقاسي اجتماعية متعددة وبياخد ببعض الكلام اللي بيقال على عواهنه ويعاقب الاطفال طيب هل وزير الشباب عاقب اطفال المجتمع بعدم حضوره ولا عدم الحضور ده مرتبط باسباب تانية نتمنى ان نسمع نفيا منه ومن وزير التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي وفي كل الاحوال المهم هو نجاح الحفل فنيا وجماهيريا والاطفال يبصوا للناس انها جاية لهم وجايين يدعموهم الاطفال اللي احنا زي ما بقولوكو لو اكتذبناهم بالمواهب نشوف الاطفال اللي عنده موهبة الرياضة نجذبه اليها واللي عنده موهبة الموسيقى واللي عنده موهبة الادب موهبة التمثيل يمكن ان نكتذب اطفال المجتمع الذين عانوا من الظروف الاجتماعية وما عندهمش عائلات تدعمهم ولا الطبطب عليهم فالمجتمع يجب ان يحنوا عليهم وعشان الموهبة من هتبقى موهبة الرائع اللي احتضني من اول وصولي مصر اشكرهم من كل قلبي انا عندي شكر كبير للإعلامية الكبيرة الرائعة بسمه وهبي اللي انا بسمه وهبة اللي انا دائما احرص على وجودها معايا ووجودي معاها في اي مكان اشكرها على المقدمة اللي قدمتني واسعدتني اليوم بطلب مني في حضورها تقديم هذا الحفل اشكرها جزيل الشكر اشكرها بسليم وضايك وش فيك يا عمري صدي صديقني هالدنيا ما تسول وتدري لمو الضايم وش فيك يا عمري صديقني هالدنيا ما تسول وتدري ما تسول وتدري يا تعالوا خل العينة ايجي في قلبي هنا احط راسك هنا وبكي على صدري وبكي على صدري وبكي على صدري بسليم بسليم وضايك وش فيك يا عمري صديقني صديقني هالدنيا ما تسول وتدري ما تسول وتدري ما تسول مو الضايم مو الضايم وش فيك يا عمري صديقني صديقني هالدنيا ما تسول وتدري ما تسول وتدري ما تسول وتدري تعالوا خل العينة ايجي في قلبي انا وحط راسك هنا وبكي على صدري ما تسول عينة ايجي في قلبي انا وحط راسك هنا وبكي على صدري وبكي على صدري موسيقى موسيقى حبيبي ارحم عيونك ترا كتابتها وشكيتها من عذابك يلين ذوبتها حبيبي ارحم عيونك ترا كتابتها وشكيتها من عذابك يلين ذوبتها دعت روحي عليك ودورت واحتريك ومن يومي مالتقي ترا كتابتها ترا كتابتها ترا كتابتها حبيبي ارحم عن عذاب موسيقى 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 لاملاك يجب أن نعمل جميعا على دعمه لأنه من أجل أطفال المجتمع نعود تاني للانتخابات الانتخابات ما في الشك أنه في حالة إحباط تحدثنا عنها قبل الانتخابات وتحدثنا عنها أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات لابد أن نتحدث عن إيه أهم الملامح والظواهر إيه أهم ما تم تسجيله من نقاط سلبية وإيجابية تتعلق بالانتخابات ويجب أن تكون لدينا شجاعة نقض الزات حتى لو وصلنا إلى ما يمكن أن نسميه جلد الزات لا يمكن أبدا أن نخفي العيوب والأخطاء والخطايا التي شاهدناها خلال الأيام القليلة الماضية وأدت إلى هذه الانتخابات الفاترة التي لم يتعامل معها الناس بالحماس المطلوب طيب إيه أهم الملاحظات اللي تم تسجيلها هنأخذ أهم هذه الملاحظات من لجنة مرأبة دولية ومعايا تلاتة من أعضائها داخل الاستوديو لورد دونكين مكنير عضو مجلس العموم البريطاني ومستشار الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لورد دونكين أهلا بيك أهلا بيك معايا أيضا هيفاء البنة متابع دولي بالبعثة الدولية وعضو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أستاذ هيفاء أهلا بيك طيب هبدأ بي لورد دونكين سؤال الأساسي إيه أهم ما سجلتموه من نقاط تتعلق بهذه الانتخابات سلبيات وإيجابيات إن وقدت هناك بعض النقاط التي أتت من المتابعة هناك فيات المرأة فوق الأربعين والرجال فوق الستين الذين صوتوا ولكن الشباب من الأعمار 18 إلى 23 كانوا في قلة هناك بعض الأماكن الذين لم حيث لم يرحبوا الشرطة في المتابعين هل الشرطة لم ترحب بالمراقبين في بعض الأماكن في بعض المراكز وليس كلهم كانت تضع عوائق تمنع تضع معوقات بطء لا هناك بعض المراكز الذين لم يدخلوا بها أو فيها وأظن فهو تدريب هي أحد التدريب الناس الذين يقفون فوق الانتخابات هي أحد الشوائب فلم يكونوا وليست هناك مفهومية للمتخبين عن المرشحين والبرامج للأحزاب وأيضا كان هذا صعب جدا لأشخاص الأميين ولكن هناك بعض المراكز الذين خطصوا غرفة للمعاقين وكبار في السن والسوعد ومن قبل بعض القطاع ولكن هناك مراكز أخرى حيث تأخروا في الافتتاح فالناس كانوا يريدون أن يذهبون للشغل أو لإشغالهم في الصبح فلذلك كثير من الناس لم يذهبوا أو يصوتوا من أجل هذا السبب وهناك أيضا في كثير من المحافظات حيث المحافظ قال أن للمتابعين أنهم لا يدخلوا لا يدخلوا في مراكز الاختراع هذه هذه بعض أوكي يبقى قبل مسأل مث ديانا نكمل معاها يعني من الواضح المرأة فوق سن الأربعين والرجال فوق سن الستين الشباء يعني هي دي نسب المشاركة اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل الفاصل وهي أنه كبار السن هم أبطال المشهد الشباب اختفوا هو شايف أنه الشباب مش موجودين يعني في قلة وكمان الملاحظة الأساسية كمان تأخر افتتاح أو فتح بعض اللجان بسبب طبعا تأخر القضاء وده أدى إلى أنه فيه ناس عندها شغل كانت يعني تذهب في الصباح المبكر يعني ولم تصوت طبعا فيه يعني ده أهم ما قاله اللورد دونكن وهنرجع له تاني في بعض الملاحظات بس هسأل هكمل مع ميس ديانا كارلا شوك رصدتي يعني إضافة للي قاله اللورد دونكن أيضا أهم الملاحظات اللي سجلتيها عن الانتخابات أنا كنت ليست سعيدة ب اثنان الملاكز عن حيث في أول يوم عندما أتينا للمركز في الافتتاح حيث الشرطة لم يقل يقل أن رئيس المركز لم يكن هناك فتأخرنا حوالي عشرين دقيقة ولم يكن هذا صحيحا ولكن بعد الافتتاح الافتتاح فأتوا الناس من الداخل فيقولوا أنكم كنت هناك فأنا كنت فأنا أظن أن الديمقراطية أن تكون في هذا المجتمع يجب أن هذه العملية يجب أن تكون شفافة فأنا كنت مذهولة بهذا الموضوع ولكن هناك الكثير مظاهر عدم الشفافية أي مظاهر عدم الشفافية التي شفتها هذه أحد أظن أن هذه ما قد كان واضح جدا أن لم ندخل في افتتاحية المركز ولم نكن الشهداء على هذا الموضوع فقالوا لنا أن الرئيس المركز لم يكن هناك ولذلك الشرطة لم تقول الحقيقة لنا ففتحوا وافتتحوا الانتخاب في مركز واحد ولا حصل في أكثر من لجنة انتخابية لأن في المركز الذي ذهبت له للمتابعة في يوم واحد وهو أحد المراكز ولن أريد أن أقول في كل مكان ولكن هذا في ما أنا شهدت نكا في مظاهر سلبية تانية أو إيجابية شفتها في الانتخابات أنا أظن في أحد اللحظات كان هناك الكثير من الناس لا يعلمون كيف ينتخبون فيسألون رئيس المركز ماذا أفعل ونحن كمراقبين دوليين لا يريدون أن يكلموهم ولكن نحن لا نعلم كيف يحدث عندما لن نكون هناك فيمكن أن فالمشاكل لا أن الناخبين لا يعلمون بكفاية كيف ينتخبوا أو آلية الانتخابات فكل صوت هو مهم فإذا الرجل أو المرأة أو الشاب يريد أن يأتي بصوته فيجب عليهم أن يعلموا كل ما يفعله أو آلية الانتخاب كاملة ولكنهم لا يعلمون لماذا هم يذهبون لانتخابات وليس كل شخص ولكن أنا رأيت هذا طبعا هي نقطة في غاية الأهمية ونحن الحقيقة رصدناها أنه عدد كبير من الناخبين مش عارفين يصوتوا لمين وإزاي وهنا الحقيقة دي من المشاكل الأساسية طيب حكمل مع هيفاء البنة وحكمل مع ميس ديانة بعد قليل ثاني هيفاء إضافة للنا سمعتوا يعني في عندك رصدتي مخالفات انتخابية ثانية؟ يعني إضافة على اللي قالوا زملائي باللجنة الدولية لمرائبة الانتخابات نحن شفنا بكذا مركز انتخابي كان في بعض القوانين يعني غير مراعات مثلا كانت الساتر تبع التصويت مباح للجميع أنت بتقدر تشوف لمين عم بصوت وهيدا شي غير قانوني بالإضافة الساتر يجب أن يكون مغلقا تماما مغلقا صحيح بالإضافة إلى أنه بعض بعض الأصدقاء بعض الزملاء بالبعثة كانوا عم يتداولوا موضوع أنه تمت الرشوة قدام القاضي هيدا شيء طبعا يعني بيلغي كل الأوسط الرشوة تمت أمام القاضي ولا هم يتحدثون عن الرشوة أمام القاضي؟ لا لا هن تمت الرشوة قدام البعثة وقدام القاضي وهيدا شيء موسق بالصور يعني دافع فلوس مظبوط وبالإضافة طبعا للجان الانتخابية اللي كانت برات أه بس أمام القاضي هل صمت القاضي أمام هذا الانتخاب؟ يعني هيدا كان شيء عم ينحكى بين اللجنة فأنا ما عرفت شو موقف القاضي بس حسب ما فهمت أنه في صور للموضوع في صور عن القصة هيدا شغلي شغلي الثاني أنه كان عم بصير في تحويل أو إذا بدك توجيه بالقراء قدام القاضي أيضا أنه هيدا شيء حصل قدامي كان في ناس عم يعني بيجي حدا معهم حدا بياخد اتصال ورا الساتر أنه هيدا شيء مش مقبول أبدا قدام يأثر في ناس قلوهم علم على فلان علم على المخلاء علم على المخلاء هي أنه ممنوع أنت تهوت معك تليفون على قلب ورا الساتر أو ممنوع تاخد اتصال ورا الساتر وهيدا شيء صار قدامي يعني إجاء اتصال لأحد النساء وهي علمت على أنا كنت كثير قريبة منها لهيك قدرت أفهم شو الحديث هيدا بالإضافة طبعا اللي قلو زملائي من الأشياء اللي المشاهدات اللي تمت معنا نحن لورد دونكن هل في أضافت ملاحظات ثانية لم نستمع إليها مخالفات انتخابية ملاحظات سلبية جديدة بخلاف التي تحدثنا عنها الآن أنا أظن أن هناك عدد من الشوائب ولكن يجب علينا أن نرى مستقبل فنقدر أن نتعلم من هذه الانتخابات وانتخابات نوفمبر وشهر داش سوف يكون هناك كثير من التعديلات هناك الكثير من المعلومات سوف يكون هناك كثير من المرشحين وعن كيفية الانتخاب وكيفية أو برامج المرشحين أو الأحساب فكيف سوقوا أنفسهم فالتسويق فالشيء الإيجابي هو أن هذه خطوة مهمة في مصر والديمقراطية في مصر وأن هذه الانتخابات مهمة جداً ولو أن هناك أشياء من الشوائب فهذه خطوة أولى فالديمقراطيات الناضجة أصبحت ناضجة بعد مئات السنين فمصر في أول الطريق وأنا أظن أن مصر سوف تعمل للديمقراطية ومجتمع دمقراطي فمجتمع أو دمقراطية مصرية هي مهمة للمنطقة ولذلك أنا إيجابي بهذا الموضوع مهتم بالديمقراطية في مصر تحديداً يعني حتى من أجل مستقبل الديمقراطية في المنطقة أنا مهتم جداً لتعلم عن الانتخابات المصرية وتعلمي سوف يكون متواصل في الانتخابات لكن الأهم دائماً كنا نعاني في الانتخابات في مصر من أن السلطة تقوم بتزوير الانتخابات في السابق تأفيل الصناديق في الانتخابات الحالية يعني يقول البعض أن أهم ما يميزها أن السلطة لم تتدخل ما أفلتش سنديق ما زورتش أصوات هل ده صحيح؟ هل لمستم ذلك؟ من أن أفلتش أصوات أنا أفلتش لأنني لم تتدخل أعلم أن أقوم بها ترجمه ترجمه يجب أن تدخل نعم ليس أنا في هذا ولكن كما قالت Haifa أن هناك بعض الشوائب وكذلك دايانا التي قد تأصل أو تحت الشوائب ولكن الدولة أو السلطة لم تكن سلطة الدولة ولكن المحلية فالمجتمع الديمقراطي أو الشفافية يجب عليها أن تنمو في كل مصر يعني خلينا أسأل مس ديانا نفس السؤال بيعنينا دائما كان فيه ظواهر سلبية متعلقة بتدخل السلطة تأفيل سنديق تزوير انتخابات هل حدث في الانتخابات اللي تمت خلال الساعات القليلة الماضية إذا هي كانت عن الاتجاه ولكن هذا ليس بشيء ولكن نحن قد نرى أن هناك أشياء إيجابية مشكلة ليست بالشوائب ولكن المشكلة هل يريد المجتمع أن يغير الانتخابات ولكن نحن هنا فقط المتابعة ولنظن أن هناك الكثير من الإقبال للانتخابات بعد معرفتهم كيف أن هذه الانتخابات مهمة جدا في أحد المراكز كانوا في أحد المراكز كانوا رئيس المركز لم يرحب بنا أو يظنوا بنا أن نأتي للخير ولكن نحن نأتي هنا للخير وأن نعمل لمساعدة المصريين على الانتخابات لجان المراكبة الدولية يا جماعة هي جزء أساسي من العملية الديمقراطية وأي دولة عندها حالة الشفافية تقول لكل لجان المراكبة الدولية تعالوا وسجلوا ملاحظاتكم وسجلوا كل ما يتعلق بالمخالفات وكل ما يتعلق بالسلبيات أو الإيجابيات وبالتالي صحيح عندنا ثقافة في التعامل مع لجان المراكبة الدولية على أنهم يعني جايين يأذوا الوضع في مصر الثقافة دي موجودة بتحسيها يعني لجان المراكبة الدولية لأن تجسسوا علينا طبعا لا هي أول شيء يعني مهمة اللجنة الدولية للمراكبة الانتخابات هي لأنه تدعم الشعب المصري بالعملية الديمقراطية اللي عم بتصير وهون كمان الإشارة لأنه نحن مش بس يعني الانتخابات هي مشتركة أو روقبة بطريقة مشتركة من قبل لجنة دولية ومؤسسات أو منظمات حكومية ومنظمات غير حكومية محلية بمصر يعني نحن كنا مش بس مراقبين دوليين كان في معنى مراقبين محليين وأيضا مؤسسات أو منظمات حكومية عم ترائب معنا بالانتخابات فأكيد نحن هدفنا مش التجسس ولا إفشال العملية الديمقراطية بالعكس نحن الهدف الأول والأخير هو لدعم الشعب المصري ولدعم أي شعوب عم بتناضي الكرمال توصل للديمقراطية والشفافية يعني ببلده حسأل سؤال أخير للورد درينكن عضو مجلس العموم البريطاني هل السلبية عدم مشاركة القطاع كبير من المواطنين في الانتخابات هل هي ظاهرة مصرية فقط شاهدتها فقط في الانتخابات الأخيرة ولا هي موجودة أيضا في بعض الدول الأوروبية يعني أحيانا في بعض الدول الأوروبية أجد نسب المشاركة أيضا ليست كبيرة نسب المشاركة في التصويت في بعض الدول الأوروبية أيضا ربما تكون ليست كبيرة أنا أظن أن هناك قلق كثير من إقبال المصوطين للانتخابات في كل مكان ففي بريطانيا سبعين بالمئة هي أكثر ما يقدر أن يأتون للانتخابات والمحلية أقل من أربعين بالمئة ولكن الذين أتوا في هذه الانتخابات كان قليل جداً ولكن أريد أن أقول أن إذا لم يصوتوا الناس فلا يقدروا أن يلوموا الناس أو يلوموا الحكومة أو السياسات الحكومية فيما بعد ونحن أريد أن أقول أننا نحن نريد أن نساعد المصريين في تنمية العالية الديمقراطية في مصر فهذه البعثة الدولية أكبر بعثة دولية التي متابعت الانتخابات في هذه الدولة أكبر بعثة دولي مزينا السلبية في المشاركة ضعف الإقبال بيغتال الديمقراطية أو يؤثر عليها سلبياً يعني يضعف أي انتخابات ضعف الإقبال بيضعف أي انتخابات يغتال السلبية طيب تريد ما نصلح هل ضعف الإقبال شايفة أنه يغتال يعني هنا مؤثر في العملية الانتخابية ولا يمكن أن بعض قواعد اللعبة الانتخابية هتأخذ بمن حضر يعني اللي يجي لا طبعاً يعني الديمقراطية هي أخذ رأي معظم الشعب أو سماع رأي معظم العالم اللي انت عايش بهذا البلد لحتى يكون في عندك ديمقراطية شاملة لازم يكون في عندك أراء متعددة وليس فقط رأي واحد فأكيد ضعف الإقبال هو يمثل وجه من عدم ديمقراطية أو عدم فهم مفهوم ديمقراطية لدى الشعوب بأنه هن يبدوا رأيهم لأنه هيدا الرأي رح ينسمع بمحل معين فضعف الإقبال هو بيؤثر سلباً على الديمقراطية ما بيصير في عندك أنت تعداد رأي بيصير في عندك رأي واحد أو رأيين هن اللي عم يلعبوا هيدا اللعبة السياسية بتوجه لكم جميعاً بالشكر ألف شكر لورد دونكن مكنير عضو مجلس العموم البريطاني مستشار الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ألف شكر شكراً مس ديانا كارلا شوك المتابع الدولي بالبعثة الدولية وعضو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تانكيو هيفاء البنة أستاذ هيفاء ألف شكر متابع دولي أيضاً بالبعثة الدولية شكراً طيب طبعاً احنا الملاحظات اللي تم تسجيلها لأنه اللجان الدولية بتسجل هذه الملاحظات اه بتعمل عنها تأرير تكون مفيدة في أنه كيف يمكن أن نتفاداها وخلونا نتعامل معاها بإيجابية نحن نشوف كيف يمكن أن نصححها عندنا إعادة وفي مرحلة تانية لكن اللي بيقضي على معظم سلبيات الانتخابات حضور المواطنين نسب المشاركة الحماس الانتخابي حتى هذا الحماس الانتخابي حيقضي على كل الظواهر السلبية الناس لما تشارك يبقى مش هنلاقي فيه رشاوة انتخابية كثيرة ومش هنلاقي فيه محاولات للتأثير على الناخبين ونتمنى طبعاً أنه المجتمع كله يبحث في أسباب عدم المشاركة وده اللي احنا هننقشه بعد الفاصل بعد الفاصل هننقش القضية بوضوح إيه اللي خلى الكطاع الأوسع من المواطنين يحجمون عن المشاركة طب هل ده فيه أخطاء وقعت فيها الحكومة وفيه أخطاء وقعت فيها الأحزاب والقوى السياسية طب هل فيه علاقة بين ضعف المشاركة وبين شعبية الرئيس السيسي هل فيه علاقة بين ضعف المشاركة وشعبية السلطة الحالية التي تعبر عن فور الثلاثين ستة كل ده هننقشه بعد الفاصل اشتركوا في القناة أنت في القناة أنت في المنكين و ما بيب Alej jul el kolasin عاش عيش 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 عيشquis عيش اللي نهارد ہو Ay ! عاش اللي نهاردود يا هنهجي رکنت عرضينا من كل الغاصف عيش عيش العرب اللي نحيد الأصباح multim animals موسيقى عاش اللي حبك عاش ليكي ابنك عاش اللي حبك ردعك بارك خلى نهارك أحلى نهارك عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب عاش 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 موسيقى مشاهدين يا مساء الخير نحييكم من جديد الانتخابات أسئلة ما بعد الانتهاء من المرحلة الأولى صحيح في إعادة لكن الناس السؤال الأساسي عندها لماذا أحجم الناس عن المشاركة في الانتخابات نسب التصويت الضعيفة هل تعكس ضعفا في أداء الأحزاب والقوى السياسية ولا هي مرتبطة بما يسميه البعض تآكل الشعبية عند السلطة الحالية يعني بوضوح شديد هل في علاقة بين نسب المشاركة الضعيفة وشعبية السلطة التي تعبر عن ثورة 36 ولا دي مبالغة وإن دائما الانتخابات في مصر كانت تشهد هذا الحضور القليل هنتكلم في القضية بوضوح هنشوف إيه هي الأسباب التي دفعت الناس للإحباط الشديد وهذا الإحباط أسبابه إيه؟ هل في أسباب اقتصادية ومعيشية واجتماعية؟ هل في أسباب متعلقة بأنه فشلنا في إقناع الناس بأننا مقبلون على حياة سياسية جديدة ومختلفة؟ هل عودت بعض الوجوه القديمة؟ هل عودت نفس الأساليب والمناهج القديمة؟ هل ضعف الأحزاب والقوى السياسية؟ كل ده حنقشه بوضوح ودون إخفاء أو تعتيم إلا هيحاول أنه يعتم على الأسباب أو يخفي بعضها فالحقيقة هو اللي بيؤذي ثورة 36 وعاوز يدخلنا في متاهات وفي إحباط جديد زي الإحباط الذي تابعناه جميعا خلال الساعات القليلة الماضية حنقش ده مع ضيوفي أستاذ خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور أستاذ خالد أهلا بك صابق وأستاذ محمود عطية مؤسسة إتلاف مصر فوق الجميع أستاذ محمود أهلا بك أهلا بك أهلا بك دكتور أحمد خير عضو لجنة الخمسين أهلا بك أهلا بك أهلا بحضرتك قرر المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبفي الوقت اللي إحنا كنا يعني حزب الدستور قدم حوالي ست مرشحين للعيمة بتاع الدكتور عبد الجليل المصطفى آه ولكن زي ما حاكي عارف العيمة بتاع صحوات مصر كلها على بعضها يعني انسحبت من السباق ده انسحبت جميعا ترادا على موضوع الكشوف الطبية ونتيجة لقلة الامكانيات المادية على ده يعني غلبية العظمى من المرشحين تعاك عارف انت بتدفع الأصلية والاحتياطية يعني اجمال 240 في موضوع الكشف الطبي ده فبالتالي انسحب المرشحين وبالتالي عدم وجود مرشحين عدم وجود مرشحين ملوش علاقة بالمقاطعة ملوش علاقة بالقرار بالعكس هو القرار اللي كانت تاخد ورغم انه طبعا يعني مش هخبي على حضرتك ان في غلبية كبيرة من الشباب الفاعل داخل الحزب كانوا من انصار عدم المشاركة في الانتخابات يعني احنا بنحب دايما ان نقول عدم المشاركة لان احنا ما كناش حسين مطلقة لان فيه ظروف تشجع على المشاركة حضرتك عارف انه فيه حالة من الهجوم المتواصل على الاحزاب السياسية في عقاب 30 يونيو للأسف الشديد خاصة ان الاحزاب المؤيدة لثورة 25 يناير احنا كحزب كان عندنا عدد كبير من الشباب والفتايات الموجودين داخل السجن بسبب قانون التظاهر يعني الغلبية العظمى منهم لما يكن جميعا قد خرجوا في العفو الرئيسي الاخير اللي تم فيه الافراج عن ماء اتنصر ما زال هناك عدد من الشباب والفتايات داخل السجن حتى الان وضعف الامكانيات المادية القائمة للأحزاب تجاهل الحكومة لتحذراتنا المتواصلة والرئيس السيسي ايضا لتحذراتنا المتواصلة من مساوى القانون الانتخابي اللي اعتمد على 80% للمقاعد الفردية و20% القوائم يعني معقدة للغاية ومتسعة بشكل جغرافي بطريقة ما تسمحش للأحزاب الجديدة الناشئة النهاية تنافس فيها وزي ما هيك عارف يا أستاذ وعيد احنا نقطة انطلاق بتاعتنا في حزب الدستور وفي حزاب اخرى كانت ثورة 25 يناير والتموحات الكبيرة اللي ترتبت على هذه الثورة ان احنا نبني نظام بيقوم على التعددات الحزبية احنا مش منقول ان احنا احنا احزاب قوي احنا احزاب حديثة وناشئة بعد 60 سنة من الانتخابات المزورة ونظام حكم الحزب الواحد والرئيس الواحد على مدى 30 سنة فبالتالي مطلوب ان احنا نتخذ اجراءات من اجل تشجيع الاحزاب على انها تنمو انها تستطيع ان احنا تتواصل مع المواطنين ونغير ثقافة المواطنين من الاعتماد على النظام الفردي ونائب الخدمات اللي هو بيسعى وراء مصالحه الشخصية بشكل كبير الى انتخاب احزاب بناء على افكار وبناء على تنافس في البرامج وقدرة وهل الاحزاب دي كي تقوى تنتظر موافقة السلطة يعني مش الحزب يمكن ان يكون قويا ويستطيع ان يستحوذ ويكتذب الناس دون ان يعلق ذلك على شماع سلطة احنا بتعمل مع واقع قائم في مصر يعني احنا عندنا مثل ما قلت حقيقة 30 سنة الثقافة العامة القائمة في الانتخاب بتقوم على الدور المركزي لرئيس الجمهورية انه هو صاحب القرار في معظم الامور احنا شوفنا ده تغير بعض الشيء بعد الثورة ولكن بعد عودة الرئيس السيسي لتولي منصب رئاسها في 3 يوليو اعتقد ان فيه شبه اتفاق او استاذ وائل ان فيه محاولة حتى يمكن الرئيس نفسه مش راضي عليها احنا زامرول فرعانة الرئيس او التطخيم فضول لدرجة ان انا لما كنت بروح احضر اجتماعات لمناقشة قانون الانتخابات البرلمان مع رئيس الوزراء السابق محلب في مقار مجلس الوزراء كنت بوفاجئ انا شخصيا ان استمع لبعض رأساء احزاب صغيرة وغير معروفة يقوفوا اقولوا احنا مش عايزين انتخابات برلمان احنا ناجل الانتخابات 3 سنين ويكفينا الرئيس السيسي ويكفينا قدرات الرئيس السيسي ودعم الشعب المصري للرئيس السيسي مصيب ان يستمر جمع الرئيس بين سلطتي لتنفيذية ودشرائية يعني فانا بقول لحضراتك المسألة مسألة التوجه يعني لا يكفي ان هو الرئيس يتخذ او يقوم بالقاء خطاب قبل يوم من الانتخاب يشجع في المصريين على التصويت بينما احنا شايفين من وجهة نظرنا على الاقل على مدى عام ونصف او عامين كاملين هناك حالة من تمويت السياسة في مصر حالة متعمدة لاضعاف الاحزاب تشويه جيل الشباب اللي شارك بفعالية في ثورة 25 يناير وتحويلنا كلنا مرة تانية ترديد نفس الكلام السزوية اللي كان بتقال في 2018 يوم بتاع الميدان من دول خوانة ممولين من الخارج بينفزوا موامرة اجنبية استهانة بالدستور اللي احنا شايفين ان هو اهم منجزات 30 يونيو اللي صوت عليه المصريين ب98% مش هنقول بس لم يجف الحبر بتاعه لا ده لم يتم تطبيقه ورغم ذلك نرى من يطالبون بتغييره تحت دعوة توسيع سلطات الرئيس لانتقاص من صلاحيات البرلمان يعني كل دي امور اكيد خلت الناس والشباب على وجه التحديد يقول احنا مرة تانية رجعنا لمرحلة انه صوتي مش فارق انا حنزل ليه من نتيجة معروفة سالفا الرئيس عايز برلمان مؤيد له وهو ده اللي حيكون مطلوب من البرلمان المقبل فبالتالي اعتقد يعني ده كان واضح لجميع العيان وبالذات في اليوم الاول للانتخاب لما تتراوح النسب من 4% و6% و10% في بعض اللي جان على اقصى تقدير ده اكيد رسالة يعني واتمنى ان الرئيس وان الحكومة والنظام القائم يدرك مدى اهمية هذه الرسالة وخطورة ان يتجه نسبة كبيرة من الشعب المصري الى السلبية مرة اخرى وعدم المشاركة في الحياة العامة طيب قبل ما اسأل السؤال التاني الاساسي هل في علاقة بنازيه السلبية وشعبية الرئيس السيسي يعني البعض بيتعامل معها لانها بمثابة امتحان او اختبار لشعبية الرئيس السيسي استاذ محمود الكلام اللي قاله استخالد داود انه لا اللي اضعف الاحزاب هي السلطة في حالة تمويت للسياسة زي ما قال فيه ناس معتقلين فيه شباب يعني بيتم دهسهم حالة الاحباط عند الناس فيه قانون انتخابي ما شجعش الاحزاب وشايف انه كل دا اسباب دفعت الى النسبة للمشاركة الضعيفة لا او حلاك طبعا بالنسبة لي انا شخصيا يعني ان فيه شوت تاني يعني فيه جولة تانية ان شاء الله في الانتخابات والموضوع دا ما لوش دعوة بالرئيس الرئيس حاجة والانتخابات دي حاجة دا مش استفتاء على الرئيس ما ننساشه سيزوائل ان المصريين وجهدوا سبع مرات في ثلاث سنين عشان ينزلوا يعملوا انتخابات واستفتاء وا 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 انا اخر قانون مباشرة الحقوق السياسية اصلا من اول ما عملوا الدواير الجديدة من اول لما غيروا اسم المجلس الشعب البرلمان انا مش عارف ليه واخد بالحضاك والبداية ان الناس يعني سوري في التعبير الناس مش فاهمة الناس ما لعبتش سياسة ما شافتش ما كانوش يعني برضو مهما كان الفطرة السابقة ايام الرئيس مبارك او ايام الحزب الوطني اللي هما كل الناس دلوقتي بتقول النواب ودينا شايفين مين النجح من النواب في اول جولة اما موضوع تعويل على الشباب والكلام دا دا انا ليه تحفظ على مقام رئيس الجمهورية انه دايما يقول الشباب 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 وبينسى للفئات العمرية انه رئيس للمصر كلها يعني الناس اللي نزلت دي النهاردة وامبارح واول امبارح مش الشباب ما نزلوش بس اذا صح انه ان الستين في المئة من الكتلة التصوطية الشبابي لازم اقول الشباب الشباب ماشي بس انت رئيس لكل المصريين طب يعني ما هو لانه كمان اي بلد بتتقدم للامام انت هتظل تعتمد او انا انكبار السن عندهم هذا الحماس للخوف على حالة الاستقار عندهم اهم هم عارفين طب الشباب لما تتجاهلهم مش هتجاهلهم الشباب حضرتك الغلبية العظمى منهم متفرقش معهم الدولة ليه المؤامرة نفسها متفرقش معهم لما تيجي تتكلم مع الشباب يقولك انا مالي ايه انا مالك الكبار فاهمين الدولة الخطورة اللي احنا فيها احنا يا سيد واقل الى الان لسه في خطورة ولابد من اتمام الاستحقاق التالت للخارطة المعمولة الانتخابات والرئيس ما انت هتكمله بس الناس ما تحمستش ايها فيه ظروف معيق يعني فيه حاجات مثلا الحرفانة في لعبة الانتخابات فيه الحاجات اللي زادت قبل الانتخابات زيادة الدولار قبل الانتخابات فيه احباط عن زيادة اصعار الكهرباء قبل الانتخابات يعني انت عارف حراك لو الانتخابات دي تمت كانت تاريخة بعد افتتاح قناة السويس على طول الازدوال قناة السويس دي كانت تبقى هايل كنت تشوف الناس عاملية لكن فيه فترات بيحصل فيها كابوة فاحنا ما نمسكش في موضوع وانا انتظر الى الاخر لان لازم نعدي المسألة اخطر مما نتخيل اه اخبال حراك فيه يقولك حبس الشباب الشباب اللي محبوسة دي هل مدانة ولا مش مدانة يعني الفيصل هنا ان كل فئة دلوقتي او كل ناس ليهم مشكلة يعملوا وقفة احتجاجية مش عايزين ده يتعمل مش عايزين ده يتحبس يعني فيه قانون ولا ما فيش قانون طب يعني خلينا عشان نبقى بالناشحة يعني انت بتقول انه اللي قاله الاستاذ خالد داود انه حبس بعض الشباب هو صحيح تم الافراج عن اعداد كبيرة منهم في العفو الرئاسي هو بقول انها من اسباب الاحباط يعني الاحباط ليه الناس لازم تفهم الناس دي مدانة ولا مش مدانة ما هو لو مش مدانة هتخرج الناس خرج بقى المحبوسين كلهم طب معلش يا سيد محمود انا مش عايز اعطى حديك بس الرئيس لا خلينا ما عايز يبدو ملاحظة صغيرة سريعة بعد اذن حضرتك يعني الرئيس نفسه في عديد من الحديث بتاعته اقر ان هناك في السجن شباب مظلومة وهو نفسه كان قال في كذا تصريح له انه لا يتمنى وجود فتيات مثل الفتيات اللي كان موجودين في قضية التحديق داخل السجن انا بقول لحديك بس هو تمكن من العفو عنهم وانا بقول لحضرتك احنا مش ضد بوجود قانون للتظاهر يا سيد محمود واحنا كلمنا في القضية دي قبل كده انا ضد العقوبات المشددة لشباب صغير السن كله تهمته ان هو شارك فيه احتجاج سلمي عن الرئيس يعني بقول لحديك يعني ماشي انا كنت صغير وشاب عندهم وكنا نتمسك حتى في زمن الرئيس مبارك كنا ايه ديتها تلات اربع تيام اسبوع وبعد كده بيقول لك دول طلبة دول شباب بيعبروا عن رأيكم بشكل سلمي لكن دلوقتي احنا شبابنا بيروحوا لحبس ثلاث سنين وخمس سنين يعني فيه محكمات ده كتير ده كتير قوي واحنا طعامنا في دستورية القانون والقضية المزورة امام المحكمات الدستورية ويعني المحاكمة مثل القضاء اللي داري وفقت على الاحالة للمحكمات الدستورية فبالتالي فيه مبررات طب اسمعني ماشي كويس اه جميل اللي انت بتقوله ده القانون القانون ما فيهوش زينب كويس لمقام الرئيس مش حقه مش حق رئيس الجمهورية ان يقول لإلا بقى يطلع الناس كلها لكن الشباب انا شفت تصريح لأحد السياسين الجدد اه النهاردة بيقول لك يعني ان من سبب برضه زي ما حراك تقول كده حبس مش حبس الشباب مش انت لأ بات اه حبس الشباب والكلام ده كل الكلام ده ما ينفعش وبعدين ما فيش احزاب وانا قبل كده وانت حراك كنت قاعد معايا وكان الدكتور ابحليم وقلت دي رقص مش احزاب النهاردة انت انا قبل ما اجي البرنامج سمعت الاستاذ اسمه رمضان جذر اردني الجنسية وعضو لجنة الاشراف المراعبة الانتخابات بتاعت بلجيكا بيقول لك كل الاجراءات سليمة 100% كويس ما عدا ان الناس ما جاتش فده بقى مش دور فهو بيقول ايه بقى ان الاحزاب 107 حزب وكان معاه احد رؤساء التحريب وتالي وكالة الشرخ الاوسط حاج لكده صحح له وقال له لا دول 109 قال انا انا بطالب هو الراجل اللي مش مصري بطالب وزارة الاحزاب او حاجة هو مش فاهم يعني لجنة الاحزاب وزارة الاحزاب ان هما بقى الناس اللي ما جابتش اصوات بقى ولا جابتش حاجة الناس دي بقى يعني يشوفوه لحل يمشوها مش العدد في اللامون يعني ناس كتير وبعدين كلمة الحجد دي اللي صدروها لنا من امريكا واوروبا عشان المؤامرة المعمولة حجد حجد واحنا غنم حجد 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 ايه حجد ايه تفاعل بالمرحلة اللي جاية وده ملوش دعوة بالرئيس خالص طيب هنا وسيس خلي هاخد من ده ليه حد انتو يعني واضح سوف تأخذ نسب المشاركة كمقياس ومؤشر على فشل السلطة الحالية وربما تربطونها بتآكل شعبية الرئيس السيسي هذا ما يفعله البعض هل ده صحيح؟ يعني انا متأكد ان هي عدم قناعة بالسياسة المعلنة فيما يتعلق بقضية الانتخابات والتنافس بين الاحزاب وانا بس يعني مش فاهم قوي الكلام اللي بقوله الأستاذ محمود دعطايا فيما تعلق بالحشد والمؤامرة واكيد نحن نعترف نحن عندنا مشكلة كبيرة لانا نحن ذي كان جاي معايا شوية ارقام من يعني بخصوص نسب المشاركة في دول اخرى ولا دول اوروبية ولا فيها تعرض لمؤامرة ولا حشد ولا الكلام اللي حقيق بتقول عليه ويعني اعتقد ان احنا مش تقلم انها لما يكون المكسيك نسبة المشاركة فيها 48.5% الهند 65% جنوب افريقيا 73.5% تونس جارتنا جنبنا 61.8% مصر عندنا في انتخابات 2011 كانت نسبة المشاركة في حدود 54% فأكيد فيه مشكلة يا سستر حتى بما في ذلك فيما تعلق اللي هو الكلام اللي أستاذ يالي المحمود انه فعلا فيه حالة عدم رضا عن السياسات الاقتصادية عن السياسات الاجتماعية استمرار اهتمام الرئيس بالمشاريع الكبيرة ضخمة اللي هي زي قناة سويس وغيره ماينما المواطن لم يشعر بيتحسن في مستوى معاشته على الصعيد اليومي ارتفاع الاسعار لكل هذه الامور الى جانب مرة تانية الشعب المصري ده يا سيزوائل عمل ثورة في 25 يناير مش معقول ان تسايد المشهد بسبب كناتو المادية يكون نواب الحزب الوطني السابق على الهل في 60% من الدوار وفقا لبعض الاحصاءات ويتوقع الشعب المصري انهم يقبلوا على هذه الانتخابات مرة تانية بالتأكيد وحالة الهجوم العامة على الثورة يا سيزوائل يعني ماشي انا عارف ان الرئيس بيدافع عن ثورة 25 يناير الدستور بتاعنا بقى نص 25 يناير ثور لكن حيك تنكر ان محطات التليفزيون الدباجة في الدستور الدباجة في الدستور جزء من الدستور حيكي محامي وعارف لا مخدم الكتاب والحاجر بس عموما الفكرة كلها ان الثورة مجاز هجومكم على ثورة 25 يناير وعودت بعض الوجوه القديمة لا ما احنا بنقولها خلنا هبعد بس هبعد خمس دقاية عن الموضوع ده وهسأل الموسيقار الكبير الساس حلمي باكر عن غضبه الشديد لعدم حضور محافظ الاسكندرية مهرجان الاسكندرية للاغنية الساس حلمي اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك ساس حلمي اه ساس حلمي ام يعني غضبك واضح كان شديدا لحد انك قلت تعبير انتشر يعني اذا المحافظ مش فاضي بعت لنا اه السيدة زوجته انا حاول سيدة لماذا انا اذا اعود حاجة في المقام الاول يهمني بلدي قبل المحافظ وقبل اي مسؤول لم يبقى حضر المؤتمر فوق المتين وخمسين ناس من البلاد العربية ومع ايه لجنة مشكلة من عشر بلاد عربية اسادة وده كثرة وعلى مستوى علم وانا برس اللجنة وافاجأ بان حفز الاتتاح رغم ان كان ليسروا الاحتياجات الخاصة وقدموا عرض راخص رائع بكيت وانا بتفرج عليه وببص في كلاسة ما لقيتش المحافظ ولا الوزير وده مرجات دولي دورته الاثناشر يعني دورته الاثناشر لو مش عاجبك ايه لغيه انه مثلا ما انت وافيت عليه يجب انك تحضر او من ينوب عنك ما يتفعش حد يوزع جلائز او يطلع يقول كلمة على المحافظ في مقام ما بقيله من مقام الحضر ولكن معروف المارجان الدولي نكون تعمين عن مارجان الدولي تعالى تفرج حضرتك شو كان الوزراء وكله بيبتعوا السلام الوطنيين والحافي الفتاء الفنال لما احضر مارجان ولاية الوفود مالي المشخل تعالى سيفشان وماتزالوا باتزالوا ما تغيرش على بلدك ما تدعيش على بلدك تلهمني فلما قلت بسلمة قلت كان عشرة ان يحضر من ينوب حتى ولو كان حرموا انما مارجان بالطرابيات لا 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 ما تعملش احسن اه انت شايف انه يعني ده اهانة لمارجان كبير يعني هو في نهاية باسم مصر والله اهانة يا فندم اهانة لمصر عايزين ثقافة مارجانات نفهم يعني ايه ثقافة المارجانات مش ايه خامة المارجانات طالما مارجان دولي وفي اسكندرينة وطبر موناك والشرط وما كان يتمنى اي حد ان يحضر خينه ما يحضرش المسؤولين والحفلة تبدأ والحفلة كانت لصالح ذوي الاحتاجات الخاصة مش معمول لحفلة رخصة انا بكلم كلام انا عارف ايه بت اللي انا بقوله انا بقالل ستة وخمسين سنة في هذا المجال وعملت مارجانات كله انما احضر مارجانات عشان احكم فيه انا اه المساء اللي كان حيحصل كان سلول ان انا اصريت انه تطعى نتيجة توزع الجواز عشان ما رجعش كل واحد لبلده يجتم في بلدنا طيب ما فيش شك انه يعني الفن يعني يا جماعة زي ما بتقول من مقاومات هوية هذه الامة والتعامل معها يجب ان يكون يعني المحافظ كان يجب ان يهتم هو مارجان فني ودولي يا استاذ حلمي فيه عدد كبير من الوفود الدولية موجودة يعني كل دولة عربية عشت يا فنم ورغم اللي فاز فيها الفائز الاول من السعودية من الجزائر بعد كده ما بتاعه مصرفة طب يبقى انا اصلا اين ما جادش من اه ده اعتذار في اخر لحظة اللي مش فقدر يجي لانه كل بسكة على عيني وراث ايج المعارجات اعاق غير طريقه انا متى لما وفقت على عقامته ومعارجات دولية يجب ان يحضر مسؤولين فيه طيب بنوصل صوت حضرتك هو بالتأكيد وصل بتوجه لك بالشكر الموسيقر الكبير الاستاذ حلمي بك استاذ محمود يعني هل من الاسباب وانا يعني هنقش ده يعني معاك بس بعد ما اسأل في الجزء الاولاني هنا لانه استاذ الدكتور احمد خاي بس يعني هل من الاسباب الكلام اللي انت بتقوله الهجوم على الشباب وتخوين الشباب والقبض على بعض الشباب بالاضافة الى الهجوم على ثورة 25 يناير وعودة وجوه من النظام الصابق لا اطلاقا انا اظنى ان كل واحد بيحاسب عامل جرم الهجوم مفيش حاجة اسمها هجوم على 25 يناير لان 25 يناير حدث وله تبعاته فمعروف يعني خلاص احداث 25 يناير فش عاد بيهجي معقول حاجة بكتب يقول حقاية في حقاية ناس اللي اتحبست او ناس اللي بيذكر اساميهم يعني لوقتي حضارك مثلا والاستاذ خالد المال السياسي من غير بتوع الحزب الوطني الديمقراطي وانا لا ادفع عن بتوع الحزب خلاص ده موضوع هل مفيش فلوس هل مفيش فلوس بتدفع كنا عندنا فلوس او دوكس محمول كنا ناس بي لا نتعمية مرشح باسم حزب الدستور فارغي وانا المصر الديمقراطي الاجتماعي يا سيدي مش انت يا سيدي مش انت يا أستاذ واقل فيه ناس بيدفعلها 5 مليون و 6 مليون جنيه من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي عشان يروحوا لأحزاب معينة ومصر كلها عرفة انتو بتقولوا كلكم بتقولوا عودة الوجوه القديم في نفس الوقت ان الأحزاب المحسوبة على الثورة كلها استعانت بالوجوه القديم عشان تكسب وعشان تنج احنا معتق احنا عم في تحالف طار الديمقراطي يا أستاذ واقل مستعدهش مطلقا بأي وإحنا عصلا يعني بقول لحاجب الكاد تمكنت بعد هذه الأحزاب ان هي تنزل مرشحين فرديين لو حطيت المصر الديمقراطي الاجتماعي بتاعها ما يكون الاجمالي حوالي 150 مرشح رجعنا بعض المرشحين المستقلين اللي تمكنوا من تحقيق رتاج جهيدة زي هيسم أبو العز الحريري في اسكندرية هما دول الشخصيات اللي احنا لكن احنا لا علاقة لنا مطلقا بالتأكيد يعني مثل هذه الشخصيات اللي حاجب تتكلم عليها يا أستاذ مش انت أنا أقولت لك انت طول وأنا برضو من هنا بقول لأستاذ رئيس الجمهورية مع كامل احترامي وتقديري لأي قيادة من قوات المسلحة وأنا الاتلاف بتاعنا داعم القوات المسلحة من منذ أحداث 25 يناير حضرتك مش هتستعين إلا بالناس اللي عراك شايف ان هما دول الجداد هيضيعوا البلد في خبرات موجودة الجداد لهم مين اللي موجودين على الساحة دلوقتي لكن في خبرات موجودة في البلد لكن عشان هيتقال وجوء قديم هيا ديب على المصيبة السود أستاذ أنا مش شايف جداد هما هي دي المصيبة السود لا لا إزاي لما حالك تبص على الخريطة والسواء يعني انت بتقول من الأسباب انه رئيس بيستعين بالجدد أو بالجداد والأستاذ خالد بيقول لا دا المشكلة وزيري تقمال محلية وزيري تقمال محلية انه رئيس بيستعين ياريت يبقى كل الوزارة زي الدكور أحمد زكبان دا راجل مختارم وعشان اشتغل عن دا أيام الرئيس مبارك وراجل محتارم وراجل ومحدش يعرف فيه ودراعه يبدأ تطولي راجب لك نووسف متواصل عمار 65-70 فين الجديد وإيه يعني فين المحفظين الجديد فين الدولة اللي في العالم كله يعني الشباب الشباب الجديد يعني الرئيس مبارك يا أستاذ واقل الرئيس مبارك دائما يطلع يقول كابرت عنده واربعين سنة تيل واربعين سنة يا أستاذ محمود زيادة السكان زيادة السكان بنزيد بنعمل كانت المرضود كان سلبي جدا وعكس يعني الشيء لما يزيد عن حده ينقل ضده طب هم مرحوش سيادة الرئيس طب السكان زيادة ومرحوش أنا بقول لحضراتك يعني اللي عنده عشر ولاد وده تلاتة أنا بقول لحضراتك اللي بيقوم بيكلم بقى على حاجات نواب الحزب الوطن مش عارف النظام بتاع الرئيس مبارك طب مالا الرئيس السيسي نفسه القرار بتاعه لما كان قائد للالاسلاح معين ما كان اللي مودع ليه الرئيس مبارك مش هنقدر نخلع من الكلام مش هنقدر نخلع من الكلام مش هنقدر نخلع الأستاذ وقل مش كان بيشتغل لأيامنا مباركو بسنا كلنا راح لبقى وجلت عايش مش رفت المحكمة مش رفت المحكمة عشان القانون بتاع الدكتور يوسف بتاع العقارية بتاع البريبة العقارية طب نقول بقى لأستاذ وقل كان شغال أيام الرئيس المباركو لكن كنت موجود لكن كنت موجود كنت محكمة الجنايات هم دلوقتي أي حد بينتمي إلى النظام السابق أو الأسبق طب يعني ده مش من أسباب ما نعايز أبحث عن أسباب الإحباط لا لا تبقى انزل حراق الشارع وشوف ده فيه واحد فيه واحد المحكمة الإدارية طلعته جاي بناسبة كبيرة جدا ومش عش عارف داخل الانتخابات إزاي يعني تطلع له حكم باستبعاد اسمه نزل في الكشوف أعلى واحد جاي مش عبايا في اسكندرية ولا فين طيب دكتور أحمد خايف ويعني خلينا وإحنا بنضع يدينا على أسباب الإحباط وضع في نسب المشارك يعني أنا هنا عندي وجتي نظر سوس خالد شايف إنه الناس مش حاسة إن فيه جديد عودت كل ما يتعلق بالماضي وجوها ومضمونا ومنهجا وكمان يعني وجود عدد من الشباب المحسوبين على قوة سياسية أخذت مواقف مختلفة يعني في السجون وعدد يعني مجموعة من الأسباب منها تمويت الأحزاب أو تمويت السياسة أو اغتيال السياسة والأحزاب أولا إن إحنا بنتعرض لمؤامرة كبرى ذاكري فيها أطراف كبيرة أجندات تولية محترمة معتبرة عارفة ثقافة الشعب المصري وعارفة إزاي توقع نفسيته وإزاي تعمل له إحباط قبل الأحداث الكبرى يعني أنت شايف إنه ضعف الحضور معامرة معامرة كبرى طبعا وهقول لحضراتك أسبابها بالواقع خلينا نتكلم بشكل مؤسسي هناك أسباب اجتماعية وأسباب بس بيومي اللي منزلش من بيته هيبقى جزء من معامرة ما أنا أقول لحضراتك صدروا له الفكرة إزاي هم ناس محترمين عبقرانيين جدا عندهم استعداد يوقعوا الشعب بشكل محترم وللأسف بيطلق عليهم مصريين لجندات الدولية كان هدفها بعد الشعبية الطاغية في دستور محترم معتبر تم الموافق عليه بنسبة 94% وكمان الرئيس محترم جاي بنسبة 98% بعد صورتين بصورة وصورة أخرى أتت بما هو جديد في رؤى الشعب المصري بوجه عام إحنا الشعب المصري كان عايز يعيش وحرية وعدالة اجتماعية هم دخلوا العيش كده بكلمة وقالوه وقلاص هي كرامة الكرامة اللي حاسبها الشعب المصري بعد إقرار دستوره اللي رعى كل فئات المجتمع وفجأة ظهر لنا في الوقت المناسب من وجهة نظر الأجندة الخينة عايزين عادل الدستور وقعدنا نتكلم في الموضوع ده أسبوعين ثلاثة دخلوا في شهر وظهر الناس هما أصلا ما كانوا من منبر زي الأستاذ مظهر شهين الرجل المحترم اللي أنا بحترمه على المستوى الشخصي لكن فجأة ظهر لنا وإحنا كنا بنحارب الجماعة الإرهابية عشان دخلوا الدين بالسياسة قال لك عايزين ده استثمر كلمة قالها الرئيس في لحظة صفاء نية اللي دستور كتب بحسن النية اه بحسن النية وقال لك عايزين نعادل الدستور وظهر بقى الناس اللي بيطبلوا الناس اللي بيزغرتوا الناس اللي بيثقفوا الناس اللي بيعياتوا مش عارفين ولا بيعياتوا ولا بيثقفوا ولا بيزغرتوا عليه وفجأة عايزين نعادل الدستور طبعا إرادة الشعب المصري ما تيجي بنسبت بس الأحباط قبل كل ده لا يا فندم هي مرحلة من أقولت الحضر لك فيه أسباب سياسية دي من الأسباب السياسية فيه أسباب اجتماعية وفيه أسباب اقتصادية خلينا نتكلم عن كل حاجة عشان الشعب محتاج يفهم لأنه للأسف غرر به وللأسف الخوانة دول نكحوا نكحوا أنه هم يوقعوا الشعب المصري نفسيا طيب إيه اللي حصل؟ قال لك هتعدل الدستور وأنا جايبه بنسبة 94% ما هيحصل كده في مجلس النواب أنا هيبقى مختار حاجة وأنت هتجيبه له حاجة تانية أنتوا بتعملوا كده ليه؟ هو فيه إيه بالزبط؟ أنا نزلت قلت الدستور ده عدله بالأسلوب اللي الدستور نص عليه أما فيه مجلس النواب عدل أنا مع تعديل بعض المواد طبعا أنا كنت عوض لجنة 50 كان لدينا اعتراض على بعض المواد لكن فيه نسبة وفقت وخلاص هي دي الدموقراطية لما يجي مجلس النواب نعدل النقطة التانية اللي حضراك لازم كلنا نكون عارفينها أن الأحزاب اللي بيدعوا لنفسهم أحزاب مع احترامي طبعا أنا بتكلم عن كائنات بش أشخاص حزب الدستور عملية للشارع أقنع مين في الشارع عد أعضاء مجلس نواب وفقا للمعايير والمواصفات اللي يخش دافع بها عن حق الشعب المصري ده إزاي؟ هما مفرغين ما عندهمش قائد ينزل يقول أنا يا شعب بمثلك وأنا نائب محترم معتبر ما بعتمدش على راس المال وسمح للرجال الأعمال يدفعوا فلوس تاني فالشعب يجلوا أحباط أحزاب إلا في الأرض قيادات سياسية إلا عملوا تلاتين اتلاف وعادوا يضربوا في بعض وكل واحد فيهم كان بيشتم في التاني وهم ولا أحزاب ولا عندهم جماعات ضغط ولا عندهم ناس في الشارع فالشعب يسيبوا الأحباط لا أرجال الحزب الوطن يرجعوا تاني ولا أرجال الأعمال نزله تاني والشباب المحترم المعتبر اللي عايز يبني بلده عاجز العمال أنا لغيت نسبة الخمسين في المية وحضرك عملت معي حلقة في الموضوع ده وقلت لي أنت كده بتضايحوا بالعمال لا هي كانت نسبة فزدة كانت نسبة بيخدها ضباط الشرطة ضباط الشرطة والمستشارين وخلافهم لما لغينا وقلنا النسب متفاوتة وعملنا قايمة نسبية الأحزاب نفسها عشان هم مفرغين راحوا يتخنوا عليها وبرضو قرروا نفس الغلط وجابوا ناس على جير اختصاصاتهم في هزي النسب الفقوي طيب نقول ايه تاني ما عليش يا دكتور طيب نكمل بعد إزنا يعني أنا ما طالتش حضرة يعني أنا مش مش سؤال مش سؤال ما عليش السنة صحفي برضو يعني يعني عارف هيك زي يعني هل ما عليش مش متفق أنا بس صحفي برضو خلي لا لا أنا بس معلش يعني بس هايك مش متفق معي مطلقا أن بعد تلاتة سبعة كان في حالة من محاولة تهميش الأحزاب واللغوم القوي الرئيس دعا بشكل رسم بلدكم تغرأ وعودوا تفقوا لو لمرة واحدة ولا حزب اتفق رئيس الجمهورية حضرتك حضرتك كل اللي يتليفات دي احنا مش مسترض إن الأحزاب كلها تتفق على حاجة احنا بنوهم على التعددية دي مش ملاحظة رئيس الجمهورية دي مدخلة يا فندي رئيس الجمهورية التقى مع رؤساء الأحزاب لأول مرة بعد سبعة لا مش مرة واحدة واندي رئاسة لا ست مرات لا مرتين والمرة التانية بعد قبل بيسافر ألمانيا لا أنا عارف كويس أنا بتكلم عليك مرتين يا فندي مع رؤساء الأحزاب مرتين بس خلينا افتح قصينا الأحزاب القوية لا تحتاج إذنا من رئيس ولا داما تعقب يا فندي انزل وخد الناس ببقتي فيه منظمات دولية جاية كانت مفروض ترائب الانتخابات المصرية فيه حاجة اسمها الأجواء العامة هل الأجواء العامة تشجع على الممارسة الحزبية ولا الأجواء العامة تدفع الشباب إلى العزوف عن المشاركة لما يبقى فيه قلول انتخاب لما يبقى أنا راجل مؤسسي شوية طب هستأذنك في الكلمة عشان الناس اللي بتنشف على التليفون دي أواحدة وأستاذ جابر من الشرقية وأستاذ جابر تفضل وبعديه أستاذة نور من منصورة وأستاذة صحر من مدينة نف أستاذ جابر مساء الخير بإجازة تفضل أهلا بيك أهلا بيك تفضل أنا شدتك مشكلتي يا فندي بقيد عن التكلمة فيه خالص أنا عايز شدتك بس نداء لك لا أنا بناقش الانتخابات بس عشان ما بعيش سيب تليفونك في الكنترول لو عندك مشكلة تانية وأنا وأنا أكلمك أستاذة نور من منصورة تفضل يا فندي أستاذة نور طيب أستاذة معنا أيوة مع حضر أستاذة نور تفضلي أيوة أه تفضلي تفضلي أنا حضرتك شايفة أن الانتخابات عزوف الشباب لعدم نزولهم أن دعوة الحزب الوطني سبب في أن الناس محجمة ورخضة نزول وجود الحزب الوطني أيوة لأن عودة الحزب الوطني ده إحنا كنا رفضينه من البداية وقمنا في صورة على أسف إن إحنا نغير النظام ده خالص أيدي متصلة يا أستاذ محمود خلي بالك يا عمشان أه طيب هل السؤال بسأله في هل في علاقة بالنسب هل ضعف النسب المشاركة يكشف تأكلا في شعبية الرئيس ولا ملهاش علاقة لا هي في علاقة طبعا أكيد في علاقة أيوة أستاذة نور بالمنصورة ألف شكر أكدت في علاقة أستاذة صحر من مدينة نصر أستاذة صحر تفضلي أستاذة صحر تفضلي يا فندم تفضلي يا فندم أنا شايفة أن العزوف ده سببه اقتصادي أكتر ما يكون سببه زي ما بيقوله عشان حزبه وطني أو غيره اقتصادي سبب اقتصادي ده أولا سبب اقتصادي ثانيا الشباب مش عارف هو عايزه ثالثا الإعلام والزخم اللي كان معمول على بعض القوائم هو اللي خلى الناس عزفت حسوا أنه هو فعلا هما نجحين نجحين من الإعلانات والبذخ في المصروفات اللي تمت فين اللجنة العليا للانتخابات لو كانت رأبة البذخ اللي موجود في المصروفات دي كان الناس حسوا بنصدقية إنما الناس حسوا أن فيه ناس بنقلة بتقول إحنا نجحين نجحين فأنا أتمنى أن في المرحلة التانية أن اللجنة العليا للانتخابات تاخد يعني هي حتى سقف للإنفاق في الانتخابات ياريت ترائب ده ترائب المفارقات اللي احنا بنشوفها في الشوارع دلوقتي وإحنا في صمت انتخابي والناس كلها منزلة يوفا احنا مش عارفة يعني وبعدين النهاردة تواكب مع الانتخابات دي تغيير الحكومة والغاية بالوقت الحكومة الجديدة احنا ما شفنا لهاش صدف الشارع الإدارة المحلية هي من دول إدها طولة ولا تتخيل حضرتك بتتعاني مع المواطن السباي متمثلة في الأحياء وفي تواوين المحفظ طيب أستاذ صهر سؤالي بتوفقي على البعض بيحاول أن يربط بين نسب المشاركة الضعيفة وشعبية الرئيس السيسي يعني بيقولوا أن المشاركة الضعيفة تكشف ضعفا يعني أنا بنقاله فيه بعض قائمة هي دي الظاهير السياسي لأنا كنت ضدها وكتبت في الجورنال وقلت المصريين كلهم بيأيدوه ما كانش ظاهير سياسي ليه أبدا ده هما للعبوا أصحاب الأيما للعبوا على الوطر ده أحد الصحفيين موجود فيهم هو للعب على الوطر ده الوطر ده كان بيتقال في كل محافظة وفي كل يوم إنها نكحة نكحة فهو ده اللي عمل ده يخلي الناس عزفت يعني شايفة قائمة في حب مصر التي شايفة قائمة في حب مصر التي قدمت على إنها أنا بقول شايفة على إنها قائمة الرئيس وكانت من الأسباب الرئيس بريء منها ما هو الرئيس أكد كثيرا إنه ملوش قائمة لكن كان في بعض الظواهر والمظاهر اللي بتؤكد إنه القائمة تقدم نفسها أو قيام بعض رجال الأعمال بالبزخ الأكتر من اللازم ثانياً الاختيارات زي الكل ما عارف إن هي كان فيها نوع من المجاملات والمحاباة ولا زي ما بيقولوا عليها مش عارفة مش عارفة جيب التعبير طيب أستاذة صحر كان السبب بتوجهلك بالشكر محمد من طنطة بعديه دكتور سيد من بنها أستاذ محمد اتفضل السلام عليكم عليكم السلامة وطلاب وبركات إزايك يا بسيط واقل إزاي حضرتك الحمد لله تمام اتفضل أنا محمد الحمولي من طنطة أنا كلمت حضرتك قبل كده ساكرت حضرتك في حلقة المظاهرات بتاع القانون الخدمة المدنية كلمت حضرتك ونبهت من شهر ونص وقولت لحضرتك يا دولة خلي بالكم في تصويت عقابي من الموظفين خلي بالكم من بسبب قانون الخدمة المدنية عشرة في العربي دخل الرئيس بحرساد يا رئيس يا سيادة الرئيس عشرة في العربي دخلك بحرساد ماشي دخلت في مشكلة مع الموظفين ماشي ماشي يقول اشوف انا بقى مزيح دلوقتي بيجيب دكتور حالة نفسية علشان يحلل شخصية الشعب المصري ان هو مراحش رغم اللي انا بنبع على حضرتك عيد الحلقة من شهر ونص قلت لحضرتك يا سيد والد انا خايف على البلد من التصويت الموظفين سبعة مليون موظف لو كل واحد هو امراته ومرحوشي قد مقدر بحتشر مليون لو كل واحد عنده عائلين اتنين العملية امتهت السيد احمد موسى السيد احمد موسى مشكورا قدر الف خيره كان بيقول للدولة ايامها يا دولة لازم تورروا لعين الحمراء للموظفين يا دولة لازم تورروا لعين الحمراء للموظفين كلما حد يتكلم عن اي مشكلة ماشي يطلع لمرتابه ومنع الشرطة بيأخذوا تلات سنة هلنا ما نعلقش بس على شعر زملائي هي دي اصل المشكلة ده هي دي اصل المشكلة ده هو كل واحد حيعلق المشكلة اقصف بالله العظيم الناس الفلاحيين بيتفرزوا على السيد احمد موسى يشوفوا بقول ايه والناس انتخف ضده تمشي ضده على طوب ده راجل بس لو سمع لو سمع لو سمع مش عايز مش عايز هزيه المقاييس ده ده وجهة نظر مش عايز هزيه المقاييس انها يعني ده في انها ده وجهة نظر حضرتك ده وجهة نظر عيد الحلقة عيد الحلقة انا بحمل بصة باشا عيد حلقة ايه انت عملها معايا يعني طيب انا الحلقة عند حضرتك عملت مداخلها من شهر ونص من شهر ونص واقيل لك خلي بالك يا أستاذ واق في تصويت عقابة من الموظفين محد تسمع قلت ليه 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 أشرف العربي دخل الرئيس في قانون يعني انت شايف ان الموظفون في الارض قاطعوا الصناديق بصة باشا تبصن بالعشرة على كده وبسبب أشرف العربي بالقانون الخدمة المدنية بسبب قانون الخدمة المدنية اللي هو أنت الرئيس صحرا سد مع الموظفين طيب ليه أشرف العربي دخل مش شغال مع محمد مرسي ما ترد عليها فيزواء تكلمني أشرف العربي دخل مش شغال مع مين يعني احنا الوقت مش شغال مع محمد مرسي وذي من أيام يعني خليني بس في بعض أنا معك هو في بعض الوزراء اشتغلوا يعني خلينا بنحاسب الاخوان بعد الاعلان الدستور المستبد وبعض الوزراء اللي اشتغلوا يعني ما هو الدكتور شمزة عزوة كان بيشتغل وعدد كبير من الوزراء والرئيس السيسي كان وزير هي القضية القضية في إنه من أخذ موقفا يعني لما فيه انحياز للإرادة الشعبية على الفور تنحاز بس أنا بتوجهلك بشوك أنت قولت نقطة مهمة جدا عن الموظفين خلاص الموظفين هدي ايه في ال ستة مليون ستة مليون موظف بتاع كنون خدمة الميدانية دي ستة وثمينة من عشر خلاص خلينا في الملاحظة بتاعتك ونمسك فيها وما تشتتناش ده حلو قوي يعني إنه فعلا الموظفون قاطعوا الانتخابات كل فيها هتلاقى قطعت الانتخابات لأسباب تتعلق ب المطالبها وعدم تحقيق بعض مطالبها وأيضا يعني عدم قدرة الحكومة على التعامل حتى مع مطالبهم يعني يمكن أنك تتعامل وتتفاوض جيدا فبالتأكيد أنا معاك الموظفين قاطعوا دكتور سيد من بنا وبعدها دكتور سيد اتفضل السلام عليكم يا أستاذ وائل عليكم السلامة لا واركاد أنا بحيي حضرتك وبحيي أستاذ الضيوف شكرا أعلن بيك اتفضل والله أنا بس أنا أستأذن حضرتك يعني اديني فرصة يعني بسيطة يعني أولا أناقش حضرتك وعاتب على حضرتك والإعلام اتفضل حضرتك إحنا قبل الدستور كان كم كان هم الإعلام المصري كله إزاي يسوق للدستور يسوق يسوق للدستور إزاي الدستور ده لمصلحة مصري إزاي أيو 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 ده صحيح لقاعة الأغنية كلام سليم أنا بعتها مع الحضرتك وما تزعلش مني فضل لقاعة إزاي كانت الشهر لم نسوق لم نسوق للانتخابات البرلمانية وما شرح لاش للناس إزاي هينزلوا يصوتوا في الانتخابات كيفية التصويت وكم قائمة على مستوى جمهورية نصف العربية والفردي قدر ما كان يهدف الإعلام أنا آسف وبالأخص لأستاذ أحمد موسى يا جماعة بس أنا مش عايز تعليق الشماعات وإظهار بعض الأشخاص على إنهم معلش طيب أنا آسف معلش لحظة واحدة طيب تصدل تصدل احنا دايما نحن عرضة بننصح بعض عشان احنا في مركبة واحدة أيوة احنا 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 الوقتي يعني هل الهدف ايه الهدف إن الناس ترد تسجل كده الملاحظات ده اللي عايز يستفيد منها يستفيد اللي مش عاوز يستفيد أنا عامله إيه يعني لما أحد المواطن منذ قليل لفت انتبعين الموظفين ما رحوش واحد تاني هيقول ربنا يبارك فيه وقبلها حد تاني بتكلم عن إنه لما تبقى فيه تصريحات عن ارتفاع أسعار في صورة الكهرباء وإنه الدولار يقفز أمام الجنيه هذي القفزة وترتفع السلع وتختفي سلع ويختفي دواء أنا مع ساعدتك يا سيزواء لديني فرصة بس بعد إذنك تفضل أنا بستعزن حضرتك الكاميرا بتعمى عليك بدل ما تنزل ترصد الناخبين اللي هم القلة اللي في اللي جان تنزل ترصد الناس اللي عاديين على الأهاوة في الشوارع تتألهم انتوا ليه ما زلتوش تنتخبوا اللي أعلان كان بيوجه الناس بانتخاب ناس ضد ناس وبيعلي قائمة ضد قائمة وده مش بيصالح ما يهمش إحنا هذا البرنامج أخذ موقفا من القائمة المدللة واتهمناها بأنها قائمة مدللة وصنعت على حجر السلطة حتى ويندعوا غير ذلك إحنا محتاجين مشاركة مش مغالبة عشان نصير وراء خلف رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة طبعا لا يعني هنا لازم نتحدث بوضوحه صراحة ما نتحطش فيه هذا الموقف وانا بسكر حضرتك على ساعة صدرك لها في البرنامج ومتشكرين قوي بتوجه لك بالشكر ألف شكر دكتور أحمد حسني منصق جبهة صحوة مصر دكتور أحمد أهلا بيك تفضل الله يخليك تفضل تحياتي أولا لضيوف حضرتك وأنا حياة سعيد جدا بموضوع حلقة النهاردة وشايف الحقيقة أنه تأخر مش يومين ثلاثة ده تأخر شوية سنين لأن نسبة المشاركة في مصر ما بعد الثورة اللي احنا شفناها احنا عد علينا سبع استحققات تحد دلوقتي وده التاني ثلاث استفتاءات وأربع انتخابات مختلفة والأرقام اللي كنا بنشوفها انبهرنا بيها واتبساطنا بيها لأن احنا للأسف كنا بنقارنها بنسبة المشاركة ما قبل الثورة مش بالنسبة العالمية أو النسبة المفروضة احنا أحسن نسبة مشاركة تحققت في أي استحقاق حصل من بعد الثورة كانت تقريبا خمسة وعربعين في المية جيت قرارت مرتين بس في السبعة خمسة وعربعين في المية من كل اللي يوم حق التصوير بينزلوا وخمسة وخمسين في المية بينزلوش ستين في المية في التخابات الرئيسي ليه الخمسة وخمسين في المية دول ما بينزلوش ليه نسبتنا مش سبعين ولا خمسة وسبعين زي الدول المحترمة الحقيقة الخمسة وخمسين في المية دول لو لو حبينا نحللهم ونقول ليه هما ما بينزلوش هما بيتاسموا لتلت لتلت أجزاء أنا هقولهم بسرعة عشان ما تقولش على حياك في جزء ضيار جدا منهم ناس آآ آآ يعني بينشدوا الكمال إلى حد ما وبيرفضوا إن هما ينزلوا أي استحقاق أو أي انتخابات أو أي استفتاء إلا لما يكون مكتمل النزاهة والشفافية والقواعد وده طبعا مش متحقق عندنا في مصر بس دول نسبتهم الحقيقة الليلة في ناس بيتاني فيهم مش الليلة خالص حوالي تسعة مليون واحد مصريين في الخارج مازالوا مسجلين في قواعد البيانات عندنا وبتنزل أساميهم وهم كلهم مش موجودين آآ آآ مشاركة المصريين في الخارج اللي بتحصل في الدول المختلفة آآ في أحسن المرات اللي سجلوا فيها اللي سجل حوالي خمسمائة ألف واحد واللي شاركوا بعد كده ما زالوش عن ثلاثمائة ألف يعني احنا فيه تمانية ونص مليون بنعتبر أن هم موجودين معانا آآ في القوايم وهم مش موجودين الجزء التالت وده هو الجزء الأكبر هي آآ آآ طبقة المهانينين الصناعية الكتير أو اللي عندنا ميكانيكية وسباكين ونجاريين وابتاع ده الناس دي حيات تابع أي حد فيهم هذي هم مفصلين تماما عن الحياة السياسية في مصر ما بيشاركوش على الاطلاق دول الخمسة وخمسين في المية اللي ما بيشاركوش واعتقد من دول احنا محتاجين شغل كتير اوه ودراسة ازاي نقدر نشد الناس دي عشان تشاركت معانا في الحياة السياسية نرجع نقول بقى المجموعة اللي كانت بتنزل في الاستحقارات القديمة رياسة كانت بتنزل تقريبا خمسة واربعين في المية من اجمال عدل الناخبين المرة دي الارقام اللي ظهرت في المرحلة الاولى والمتوقع أنها تقريبا تتكرر في المرحلة التانية بتدور حوالين خمسة وعشرين في المية ستة وخمسين بشنين وخمسين ستة وخمسين في المية فراء اه ستة وخمسين في المية طيب ماشي اكتر من خمسة واربعين طيب تفض كملك اوكي ماشي يعني انا بتكلم ان فيه تقريبا عشرين في المية من الناخبين بتاعنا اختفوا عشرين في المية من خمسة وخمسين مليون يعني بتكتلم حاجة في تقريبا من عشر الى احداشر مليون واحد المرة دي امتنعوا عن النزول او هيمتنعوا لو المرحلة التانية مش يشير بالنفس الارقام دول برضو لازم نقسمهم هما مش كلهم حاجة واحدة هما الحقيقة يعني في وجهة نظري هنا تقريبا خمس فئات مختلفة الفئة الاولى هما الاخوان ومحبيهم طبعا هما خرجوا برا العملية الانتخابية تقريبا خالص دول رقم معين انا مش احاول اننا افترض كم في الخمس فئات كل فئة فيهم بتمثل كم في المية او يعملوا كم عشان ما نخشش في جدل حوالين دول قدية فالاخوان ومحبيهم طبعا دول خرجوا برا العملية خالص المرة دي السلفين ومحبيهم برضو كتير منهم او يخرجوا وده واضح جدا في نتائج حزب النور الهزيلة في اكبر معاقله اذا كان في جنوب الجيزة او في اسكندرية او في البحيرة اه التلات فئات الجيين ده هما الفئات المهمة الحقيقة اللي لازم نتكلم عنهم كتير الفئة الاولانية اه المجموعة المؤمنة اوي بثورة يناير واللي كان نفسها انها تخوض المعركة دي لكن اه دولة اسم ونصين نص فيهم من الاول اعترض على اه قانون التظاهر وعلى المحاكمات العسكرية اللي كانت اه في مادة في الدستور وعلى اه كتير من الاجراءات اللي تمت وقرروا من بدري بدري ان هما يقاطوا او ما يشاركوش النص التاني لا اه خد القرار ان هو يكمل ويحاول ويعمل شوية المؤامات فياسية وبيقول ان مش كل حاجة هتيجي مرة واحدة لكن في الاسف اتواجهوا باجراءات مش مضبوطة اه تدخلات امنية حضرتك اتكلمت عليها اكتر من مرة في حلقات اه شافوا في الاخر ان مش قادرين حتى يشاركوا مش مش قادرين اه اه يحصدوا كلاسي او يحصدوا اماكن في البال الامان وبالتالي هما كمان قرروا عدم المشاركة وخرجوا برا السباة. دي الفئة الثلاثة. الفئة الرابعة وهم دول كانت المفاجأة يمكن الخطيرة هما الناس الفئة الجديدة اللي ظاهرت عندنا في حالات سياسية اللي هما مؤيدين الرئيس اه على طول الخط. دول مجموعة كبيرة جدا من الشعب المصري بتحب الرئيس السيسي وبتأيدو في كل حاجة. ليه دول ما نزلوش? دول ما نزلوش حضرتك لان هما ما حاسوش ان فيه منافسة. ما شافوش فرق بين الناس. مع انهم عارفين ان احنا هنصل لهذه النتيجة اللي بيتعامل معها اه يعني معظم الصحف الغربية الان بتتعامل مع هذه النتيجة على انها اه هزيمة للرئيس السيسي. فلماذا لم يتعامل معها? عشان 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 دي دي اعتقد ان فيها بعض المبالغة اه الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول ان لها علاقة بالرئيس السيسي في نقطة عدم نزول المجموعة دي هي ان رئيس السيسي ناشد الناس مرتين اه اه ان هما ينزلوا في مواقف معينة. المرة الاولية كانت في يوم ستة وعشرين سبعة طبعا في التكليف لما كان نزيل دفاع. والمرة التانية. طب هنا هنا ليه الناس اه قبل ساعات من الانتخابات ناشدهم الرئيس السيسي ولم يستاجب الناس بنفس اه. ما حسوش بالخطورة حضرتك. ما حسوش بالخطورة. حسوا ان الموضوع محسوم لان المتنافسين اشباح. كلهم بيقدموا نفس الخطاب. بيقولوا نفس الكلام. كلهم بيقولوا احنا هنخش نأيد الرئيس. احنا هنخش نوافق على القوانين كلها. احنا هنخش نقول للرئيس امين. طيب خلال. طيب بس النسب المشاركة اه هي الاضعف منذ يعني خلينا يعني نستسني كل ما قبل خمسة عشرين. لكن هي الاضعف منذ خمسة عشرين اناي. اه لا طبعا نستفتاء تسعتاشر اه تسعتاشر مارس كان اضعف من كده اه شوية. اه لكن الباقي كان كله اعلى طبعا. اه اخر سؤالة بس كنت عايزة. انتخابات اللي. عشان انتو حضراتكو اه برضو وذكرتوها ودي فعلا حقيقة. انتخابات مجلس شغل اخوان اه كانت ضعيفة يعني اضعف. حقيقة انا دي انا حتى مش حاسبها في الاستحقات مجلس شغل اخوان تقريبا حضرت له مقافعة شعبية كاملة وكانت كل نسبة المشاركة في سبعة سلمية. اه اه فئة الشباب حضرتك اللي اللي فعلا برضو هي ما نزلتش الانتخابات دي ما نزلتش الانتخابات لسبب مهم جدا. اه واعتقد ان الرئيسي فيه كان اه اه الناس الانتخابات. اه كل الخطاب اللي كان موجه للناس الانتخابات كان خطاب عاطفي. والخطاب العاطفي ممكن يستفز الناس كبيرة في السن يستفز السيدات. عاطفي ازاي? هو لا كان عاطفي ولا آآ مأساوي. كان كان خطاب اي اما ارحقوا مصري اما تعالوا افو مع الرئيس. هو ده مأساوي مش عاطفي. تعالوا نحب تعالوا نكره ده ده كله كلام حيات مش كلام سياسي ومش كلام عقلاني. الشباب عايزين يسمعوا لحد يقول لهم هعالج البطالة ازاي? هعمل ايه? هدربك ازاي? هاهلك ازاي? هعلمك ازاي? هسكنك ازاي? عايزين نفس تكلمهم كلام علمي كلام منطقي. للاسف مفيش ولا واحد يتكلم الكلام دوت. وبالتالي الشباب ما سمعهوش. اللي تأثر بالخطاب العاطفي تعالوا نحبه بعض وتعالوا يا جماعة نتجمع السيدات لانهما طبعا عاطفيين الناس الكبيرة في السن. اه بعد ازاي حالك برضو انت في نسبة الاعلام. حتى الستات المرادي ما نزلوش اوي. يعني عارف حقيقي حتى القطاع اللي كان دائما الرئيس السيسي بيوجه خطابه له. اعتقد ان هو المرادي ما استجابش. كانت الغالب الاكبار السن. والسيدات برضو يعني متقدمين في العام برضو اكبر شوية من الذجال. يعني هنقدر نقول ان هما استجابوا نزبين. اه اه انا عايز اعلق بقى على الاعلام اه اه الحقيقة اه برضو اه مش مش هنقول ان الاعلام بيتحمل كل المشكلة. لكن اه لكن الحقيقة برضو الاداء الاعلامي اه اه ما كانش اه ما كانش على المستوى اللي احنا كنا متوقعينه. اه حياة ما بتحبش ان احنا نذكر اسامي مزعين اخرين. لا 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 انا نتكلم عن الاعلام يعني مش من حق ان انا اه. اوجي اوجي النقض لي كنتم شخصيا. اه اتفضلت. اه طيب. اه يعني على سبيل المثال اه حضرتك افرقت حلقة ممكن كاملة للاستاذة سامان مصري. اه. 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 هي دي اللي ما نزلتش الناس يعني? لا لا لا. ده بالعكس سامة كاتبا عايز اقول لك بال. ده على عكس قضية سامة. ده خلينا اقول لك التويتة دي الاخوان فاكرين ان الناس قامت علشان متعاطفة الناس اه قطعت علشان متعاطفة معه. الطابور الخامس مع تحفوزي على تعبير الطابور الخامس اكمل بس. فاكرين الناس قطعت علشان تويتة البرادة. سامة المصري فاكر ان الناس قطعت علشان تم استبعادها من الترشيح. احمد عز فاكر ان الناس قطعت علشان عايزين الحزب الوطني تاني. انا اسف يا ريس فاكرين ان الناس قطعت علشان السيسي شعبيته نزلت وبيقول ولا يوم من ايام مبارك. يعني هنا كل هذه الجبهات تعتقد ان الناس قطعت من اجلها ده. ده تويتة كاتبها يعني اه احد. لكن هل تعتقد انه حلقة عن سامة المصري. لا لا لا. لا طبعا. وحلقة سامة المصري هي قضية يعني. انا كنت هتعمل معنا انها قضية كانت تستحق المناقشة. لا لا هي كانت قضية ممكن تستحق المناقشة لكن كنت تتمنى ان حلقةك على نفس المستوى اه تجيب من المرشحين اه صوار الشباب. نعيشنا في حب مصري و و و نعيشنا الاتامات الموجائلية بانها قائمة السلطة المدللة. نعيشنا مسيحيون في حزب النور. هل ده يتناقض مع افكار حزب النور اللي بتمنع مصفحة المسيحيين وتعنيتهم. كل العضاء الانتخابية هتلاقينا نعيشناهم بس انت هتلاقيك مش فاكرة لسامة المصري لانك قاعدت تشوف لا البيت. البيت تانية واحدة. انا مش قصة عند حياك حد زي دكتور عم الشبكي حد زي هيسم الحريري حد زي دكتور. لا مش مش لازم الاسباق لكن جبنا كل يعني او معايا الوصول خليد داود من حزب. و يعني يمكن. لا بعد الانتخابات. بعد الانتخابات مخيش. يمكن ان نستضيف كل الجبهات والقوة السياسية. لكن مش مش هنعلق على انه حلقة لسامة المصري احباطت منها. بالعكس يعني. هي عضية انا شايف قضية والدليل انه حتى المحكمة ربما في سابقها هي الاولى من نوعيها ودون رغم انه تعبير سوق السمعة يحتاج لحكم قضائي لكن ام يعني اصدرت حكمها في دا وقضية. نازم تتناقش يعني. هو 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 بمصطلح جديد اسمو طيب الخفال. يعني لكن ما علينا مش هايزين نخش موضوع سامة عشان ده موضوع. لا انا بس يعني انا بكون مقتنع بما اقدم. لو انت عندك وجهة نظر مقضانة ما عندش مشكلة خالص يعني. انا ما قلتش ان حضرتك الحلقة ما كانتش اه ما كانتش مهمة في وقتها لانها كانت اه اللعي العام كان عايز يسمع الكلام ده. لكن كنت اتمنى ان يكون في حلقات تانية لنا. والله عملنا بس انا كان نفسي انك تتابع ده بالعكس حب مصر يتهموننا بانه يعني احنا عملنا حملات عليهم. حتى الملفات اللي. حتى الملفات اللي اختفت عملنا حلقات عليها. كشفت اه اه كوارث في تكوين حب مصر. لكن في نفس الوقت حالات ما اتضبطش القوائم التانية لدرجة ان الناخبين ما كانوش عارفين ازام القوائم التانية. حسنا بناش قضايا ودايما حتى لما يجي حد يقول لي. انا عايز اتكلم عندك اقول له انا اضايانا فيها مصايب وازمات انا يعني حتى انت عايز تجي تتكلم عن برنامجك مع معندي ناش ده. يعني انه حد لانه لا اصوق لبرامج قد ما بشوف قضية. يمكن انه لاش. بس في كل الاحوال معاك انه الاعلام من الاسباب. احنا قلنا اه بقالنا شعر بنقول يا جماعة في حالة احباط. بعض الناس بتتعامونا ان احنا نتيجة الكلام ده زودنا الاحباط. ما هو ما كانش اه مش لازم اجمل الواقع علشان لا كنت تستفيد من هزا الكلام لنزع فتيل الاحباط. اخر اتنين بقى مسؤولين مسؤولية شديدة عن المستوى القليل اللي حصل في في الاقبال على الانتخابات. هم الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات. اه طبعا. طيب بسرعة اللجنة العليا ليه? لا اللجنة العليا كانت اداءها الحقيقة على طول الخط من اسوأ ما يمكن. من اسوأ ما يمكن. احنا الاول مرة في التاريخ اه نشوف القايمة من القوائم بترجع الانتخابات قبل قبل الاقتراع بيومين يا استاذ واقل. اه. حكم المحكمة ده ليه هيا يطلع بيقول فيه في نصه ان اللجنة متعنتة ومتعسسة وبيغرامها فلوس. دي صوابق من اول اول مرة نشوفها. طيب انا عندي برضو عشان تفاعل الناس معانا. اه على فكرة غالبية الناس ما نزلتش علشان مش فاهمة تنتخب مين. اه يعني كام واحد فردي وقايمة والناس ما نزلتش علشان مش فاهمة يعني. ده ده وجية نظر. فيه ناس فعلا اه معا مش عارفة هتنزل فيقولك انا تبا نزلت حط ليه في موقف في اللجنة واعد ومش هيتحمس اصلا ينزل يا. ده من 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 الاسباب. الناس مش عارفة تنتخب مين وازاي. ده حقيقي وده وده فاعتها نرجعه على واحد على الحكومة انها ما عملتش دعاية قفاية لطريقة الانتخاب وللقانون بتاع القوائم الفردي. نرجعه على اللجنة العليا اللي ما عملتش دورها في توعية الناس. نرجعه على الاحزاب اللي نزلت الانتخابات وما قدرتش تواعي الناس. نرجعه على المرشحين اللي ما قدروش يخطبوا الناس ويقولهم تنتخبوا ازاي. اه مفيش خطأ بيشيلوا واحد بس. لازم كل واحد يتحمل الجزء بتاعه من الخطأ. لكن الخطأ بتاع عدم وعي الناس. اه 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 ده كان منتشر جدا. اه كالسة اخرى اتعملت ان في فيديو حضرت لسه اه اه عرضه من شوية ضغيرين. الراجل اللي قال له نازل عشان خاطر مصر بس هو مش عارف نازل بيدمين. لا الحقيقة يا ريتو ما كان نزل. ازا كان رايح يختار ناس اه وهو ما يعرفهاش. لا ياريتو ما كان نزل. اللي ما كانش نزل كان احسن. لان يمكن يكون ادى واحد وحش وتسبب في ان واحد كويس سقط. لا الحقيقة فكرة ان الدعوة للنزول وخلاص. لا ان دعوة للنزول المدروس. الدعوة للنزول لشخص معين او لفكرة معينة او لايدولوجية معينة لو كان الناخب على مستوى ان هو يقدر يفرق ما بين الايدولوجيات. طيب انا بتوجه لك بالشكر وعايزين يا جماعة الناس تشترك معانا في اه اه هزي. طب فاطمة مش شرقية قبل ما ما اسأل تاني انا خدت الكلام. استاذ فاطمة تفضلي. استاذ فاطمة. استاذ فاطمة. طيب. استاذ سمير مش شرقية. استاذ سمير. سلام عليكم يا معلومة. عليكم السلامة. عليكم السلامة واطلاوه بركاته. تفضل. انا بمس على سعادتك وبسلم عليك يا بطل. الله يخليك خلينا في الناس اللي احنا فيه. الرجل اللي جادت منك الرجل ده مسترم جدا. وقال قضية خطيرة جدا. قال في مؤامرة. قال في مؤامرة. تعلق وتفضت حقيقة. انت مكتنع ان في مؤامرة. في مؤامرة وانا هقولك بالدليل والصوت والصورة. فيكم بلا نسبت عشرين الف اصرة في مصر. ايه الشرقية. عشرين الف اصرة في الشرقية. بحجة قانون اه اللي هو الخدمة المدنية. اه في لسه في جراثيم اخواني. سمعنا حضرتك ولا لا? ايو انا سمعك مهم جدا يعني اه. 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 يعني عشرين الف اصرة بسبب قانون الخدمة المدنية لم يصوتوا? اه. الله ينور. يعني وقانون الخدمة المدنية بريء براءة اصدقت من دم يعقوب بالنسبة للنازل بالنسبة لطبيقه بالنسبة للحالات دي. في واحدة للأسف شديد جرسومة اخوانية موجودة موظفة مشؤون عاملين في مديرية التربية والتعليم عملت وشاية ونفذت فعلا نفذت. والنهاردة بالنهاردة بالزبط اخلت لتلتمية وكمسين واحد. واخذت مبارح سبعمية وكمسين. المهم عشرين الف اضربهم. اضربهم بمضاوص التلاتة. انا عشان ما اضغيعش وقتك. العشرين الف دول العشرين الف هي دي قطرة تسويطية. انا اولادي انا عندي اربع اولاد. عندي اربع اولاد. مش عارف اكلمهم. مش عارف اكلمهم وحسهم ازاي. ومعادش لي وش. ومعادش لي شكل ان انا امشي في الشارع بعد اللي حصل. ده عيرونا حضرتك. فعلا نفذوا مخططاتهم ومخططاتهم رهيبة جدا. وهم مش ببطلوا. هم مش ببطلوا. ارجوك يا واقل دي. طف الولعة دي. طف الحريقة دي. ما تنهيش برنيمجك اللي ما تخلص الموضوع ده. لا ان شاء الله احنا بنضع زي الحقائق علشان فيه اعادة وفيه مرحلة تانية. اذا الناس. اه الحكومة. المؤسسات المجتمع. كله ما استفدش من مناقشات من هذا النوع كلنا. يا جماعة نشارك لانه اه الحياة السياسية. يعني اه لازم اعكس ده في الانتخابات. والانتخابات اه هي اللي الحقيقة بتقبني الى مجلس سيعبر عن الناس بشكل حقيق. بالاضافة لانه النسب الضعيفة دائما دائما اه بتؤدي الى حياة سياسية فاترة محبطة مؤلمة ويبتدي يستغلها الجميع ضدنا يعني. فاحنا معاك في اللي انت بتقوله بتوجلك بالشكر. محمد من انا. سيد محمد تفضل. سلام عليكم ومعاكم باشر. عليكم السلام عليكم. فضل. بناس على جنابك والاخوة ضيوف. عندنا مشكلة في محافظة جنة باندر ومركز افنزم. فضل. المشكلة اللي تتمخسل عندنا في جهل الناخب في الاختيار لان الرموز كانت ضعيفة جدا. فالسيد المستشار المتواجد باللجنة اه بيدي الورجة. لست اه لا تقرأ ولا تبدو. ولا رجل لا يقرأ ولا يعرفوا الرموز. والرموز اغلبية كان غامل شوية. واخد بلا يا فنزم فطلبنا من السيد المستشار يعني يقول للناخب انت عايز مين? يقول له فلان وفلان. ما يعرفش يعلم يا فنزم. فاحنا عايزين حل. حتى ولا الحياة دي نقطة مهمة جدا يا جماعة. ما النص يطلع كده ما هي حدود? انا يعني اصل بعض يعني بيخاف شوية القاضي يقولك انا مش هينفع اقول او اتكلم مع مع ما هي الحدود التي وضعها القانون لانه القاضي يساعد الناخب على انه يصوت ازاي? كمان الحكومة فين? واللجنة العليا الانتخابات فين? والمجتمع فين? اللي لازم يقول للناخب قبلها بمدة انت هتصوت بهذه الطريقة. وحتختار بين كذا وكذا وكذا هتختار مش هقول له هنا انت هتدي المين يا. معقولة مش عارفين ده? يا معالي الباشا المستشار المتواجد في اللجنة? المشترحة المتواجد في اللجنة بيقول. ايو فاندي. المستشار المتواجد في اللجنة بقوله هل الجاهل بيعتبر اعاقة? جل لا انا اساعد المعاق المبطور اليد الكفير. طيب والجاهل. ما انا مواقع. انا اللي عارف الرمز وهلا عارف اضل لكسرة الرمول. ما ينفعش القاضي يساعدك في اللجنة حاجة. فيه صورة وفيه رمز. يعني اه حضرتك الامي ما بيقراش وبيكتب في كل حتة في الدنيا. بس فيه صورة وفيه رمز. والاكيد اهلنا في الارياف وفي انا عارفين الصورة وعارفين الرمز. بس ما ينفعش نطلب من القاضي ده مخالف للقانون. ما ينفعش نطلب. اه بس نشوف حلول تانية. اه نشوف حلول تانية. بس ما ينفعش. ادعى تفتح باب للسبوهات. ده لنخلي الموضوع صعب. ليس فيها صورة يا فندم. وناخت التصويت فيها رقم. وفيها الرمز فقط. وفيها رمز الرمز طب ما موبايل ساعة ولاعا شمس عمر. رمز زي الغواصة. الغواصة محدك عريبة دي مارك. انا معاك الست الكبير والرجل الكبير مش هيشوف الغواصة. الغواصة دي ايه يا. خلاص ممكن هلغي الغواصة على استاذ واقل. بس مش هينفع على قضي. يا بس يا جماعة يعني يعني ازاي نساهل. انا بيجيب مساء. انا بيجيب مساء. انا وظيفتنا كلنا تمكين الناس من التصويت دون التأثير عليهم. هو ده المؤمن. يا استاذ واقل دي المأساة. يعملوا اربعتاشر محافظة. لناس في قيمة باربعتاشر محافظة. بفين في العالم ده قانون الانتخابات ده عايز عايز يولع. اربعتاشر محافظة. طب ما احنا متفقين اهو. خمسة اربعين فعلا يعني. ده 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 مأساة. من اول الجيزة لغاية اصواني. ايه ده. يعني بتاع الجيزة اولي انتخب بتاع انا. و بتاع انا انتخب بتاع الجيزة. يعني اه. طي. ملاحظتك عندك عايز تقول حاجة تانية. لا فن مربنا اعد الامور على خير. اتوجه لك بالشكر. ساذة صحر من الجيزة تفضلي يا فن. مساء الخير تفضلي. اه اه يعني انا بمسة على الحريقة بمسة على ضيوفة. والناس ازوائل انا ليه رأي مختلف. هو المشكلة ان الانتخابات بتتسرب فيها فلوس كتير جدا. والفلوس اللي بتتسرب دي معظمها على شوية ازوائل. يعني انا نزلت على الاسرة ان انا هنتخب. لقيت برضو هي هي نفس الكلام. اه الفلوس اللي بتتوزع. اه اجهزة. اه اه كروت الشحن. السلعة التامنية. ده في واحد اه هت لنا بتاع الرشوة ده تاني مهم يا جماعة نسمعو علشان دي الحياة يعني اه من الزوار الصلبية. خليكي معايا يا مادام صح. عندك بتاع الرشوة نسمعو. طب نسمعو كده. خليكي معايا. اه اه. اللي بيتم في مبلاء. بالفلوس بتنجحي. معاك فلوس بتنجحي. انا واحد من الناس اهو ما ما انتخبتش. الصراحة بالفلوس بتنجحي. وتعرض علي فلوس انا في منطيتي. تعرض علي مبالغ. من المرشحين. المرشحين اللي هم القدامل. هم الفلول والجداد. واقف مع خمس مرشحين. وممكن اسميهم لحضرتك بالاسم. تعال يا توتي رفع النوم. بقول لك واخد منهم فلوس بس انا مش هنتخبه واحد فيهم. واحد من خمس مرشحين ولسه هياخد تاني واللي هيجي الدين هياخد تاني وتالت ورابع. واللي يقول لك الشباب بتاخد فلوس عشان تنزل. معلش مع الشاب اللي باخد من الجنة ده عشان ينزل. لو شغال مش هشيط بشوغله عشان يجي يوقب بشوية ورقة. صح ولا لا. يا بقى انت دلوقت المرشحين لسه مازالوا انه هما بيدوا ناس فلوس علشان. لا بقاش اول ما الدنيا تلاقي الكمان الفلوس هتكتر والفيزيزيزيز هتكتر وعايز اقول لك انا لو اشتغلت بقى لي بتاع سنة مش هعمل المبلغ اللي انا عملته خمس ايام دولار. وكلها هنا واقفة واخد فلوس. بصة حضرياتي وكلها هنا واقفة وكلها واخد فلوس. انا روح انتخب مين? انا واخد منك بس مش هنتخبك. انا انت قديتني فلوس او انت حرامي. او انت مش تعمل لي حاجة. ده عشان كلامك يا وسلم صاحب بس ده كمان يا جماعة بيعكس اا.. مأساة. وهي لايه علاقة على فكرة زي مأكدنا by آآ نسب التصويت الضعيفة فيقولك تعالوا بقى نجيب الناس بالفلوس نازلهم من بيوتهم بالفلوس يعني. تفضل علي عايز اكملي فكريتي. والله يا اسوء زرعين ده اللي بيحصل فعلا ده اللي بيحصل فعلا انا شفت بعناي وانا ومش عارفة يعني انا مش عارفين يرشح منك كلها اسامي وكلها دفعة فلوس فللحسة انا بعض منزلت عشان ارشح انا مدرسة روحت باني ما رشحتش حد طيب سؤالي هل تعتقد ان في ربط بين ضعف الحضور وما يسميه البعض تآكل شعبية الرئيس السيسي يعني هل كانت هذه الانتخابات استفتاء على شعبية الرئيس هل هي هزيمة للرئيس لا 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 الرئيس السيسي بعيد عن الموضوع ده خالص لا لا الرئيس السيسي بعيد عن الموضوع ده خالص هو راجع المحترم وهو nucleفنا لو انزلنا انتخبناه انتخبنا عشان احنا حسنا انه قaku جنبنا وهو يمشى الاخوان لكن الدول هننتخبهم بناء على الراسوى طاعتهم مش هينفع لكن الرئيس السيسي بعيد خالص بعيد جماما عن موضوع الانتخابات لا خالص فيش ربط بالدولة طيب بتوجهلك بالشكر وده سؤالنا الأساسي حنسأله للناس وإحنا ماشيين طيب هنا أستاذ خالد مؤامرة دكتور رحمد خيري شايف أن في مؤامرة ساهمت فيها جبهات كثيرة مختلفة أنها تعد توصل الإحباط تدريجيا للناس صناعة الإحباط مين أطراف المؤامرة يعني عارف هيك أنا بس بحب أبقى حريص في الكلام من صنع الإحباط هل الرئيس لما أقر قانون انتخاب يساهم في موضوع الرشاب والانتخابي لا أحنا عادنا نقول للرئيس تمانين في الناس أنا بقول رأي أنا بقول رأي أجاوه من تليه حضرك الحديدة على طول أنا ممكن أختفط طول الحلقة عشان تبعي حضرتك المؤامرة لما الأستاذ برادة يطلع قبل الانتخابات ويعمل دويتة وينشر الإحباط خللي براك محدش بيسمعه لأن حدش بأتب المواطن المصري اسمعني بس ما دي موامرة بيش في حزب بيرعاه يبقى فين بقى حزب ملوش يا فندي مع أي حد في شارع يعني تقريبا الحزب اختاروا اسمه وجابوله رئيس واستقال وجابوله هيئة مكتب حزب الدستور أحد الأحزاب ده أحد الأحزاب الورقية بزا قللهم أحزاب ورقية ورقية ولا مؤامرة ولو إحنا مؤامرة ومن توسع كده بل مؤامرة يبقى ناجحين إلا شعبين فشلت عشان كده بتتبعوا أسالين بديدة طب ما هو تتبعوا أسالين بديدة فين الفشل بقى لو إحنا نجدين هوي كده لو أنا في مكان رئيس الجنفرية أصدر قرار بحكم محكمها بأي أن كان الطريق بحل جميع الأحزاب الله وبنائة مجتمع سياسي جديد محترم معتبر وفقا للمواصفات الدولية أنا كنت قاعد مع رئيس حزب السيد البدو أو المبارح في انضمام حزب المستقبل وقلت له يا سيد بي يا دكتور سيد تعالوا أن نعمل دعوة لإنشاء التحدي لحزاب السيسالي لحزاب كترة قوي ونخليه من جوة طيار يساري ويميني ووسطي هيكون هناك يساري متطرف ويميني متطرف ووسطي خلاص يا فكرة الاستراتيجيات واضحة المعالم دي اختفت يا دكتور يعني في السابق كان في يسار يسار واضح معقول العالم كله انت عندك هنا سمك لبن طمر هندي أيوة عشان سمك لبن طمر هندي جاب أحزاب ملهاش أي أرضية بيدعو بيدعو أن هم مسيطرين على الشعب المصري هو دا لو فيهم واحد بس عنده برنامج يقنع يقنع ما يدفعش رشاوي كنا احنا بينا في الحالة دي لما يكون عندك ست اتحادات عملية لأ خلينا الوقت أنت بتقوله مؤامر يعني البرادة عايكتب تويتر حيبقى تبقى مؤامرة طبعا مؤامر طبعا هو احنا ندعو الشعب المصري لنزول الدفاع عن شرائيته مش فيها يا جماعة سلطات تلاتة السودان تحضرق رابط الويتة التشعية والسلطة التنفيذية اللي بيروس رئيس الدولة ويا أما الراجل متقابر ومؤثر يا أما الراجل ملوش تأثير او متقابل او تويتر انا وقت مصري دا وجهة نظر انا محايا قولها دا مش متقامل حضرين هو رئيس المتأمرين رئيس المتأمرين خلال التسعين في المائة مش شعب المصري ما ينزل ولا خلال التخاب الفاسد اما حز النور حز التاني الانتخابات يعني يا حضرين بيقى لتكلم فيه بس هو والإخوان هو بيجريني ان انا ما تكلمش بشكل علمي انا عايز ارجع للشكل العلمي اطلع المؤامرة انت قلت البرادع وتويتاته من الخارج الاحزاب السياسية الاحزاب السياسية الاحزاب السياسية والمصير الاحرار واستاذ المحترم فيهم اللي انا ما عرفوش مين خلاص انا ما عرفوش هتدعي ان انا اعرف كل الناس لكن في ناس بمؤمرتها واضحة مفيش الحزبين تلات عجبين اكتر خلينا نتفك هو بيجي يقوله انا كنت معاكو في صحبة مصر حصل وانسحبت انسحبت قبل اما هي تنسحب بثمانية واربعين ساعة والاستاذ احمد اللي كان بتكلم معارف الكلام ده انا عارف انسحبت لي كانوا بيسموها قايمة النبلاء النبلاء اه هم كانوا بيسمينها فعلا كان فيها اشخاص محترمة جدا عشان بس ما نخلطش كل الاوراق ولكن ما عندهم مش باقة كدرة مالية لجنة الانتخابات اخطاقت القانون ما كانش يصلح كلها كانت جزء منها كبير مؤامرة وجزء هم خلاص امكانياتهم كده وانسحبوا بهدوقوا باحترام زي ما كان قصتهم كلها احترام في الاول انا دخلت اكتر من سبعة الافات كلهم كان مشارك فيهم حزب الوعدة كلهم كان مشارك فيهم الحزب بتاع احمد شفيق كلهم كان مشارك فيهم عربش يقولك تغير اليساري كده يظهر فجأة يقولك انا معاياك وها انا معاياك بس من تحت الترابيزة بتلاتين متر وفجأة انا معاكو بس هنسحب الصبح حضرتك انا جال يتخلف سياسي ما بقيتش عارف انا بكلم مين قسما بحق ذاتنا عندي تسعة وتلاتين نقاب عامة قالولي يا دكتور احمد من فضلك احنا هو عايزين نعلن نعلن بوضوح ونوجه رسالة للرئيس خلي بالك الناس دي بيتغرقوا نقولها منين انا عايزين حضرتك مش انت الرئيس بتاعنا تعال نروح له للاتحادية قلت لهم يا جماعة بالراحة خالص احنا نوصل الرسالة بتاعتنا بشغلنا طيب قانون العمل قانون النقابات حضرتك النهاردة لما يمثل مثلا في حب مصر اتحاد عمان مصر واستبعت كل النقابات المستقلة علشان بيادعوا المؤامرة التانية بقى اللي عملوها ان دول اعداء الوطن ودول في المجتمع دولي ودول بياخدوا فلوس ودول اجندات مع العلم انه ولا اتحاد فينا عند حسابات في البنك من قلة الفلوس لا يا فاند مش مؤامرة اتحاد مؤامرة خارجية لنقل الصورة ان العدالة الاجتماعية في انهيار لا انا دهاتي بس عشان يبقى محدد وعلمي اذا ما حاجت بتقول حاجت بتقول مؤامرة من الاتحاد العمال لمنع الاناتحاد لتحادت الشئ مؤامرة بالاتحاد قلنا قروا اتحاد العمال فقط مين بقى اللي عمل المؤامرة هنا بقى الاحزاب السياسية طبعا طبعا الاحزاب السياسية فاندم سيطرة عن النقبات العملية انت لابل في حزب الدستور حزب العملاق ده ما هو ماشي. كلمني كلام عالمي. حضرتك كيف تحسن. انه ممكن هدحك عليك الصباح. انا باسألك مين المؤامرة فين المؤامرة فين المؤامرة من نقاب العام العمال مصري اللي لا معناعة الرئيس من اللي استعاش بالنقابات المستقلة. باقول لك لك لحد شئال منعت الرئيس يا فندم. امال ايه يا فندم. انت ليه حضرك ما بتفرحش من السلطة التشريعية اللي هي السلطة التنفيذية. ما هو المؤامرة. مزموعة. المؤامرة اضلعها. حضرتك المؤامرة دي من اللي حزاب السياسية زينا قلت لحضرتك. مجتمع الخارجي. وكمان. مجتمع الخارجي ماذا? ما كانش بيدعم. الفلوس اللي نزلت فجأة كده لارضية الانتخابات والناس اللي اخد خمس ست عشر مرات. واللما اتعرض انا عليها كرئيس التحديد اطلع على المنصة. وقعنا ندعم للتحديد الكومي العمال مصري واخد مئتين الف جنيه. فيه كلام حيبي يتقل. تقعد عليك من بره ولا بجوة. لا بش اقول اسماء طبعا. لأ احنا رفضنا وخلاص والموضوع انتهى. عشان احنا الناس محترم. لا ازاي انت بتبلغ عن رشو على الهوى مش عاوش تقول اطراسها. لا يا فندم بقول فيه ناس من مرشحين. عرض ان انا انزل كالتحاد كومي العمال مصر. اعلن دعمي لهذا المرشح. انا قلت له ناسف. انا معرفش ايه البرنامج بتاع. وتاخد متين الف. اه انتحت التربازة كمان. ده غير انه يدعمل الاتحاد بتبرع. قلت له من فضل حضرتك الموضوع ده منتهي. ما تكلمناش فيه تاني انت كده بتشتم الاتحاد برؤساء وبنقابات. والراجل كان محترم. وكان وبعت وسيط وانسحبت موضوعه وخلاص. طيب انت عايز يقول فيه اموال تتضفك من الخارج يعني. طبعا. 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 طيب اه بس هي دي اللي توصل ناس الاحباط. اه طبعا. طبعا. انا هنزل انتخب مين? واحد من حزب النور? ولا واحد من الحزب الوطني? ولا مستقل ما عرفش? قد يكون حزب. قد يكون واحد من الاخوان. ومتنكر. طيب خلينا نخطي. اتست خالد داود مؤامرة اضلعها متعددة ومختلفة. البردعي وتويتاته من الخارج. الاحزاب والقوة السياسية. الفلوس التي تتضفك من الخارج. ولا يعني 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 شكرا. ترجعتني مرة تانية. بس انا هو دي برضو اللغة اللي بيستخدمها الزميل المحترم دكتور احمد. والحديث عن مؤامرات من دون تحديد اترفها بشكل واضح وانا انا يعني انا بتقول لحضرتك انا لغاية دلوقتي اتحرفش بالقوة انا حديث. مش ماسك. مش ماسك. مش احنا يعني 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 حقيقة زي. لو لو المؤامرة الكبرى الواسعة وديل الرابع ومجلس ادبت العالم. يعني 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 اعرف حقيقة زي. يعني معنا شهر. طب ده علاقة مؤامرتنا بالمؤامرة. الله العظيم انت عمالتو تمانية واربعين. تبرصح. انا اللي جاي عايز يديك ميتين الف جنيه. هو برضو عضل معانا في حزب الدستور اللي كان عايز يديك اعراطنا عليك ميتين الف جنه. الف المؤامرة. انا كان امني ركز في المؤامرة يا دكتور. انا هي اريده اريدك ا explicز في المؤامرة ما تنطش من حاجة الحاجة. ما تنطش من حاجة الحاجة. لا يا فندم. لا بتنزلش درجة الدرجة. لا تقفز من موضوع الى اخر. لا تقفز قفز و وانا ايه رسعا انا بني ايه كلام غير مترابط عارف حقيق ما عليش مع كامل الاحترام دكتور برادعي يا اما هو راجل لافع عليها له او انه هو التويتات بتاعته اللي الدرجات دي اثرت على الشباب وانا ما اعتقدش ان المسألة ماشية بالطريقة دي يا استاذ واقل زي ما حقيق شايف والكلام اللي هو من النوع ده قد بتقال لي هو ده جزء من الاجواء العامة لانا كنت مكلم حقيق عليها اللي بتدفع الشباب الى السلبية والشعور انه هو كل ما يجي يتكلمه كل ما يقوله راح ي Peters密 yer Ele Nikki eno اللي خلاص ما ات أنا وانت عندك شباب الشباب اللي مراحش الانتخابات هو ده لو عنده الشباب ده اللي انزلش في كل المراهج الشباب اللي نزل في سورة خمسا hundreds سメen المحترم نزل المحترم نزل هما اللي طلعوا انتخابات الستين في المية السلم المحترم فيهم طبعا كل الشباب المصري الحمد لله الغالبيةORн منهم المحترمين ده كل تأكيد fits الق 401 مع الاستاذ واقل من لجنة الرقابة دولية الراجل اللاجل الانجليزي قاعد لعارف له لا عليه قال لك معظم المشاركين من فوق الستين ومن مش عارف النساء الكبر في السن والكلام ده كل بأكيد الشباب قطع والشباب ده قط محبط من أجواء الحديث المستمر عن المؤامرات لحاجة بتتكلم عليه مؤامرات جاية من برا مؤامرات جاية من برا وأنا شايف أن المؤامرات بتاعتنا ومشاكلنا داخلية في الأساس أنا بقول لحضرتك مرة تانية لما تركز كل القنوات على الهجوم على الأحزاب تركز على الهجوم على الشباب قناة الثور يطلع علينا قانون انتخابي خلينا كمل خلينا كمل يا دكتور لما يطلع علينا قانون انتخابي وأعتقد الأستاذ محمود عطام التفق مع المسألة ده هي يصعب على الأحزاب أو القوائم المعمولة أو اللي هي المقاعد الفردية إن احنا نستطيع إن احنا نتنافس فيها زي ما الشاب ده من بلاد الدكتور قال أنا أصلا من عبدين لما تيجي تنزل في عبدين تلاقي إنه هو يقول لك إيه الحل الأساسي إن انت تروح لعدد من الشخصيات المحلية المؤثرة لو انت بقى بتتكلف على الهجوم تتدفع انت يجيب لك خمسمائة صوت وده يجيب لك ألف صوت ودفع في الصوت خمسين جنيه وده يجيب مئة جنيه ده ملوش علاقة بمؤامرات خارجية لو علاقة بنظام انتخابي احنا ممكن نغيره لما حضرتك تسجن الشباب بتوعنا الشباب صغير السن وترفض الإفراج عنهم لما يقترب من عمين ده بيؤدي إلى وجود حالة من الأحباط عن الناس مشاكلك الداخلية يعني ماشي فيه مؤامرات ماشي حنقول معاك فيه مؤامرات مشاكلنا الداخلية ايه مشاكلنا الداخلية احنا اخطأنا احنا داخلية ايه دي الأسباب الاجتماعية ومالكصادية دي الأسباب متعلقة بالقانون أسباب متعلقة بدع في الثقافة الحزبية من الأساس حضرتك أنا وانت وانا بكررلك مرة تانية احنا التلاتة لم نشارك في مادة تلاتين سنة من حكم مبارك في انتخابات واحدة نظيف لم يكن لدينا تعددين حزبها حقيقية لا 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 زي كان فيه زي انتخابات الرئاسة فيه اي استفتاءات الرئاسة استفتاءات الرئاسة كانت مبارك لا بقول انتخابات انا بقول لحضرتك احنا عندنا ما هو دي كانت تجربة استمرت ما لا يزيد عن عام ونصف عامين احبطها الاخوان وافسدها الاخوان وافسده ثورة 25 ينام فاحنا دلوقتي بعد 36 بعد 37 كان عندنا عمل ان نسيات الرئيس من اي وقت عدلي منصور يا دكتور والاستاذ محمود عارف ده واحنا كنا بروح للرئيس عدلي منصور كنا بروح لما بطلبنا الرئيس السيسي اللي لقاء في المرتين نروح يقولينا طلباتكو ايه والله يا سات الرئيس احنا عايزين لغير قانون الانتخاب عايزين للاربع قوايا باللي بتكلم عليهم بالاستاذ محمود يبقوا تمن قوايا خليهم قوايا من نسبية شجعنا انا مش بقول حقيق ما فيش حزب يا دكتور زي ما حقيق عارف من الناحية العلمية بيغلد عملاقا يعني الاحزاب لازم تشتغل خاصة في بيع معانا لازمها تمويل احنا عقول ما ابتدنا في حزب الدستور كان عندنا تلاتين الف شاب حزب المصر الديمقراطي الاجتماعي ربما يكون رقب مشابه نفس الشيء بالنسبة الحزب مصرين لا ما نقول لحضرتك دلوقتي نزلوا كلهم ايه المبرل للإحباط من الشعور بان صوت المواطن المصري بيعمل فرق الله مش هما في جيانا هيغير ايه صوت الشاب المصري ايه الفرق بين جماعة الضغط والناس اللي يشارع الفرق بين جماعة الضغط والإرهابيين حملات بالتخوين حضرتك تطلع تقول لي بعمرة وانت متآمر وانتو في حزب الدستور انتو ادعيتوا على بعض التخوين انتو نفسكو جوه الحزب طب انتو هتشجع الشباب بتاعي ازاي رد على السعيدي انتو جوه الحزب نفسه ادعيتوا ان في تخوين هو عايز يقول انه حزب الدستور ينفجر من الداخل وفريز وخون فريقا حزب الوفد فيه مشاكل الحزب بتاع الجابها الوطنية مش استقال رئيس حزب الجابها الوطنية واستقال النائب بتاع الحركة الوطنية حزب الحركة الوطنية حزب الحركة الوطنية مش استقال كل الاحزاب فيها مشاكل لنتيجة لان احنا تجربتنا جديدة يا دكتور وانا اللي كنت بتتمنى عمر التجربة الجديدة وكنت تتمنى من الحكومة زي ما الرئيس بيطلع كده طول الوقت يقول لنا ما حدش كلمني عن الديمقراطية او يقول ان الدستور طلع من الواقع. يا كلمة دي معناها ايه بس? وبعد كده طلع ايه. بس انت بنت ما اتقلتهم. ايه الكلمة دي اللي اه الرايس معناها ايه? ايه. وقلب الواقع سيئة. ايه استقرار مصر. تلع بيقولك شعار وايه حنغير الدستور. ومريع ده احنا لسه عاملينه الدستور. انت حضوريك اول واحد انت رفض كتير في. انت شخصيا. انا شخصيا موافع على الدستور. ومش عايز. انت حضور عرفها عمليا. لازم لقوانينه. لازم نجربه. لازم نشوفه. ولكن اول ما نبتدي. والرئيس يقول نايا حسن هطلع بعد كده تاني على طول خامل. طيب. يعني انت شايف دكتور شو هسأل لسه محمد انه اه يعني صناعة الاحباط تمت تدريجيا من خلال المؤامرة اللي بتتحدث عنها. المؤامرة ودخلية وخارجة. قبولي اخفي اخفي ان في اه. اهم انا اقولها يا يا فرصة بقى اقولها. انا انا سريع جدا. انا ما طولش. يعني هنا اصله. في اسباب اقتصادية وفي اسباب اقتماعية. ما يحتاجش المؤامرة انا. ازاي بس يا فرصة. ازاي. اما انا بش عارف في الحزب الوطني. من اللي جاي المستقل قد يكون اخوان. من واحد ما عندوش برنامج. طب يبقى ده مشكلة صياغة حياة سياسية جديدة فشلنا فيها يعني. هو الحزب. لقى اعلق فشلي على شماعات المؤامرة. يا فرصة بش انا مواطن. وفي احزاب سياسية نزلة في الساحة. وفي مستقلين. وفي طيار اخواني. مستطر. وفي حزب النور نزل تاني. اختار مين في دول. ما حدش. ما حزب النور لحقت بي هزيم. خلاص. هو هو. خلاص. المواطن واعي هو زال. ما لحقت بي هزيمة كبيرة. لا عارف ايه اللي خليت هزيمة. في اسكندرية وفاسة مطروحة وفي البحيرة. عارف ايه اللي خليت هزيمة. يعني اهل دفع. هو اللي خليت نزيم. لا يا فننا. حد منهم. هو لو كان عاملوا موامرة عن نفسهم. هو لو كان عارف يخشر ما كانش بعدها. هم لا هم عاملوا موامرة عن نفسهم. انت عارف كويس جدا. طيب ماشي اوكي. هم عاملوا موامرة عن نفسهم. ايه نظرية الموامرة. يعني عملوه على نفسهم. وكلنا عايشينها من ساعة ثورة خمسة وعشرين لغاية اللحظة دي. وان شاء الله تنتقل. طيب. سيد محمد عطاشنا الجزء اللي هو اللي هو نفس السؤال اللي قلناه كثيرا. يعني لماذا لم يفكر او لماذا لم تفكر الوجوه القديمة اه في ان تعود خطوة الى الخلف. اذا كانت تحب تلاتين ستة وتحب الرئيس السيسي يعني عودوا خطوة الى الخلف يا جماعة حتى يشعر الناس باننا مقبلون على حياة سياسية جديدة. انما الناس لما هتلاقي عدد كبير من الوجوه التي كانت موجودة في الماضي يمكن انها تقول لا شيء اتغير لا شيء اتبدل. زواء الحضورة من مدة كبيرة جدا بتقول العبارة دي. اه. وكنت اتمنى انه بعض الذين لعبوا ادوارا في الماضي يعودوا الى الخلف. الغالبية اللي موجودين دلوقتي يلعبوا ادوار في الماضي. وعملوا فلوسهم من الماضي. من ايام الرئيس مبارا. الغالبية اللي على الساحة اللي نزيد فيها فلوس دول. بس بس. بس احنا يا استاذ واقل للأسف يعني سوري في التعبير. انا مش عايز اقول ان في عندنا كشعب او الغالبية اللي عود فيه الشيزوفرينيا. الناس الزاكرة بتاعتها بتروح. يعني قوموا الدنيا واقعدوها عشان احمد عز. لما الاستاذ فريد الديب في المحكمة قال. قال لا ما تسيبوا انتوا عايزين منه ما تسيبوا ينزل. الدنيا هاجت في القاعة ومش عارف ايه وبتاعه الكلام ده. ايه في ايه? انتوا عايزين انا بسمع طبعا متابع برنامج حضرتك. كل حد يخش عند حضرتك في المداخلات بيشتكي من الحياة الحزبية. او الانتخابات دي. احنا اللي نزلنا واحنا اللي موتنا واحنا اللي نضلنا. يعني كل واحد عايز حاجة. ما حدش بص المصلحة العامة. هم عايزين الملعب فاضي. ناس فريقي ينزل بالملعب فاضي. ما تسيبوا الناس يا استاذ واقل مالهم الكلام. وبعدين انا بكرر بقول. الموضوع ده ملوش دعوة بحب الناس للسيسي. قال. دي سلطة. لا. لا مش حاجات سلطة ولا بس الخارجية اضطرت تصدر بيانا بعد ما لقيت فيه هجمة من الصحافة الغربية بالاضافة الى بعض المسؤولين في الخارج وبعض الاحزاب. قالوا عملوا بيان الخارجية. عايز يأكد انه 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 ثقة الشعب في قائده او في السلطة الحالية لا علاقة لها بالانتخابات يعني. كويس ده متابعة سياسية اه و جيدة جدا الدبلوماسية جيدة جدا. ولكن انا بقول لحضرتك. بس الخصوم لا يتعاملون معها بهذا الشكل. يتعاملون معها. مش همه امرا. مش همه خصوم. لو ايه. يا بوا ده سلطة ده سلطة كان عمل ليه خطاب ولا داع المداخلة. ايه ده شعب ان ايه? يعني يعني لو هو الرئيس مالوش علاقة بالانتخابات التشريعية مطلقة. يا فاندي مش ده رئيس السلطة الدنفيزية ينظم العملية الانتخابية. يقول للنياس ابنه دولتهم. يعني انا بس. ملاش علاقة بالشعبية. من الصبح استفتاء على شعبية الريس هياخد تسعة وتسين في المية. تمام تمام. كان الناس نزلوا في الانتخابات. لا لا لا. هينزلوا ان شاء الله ما رجعك. ان شاء الله. فاستاذ واقل الموضوع كله ان هناك الناس اللي موجودة كلها عايزة تنزل حداشر لاعب اصاد مفيش هوا. لو كاتل مسألة كلها. يعني اقول لحلالك حاجة. والدستور اللي ما كتبوا الدستور. احنا انا من ضمن الناس وعملت مؤتمر كبير جدا في السينما في وسط البلد عشان دعم للدستور. واخصم بالله العظيم ما كنت مقتنع بهذا الدستور. من الاول اللجنة اللي اتعاملت. الغلبية العظمى منها. ما احترام الحركة مش كلهم يعني. واخبال حركة سواء. لما يجي انا. زي علامة المؤهدي صورة خمسة عشان انار اللي كانوا في لجنة الخمسين. خالب. مش كده. يعني. لأ انا بس على حضرتك يعني هو ده اللي اتا مش نودي عليهم. لا لا لا. يعني احسن في كلام كتير من ده اللي تاني. انا بس بس اوضع. لما تيجي لما تيجي ناس بتعمل قانون مش عارفة تفرق. وتعمل حسم ما بين صفة الفلاح والعامل. طب ده كلام. ده فين ده? مش مش هما لما لما عملوا الشار لاغوا الكلام ده وعملوا نسبة عشان قالوا. يعني اذا هما مش عارفين يحطوا حاجة يحددوا بيها مين الفلاح ومين لا. بقى مصر. ده مين ده? ده مين ده? لجنة? لجنة الخمسين بتكلم على لجنة اتكمش معكم عشر قضاء بيراجعوا كل حاجة بتعملوها. عشان هما لاغوا الموضوع كله. لجينا الخمسين في المين. لما يجي يقول لك. طب انا مش مش عايزة الشعب بس واطلع عن الموضوع. لما انا بقول لك هوقمة وما سبب اللجنة. قضوا للخلف مرجعتوش للخلف لي خطوات يا. مش نرجع نرجع. انت ليه عايز تستسلي بالناس. خطوة. علشان الحزب يوطن يزور الانتخابات يا. تسلي بالناس. ليه الوطنية بتاعته. بدل واحد. مفيش وطنية فيه نحن زوروا انتخابات. اي حاجة. الفين وعصر كتو زورة. وعمد عايز زورة. مش عشان مش بتظنوا سواء. مش بتظنوا. انا قلت لك هنطلق عليكم الرصاص. ولا قلت لك. وليه يا اوضو? ولا قلت لك مأسيب مهامك وشغلك. لا. انا بقولك في الحياة السياسية عودوا الى الخلف. ليه? ليه يا مستوى زواء. يعني مش مام. علشان. علشان زوروا الانتخابات في الفين وعشرة. انا انا مليش دعوة. انا مليش دعوة. لكن احنا بنتكلم على الواقع عشان ما نحطش رصنا زي الفرام زي المهام. عشان زوروا انتخابات الفين وعشرة. عبدالحسان احمد عز زور انتخابات الفين وعشرة دلوقتي مفيش تزوير هنيرفع راسه وانزل الانتخابات مرة تانية. يا استاذ واقصة. احنا شعب بثورنا ضد احمد عز. يعني انا ما ادبش اتكلم زيك اه افستاذ اسمع انا متعلم. انا امس معنا. وضد التوريخ وضد جمال مبارك. انا. وكفاية ان هما برسك. اسمع. كفاية ان هما برسك. اسمع. فضل. الناس بتوع الحزب الوطني في حاجة اسمها تمام? لما تيجي انت احداث خمسة وعشرين اناي. ودي شهادة للتاريخ والناس كلها اللي بتعرف سياسة عارفك كلامنا. يعني ايه امتناه? امتناه? ما نزلوه. ما احنا كنا ضدوهم ايه اعينزلوا. لو نزلوا كانوا شلوك. لو نزلوا كانوا. اه لو نزل الحزب الوطني. كان شلقوا. في الحزب الوطني. ما كانش حاجة اسمها حزب الوطني. اسمع بس. الحزب الوطني كان فقاعة. يا اخ اسمع وقاعة حرق ثلاث دقايق. لو كانوا نزلوا. تمام? مفيش حاجة اسمع حزب الوطني. كان في المدان. في فسد الحزب الوطني. تفاهم? ولا يقدروا. فين فين? جنف وموقعة الجامعة. في الفسد ده? في الفسد انتخابات الفين وعشر ما تزوريته. في الفسد? مش خلاص. باقرار الرئيس نفسه. ما هم بقاله بقاله باربا سنين. بيزور الانتخابات وهو السبب في خراب البلد. مين ده? فهو الرئيس السيسي نفسه قال كده. المبارك اللازم يمسل من خمستاشر سانة. انت اتأوله كلام ما هم. يا يا فاسم قال كده اعمل جوجل يا استاذ واقل. خلي فريق العداد دي اعمل جوجل. يطلع الرئيس السيسي والكلام ده على هاو. ما يقولوش في الغرف المغلاصة. قاله يا فاندو. قاله واثناشر في كل السوق. انا اجيب على حضراتك على جوجل. يا استاذ واقل. الناس دي بقول لحضرات كده. صراحة يعني. انا كمواطن مصري. تمام? ان انا اي حد يرجع معالوش حاجة لا ما يرجعش. واللي يقدر ينزل الانتخابات. طب هل هل ده مش من اسباب الاحباط ولا بتعتبر انه مش من اسباب الاحباط. لا لا باقي ليه الاحباط لا ليه لا. ماهو نجحهم. مش نجحوا. نجحوا. لما لما اكبر حزب. اكبر حزب موظف نجح له ناس يا وسواء. شوف حضرتك كام واحد نجح من الحزب الوطني ديمقراطي. في وسط البلد. في وسط البلد عندنا في وسط البلد. شوف كام واحد نزل واخدين كام واحد. كام واحد. بالرشاو الانتخابية. برشاو الانتخابية الساس محمود. اللي هو نزل في مليا ده هو ده هو دي الطريقة اللي هو ما كاسبوا بيها الانتخابات. لان هو ده اللي انتوا كنتو بتعملوه على مدى التلاتين سنة. بتوع المبارك الحزب الوطني ما كانوش بيكسبوه غدا عن ضرير رشا وعن طريق التزوير. يا رحمل ليس سير على حاجة. انا محبش ازور التاريخ. عشان رجلت الحزب الوضاني. عشان رجلت الحزب الوضاني. حزب. معمرة. في المرشحين كواسين. ان هو الفوق والاساسين. عمل المادية اللي اتسمح لانيا انا بنا نتكلم يا جماعة كلما بنا نتكلم كل احزابي انا حانياخد توجيهاتنا من استاذ جاثر من الاردن دا مين دا دا في المراقبة يا سلام كنت عايزين ناس رائب قلق عايزين كنت عبادتها موافقة كل حزب في اونسين نفر تلتين نفر دفعوا فروس للناس عشان اللي جاملهم. طيب. خالد هنا هتواجه بانه ازه هنقعد نعلق على شماعات الحزب الوطني زي زي ما بسأله السؤال المضاد اللي حسأله لك طيب اين انتم لماذا انا بتكلم نوعي دافع عن عودة احمد احمد الساعة السياسية. اهو تفضلك مهلو احمد احمد. ما مالحاية قال. امسك موامرة. تلاتة يتكلموا مش هينفع. موامرة من الخزب الوطن. طب ما في ناس عام لفروس في دي. ايه موامرة. واخد اراضي. وناس لاحزان. احمد ازي خد حاجة. شكرا بالزبط. احمد ازي خد حاجة. حضرتك مزورش انتخبات سالفين وعشرة. مش العالم كله وقاله ان هو انتخبات سالفين وعشرة مزورة. انت بتدفع عن ايه? بتدفع عن ايه? انت بتقول. مش عايزين بس الفاصل احمد ازي هو فاسد من الفاسد اللي كانوا في البلد. طيب شكرا. خلينا. تعالي بقى بتكلم انتو فين? انتو فين? انتو فين من الشارع? اللي كان بعد تلاتة. حاجات اللي بقت احضر والتخليف. حاجات اللي بقت ببضع ملايين. وبتجيب ايه? بتجيب ايه? بتجيب فلوس دهب. ايه ده يا فاند? ده ده ما كانش امر رئيس مبارك. الحاجات اللي بقت. والناس نقدت لانتخبات. تتكلم عن عنصار رؤساء احزائي او اصحاب. اه الكلام احنا احنا مغني بقى. فلا كله ركب على احداث خمسة وعشرين يناير. وعمل لك فيها بطل. لكن لو الشعب بيات. هو يخشوا عليه وتيوب. ويجيبوا الناس دي كان بتقول ايه يا مبارك. ودلوقتي زي. الملايين اللي كانت وعفوا في الدنيا التحرير كل رأي لنا. اه. احتضلوهم. عشان ما ما هيصوش عليهم. اه. وانا كنت باجه هنا المدينة. يدخلوا وخرجوا الشباب من هنا يدخلوا الاستوديو ده. وايه وانبصة في قدرت. مش هاهيم. ميه اللي مش هاهيمة. حايج بتقول ايه بالزبط. يعني ايه يعني يعني حايج بتقول ايه عايز تقول ايه. انا بقول ايه انت مش فاهم ولا تتأكم على القلامة? يا اخضرتك لا والله انا بسألك بجد انت عايز تقول ايه بالزبط هوه انت انية عايز ايه بالزبط يا ايه. يعني لو احنا بنبص للحقائق يا ا determinant فضى اللي في الخلاصة انتم في الاربع سنين اللي بتقول عملك؟ خمسة. عملته ايه? اين اللي حصل? جبتونا وارا. احنا كلنا كوائيسين. ومين اللي وجه الاخوان على مدى عام كامل. ما كانتش نفس الأحزاب المدليلي الجديدة? انتوا. انتو. де الشاب المصل. يا سلام؟ جاب المصل كله edition. لا باشا. يا باشا. اوريه povo. انت رجعتونا الوراء علي ذهو بس التاريخ. لو ما كانت تخدي expose حلو مكانتش اي LegalN Just ديraid fi Unpack المدليلي يا حزاب المدليلي. انت وانتو بايد دستور كمين المناسخ للعب بتاعجابة الايخوان على مدى عام. اللي هيد بيقول ان كلنا عضاف اجابة الانقاذ ما تقوليش اللي هيد عملتش حاجة. اللي نزلة واجهة دستور الاخوان في ديسمبر وتلاتة اص Этот. احلى لنزيل ايها دستور الاخوان. والحسين ابو ذيف د وقت لما كان واقفه استوشد قدام اصر الاتحادية يا عمد ازميلي صحفي يعنيه ملكش دعوة ايه ما ازميلك صحفي معاك في الدستور ايوة كان معاينة في الطائر الديمقراطي. طيار مش نحزب الدستور. طيار مش حزب الدستور. طيار مش حزب الدستور. ماشي. يا استيقز انت لما تمسكش حاجات صغيرة. ما تقوليش. حاجات صغير. انتو عملت وايض خمس سنين. بقول له حضرتك. جبتوا البلد وراء. والله ما جابت بلد. والله ما جابت انتو اللي اتنين اللي غرقتوا البلد. والحزب الوطني. والاجندة الدولية. بالزبط. ارجعوا بقى ابن البلد كيف هي? عارف احنا اعرف ما حدش عارف ابن البلد. هلا الناس الاديم. اهلا الناس الاديم. الناس الاديم. الشعب المصري. الحلو. اللي كويس اللي معلوهش عضايا. مش الرئيس السيسي بيقوله الفساد. والله العصيم ما هيعمل الفساد الا الرجال المبارك. لانه وقبل عارفين الفساد. هاتوا واحد عندك حرامي كده اشغاله وامسكه لو هو حرامي. وشغاله عندك تاني. عارف ان عينك عليه. هو يقولك فين السرق. سيبني بقى اقول ليه. كل حاجة ايه? مش يخوش. اقول ليه حدراتي. خليوا يخوفوك هساد رايز. يعني ايه شغل حرامي. عاجل. عايز اقول لي حدراتي نسي بس هده موجودة في دينة العبور. انا الحقيقة يعني يعني ببحث اسباب الاحباط الناس ممكن يقولوا انتو قبتولنا احباط اكبر. خلينا. ايه ايه. استاذ محمود من برش عيد اه ويه اه اه بعديل استاذ اه سعد مسعد من البحيرة. وآه طيب استاذ محمود اتفضل. مساء الخير استاذ. مساء الخير اتفضل. حضرتك برنامج البرنامج بتاع حضرتك بيلاقي اعلى نسبة مشاهدة. تفضل الله يخبر. انا كمواقن عادي. لما شوف السادة المحترمين اللي عاديين قدام حضرتك بيتبدلوا الابتهمات. اه. زي انا هنزل على اي اساس. ما احترام الكامل ليهم يعني. هتصاب الاحباط اكبر. لكن خلي بالك يعني انا 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 بعكس وضع الحياة السياسية من خلال هذه المناقشة يعني. اهم ده سبقه اللي احنا بنشوفه ده هو سبب الاحباط في الشارع. يا ستزواء اللي احنا بنشوفه منهم ده. هو سبب الاحباط الموجود في الشارع. انت قادلت بقى برسعيد اه انت قادلت بصوتك. لأ لسه احنا برسعيد. انتو مرحلة تانية. وهنمزل الانتقابات. طيب يعني يعني المرحلة التانية ان شاء الله هتستفيد مما حدث وهتتحمس. هتتحمس طبعا. والناس هتنزق. مش هتقاطع. بس بس المفروض. ده اللي احنا عايزين. يبقى فيه اسلوب محترم في الحوار. ما يبقاش بالطريقة دي. دي ناس محترمة قاعدة قدام حدرقة. طيب هو تبادل الاتهمات لانه اه من السبب في الاحباط? انا كمواطن عادي لما شوف السادة الدكاترة. لما شوف السادة الدكاترة بيتكلمه الطريقة دي. انا لازم يجي لاحباط. هيزداد احباطك. طبعا. المفروض بسيء اسلوب في الحوار. وفيه احترام للرأي الاخر. ما نرميشي الشماعة على مبارك. ما نرميشي الشماعة على اي حد تاني. لازم ننسى الماضي ده كله ونبتدي صفحة جديدة عشان البلد تقوم. بحضرتك بحضرتك. لكن بالطريقة دي مش هتنفع تقوم البلد. من فضلك بس لو تسمعني ديديها واحدة. فضل يا بي. اه 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 كلام حضرت كويس جدا. بس انا 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 شخصيا بقول ان الساحة تشيلنا كلنا. ده ما فيوش غلط. لكن فيه احد الزملاء بيقول فلان وفلان وفلان ما ينزلوش. اه اه. لا ينفع الكلام ده. يا بي. اه. هو جاي بتاع اه كلام من الرئيس السيسي انه يعني مبارك خرب البلد يعني هو التعبير اللي. يا بي انا عايز اقول اه. طيب اتفضل. اتناشر الفين وارمتاشر السيسي المثقفين مبارك خرب البلد. هو ده. اتفضل. اتفضل ان سامعك. بقول لحضرتك جميع البرامج الحوارية اللي بتتم على على جميع القناوات بتوبها بالطريقة دي. المفروض ان الناس دي موجودة عشان احنا نتعلم منهم. ايوة ما احنا عايزين ما احنا بنقول ملاحظات مؤمة في الناس قالت اه اه تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة لما بتكلموا عن اه فاتورة الكهرباء والدولار وعدم تشغيل اه 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 عدم عدم تعيين الناس وبالاضافة القانون الخدمة يعني كل ده اسباب. وغلاء بالاضافة الى الاحزاب والقوى السياسية بالاضافة الى شعور الناس بانه اه يعني لا شيء اتغير وانه كمان اه اه الناس مش عارفة لمن وكيف تدلي باصواتها. اتفضل. احنا 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 هنا عند. يا قتزواء. انت محدد. وكل واحد محدد عندكو يعني في بورسعيد. بورسعيد كل واحد نازل عارف هو هيدي الميل. اه. طب وفي القوام يا فندم ما انتو معندكوش القايمة واحدة في حب مصر. لا ما نعرفش حدا عن القايمة. ما هي قايمة واحدة ما عندكوش هي كسبانة كسبانة اقول لحبوبك ان احنا كل وقت كل مواطن كل مواطن في بورسعيد. هينزل هو عارف هيدي الميل. طيب بتوجه لك بالشكر استاذ مسعد من البحيرة. استاذ مسعد اتفضل. اقول لك. استاذ مسعد وقت تليفزيون. اسلام عليكم. عليكم السلامة الله وبركاته. اشتغل. اهلان بي. اه بشكرك على المنبرك الاعلامي الراقي. اه دايما بتشلي مشاكل مصر. اه. كلنا امل فيك. كلنا بنقعد نستنى بالنمجة من اول ما يبدأ لغاية ما ينتهي. الله يخبر. شبه مربوطين على الكراسي نسمع حضرتك نستفاد منك ومنستفاد من ضيوفك. ولكن انا بس برجون تسمعني لحظة. صبه. احنا اختلف اه اه اتفق مع الاخوة الموجودين في اشياء واختلف معهم في الاشياء الاخرى. اولا احنا احنا شباب مصر. اصبح النهاردة لقينا النهاردة اللي الاب اللي هو بيدور علينا وبيعمل مصلحاتنا النهاردة الممثل في رئيس السيسي. احنا كنا 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 ضايعين. نزلنا 25 يناير. لعيش حرية عدال الاجتماعي. اه الدولة نهاردة ماشية في النظام سابت. ماشية في اه في المشاريع اللي واقع بقوة بسوعة الساروخ. اصبحنا النهاردة لنا صوت في العالم. اصبحنا النهاردة في مجلس الامن. اصبح لنا صوت. اه بنشكر القيادة السياسية على هذا. ولكن انا بقول للشباب مصر اللي اللي بقول لك الخدمة المدنية الراجل اللي هو بتكلم اللي تكلم عن الخدمة المدنية ولك في الشرقية مش عارفة اشياء اصباح اصره. كل ده الراجل اللي احترم له رأيه. ولكن كل واحد بتكلمه يمكن تنظروا خاصة او هيستفدتهم البلد دي او عاوز يغضون البلد دي. اولا. اه الشباب ينزل. والشباب خلي بقى كسوال. اه 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 في حاجة كمانا. الشباب نازل الانتخابات اللي جاي. انا انا من البحيرة. من محمودية. من محمودية. واه. و ممكن ارتقي مع قيوم الانتخابات. واقول لك النسبة كام. كل ما هو موجود في مقايد في جدوى الانتخابات نازل الانتخابات resolved. الناس كلها نازلة. الشعب المصري مروش بصلة. الشعب مصري في القايمة انتخب حب مصر. عشان خاطر السلافيين ما يتعажوش. الشعب المصري النهارد عارف. اللي وراء لما حصل الخطور ما نزل في اليوم التاني. اللي اولان لمكنفيد يحضر. حصل الخطور نزل في اليوم التاني. لما دخلت اعادة الحزب الوطني كل الشعب المصر نادل وكل الشعب المصر يعرف مصلحته وكل الشعب المصر النهاردة وبتكلم مع خاصة للصورات المكاتب وليس الشوارع كل الأحزاب ديو بتكلموا في المكاتب بتكلموا في الإعلام بتصوير الإعلام ما فيش حد يمزل الشارع ما فيش حد على أرض الواقع احنا نزلنا واخترنا قيمة حب مصر لأشخاص فيها وليس كانوا ايه او هايبوا ايه ولكن على أمل ان احنا في مستقبل البلدية على أمل ان احنا نعدي المرحلة الموجودة ان شاء الله على أمل انحنا نساعد القاعدة السياسية على احنا النهاردة في سوائل حرب حقية ضد الإرهاب مصر بتحارب حرب حقية مش كلها ولا احنا بنقول الكلام موجود انت بتحارب سوائل الإرهاب داخلي بعد عليك ما انتش حارف من اللي بعد عليك ممكن تلاحظة انفاجأ فيك لغم المواطن النهاردة بعد عليك اللي هو الإرهابي يعتبر لغم موجود في جنبك قاعد معك ماشي معك ركب معك عربية كمعك تبغيس ماشي في كل مكان. فانا بقول لشعب مصر احنا ان شاء الله مصر بخير. ومصر ان شاء الله هتفضل بخير. ان شاء الله بتوجه لك بالشكر معانا. استاذ عشور من اسوان. استاذ عشور اتفضل. اهلا بيك اتفضل. معاك عشور الكجولي محافظة قانوني من محافظة اسوان. اهلا بيك. احد المتقدمين بدراسة مشروع قانون لتقسيم الدوائر للجنة التشريعية اللي كانت قائمة على مشروع قانون اعداد القوانين. اي. انا بالنسبة للحوار الحالي مع ضيوفك الكرام. فضل. انت بتطالب اعضاء الحزب الوطني بالعودة خطوة للرجوع. خطوة الحالية. اه. هذا الكلام مخالف للدستور وما مخالف للشرع. ما انا ما قلتش انه 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 بموجب القانون. انا بقول انه يعني القانون مش هيمنع. كان احيا وطنيا شدك. يعني هنا حتى يشعر الناس ان انا مقبلونا. يعني انا حتى استمعت لبعض. اه. يعني يعني استمعت لبعض المحسوبين بقوة على الحزب الوطني. قالوا احنا يعني من الافضل ان احنا نرجع للخلف فعلا. ونشعر الناس ان في حياة سياسية جديدة. في ناس في الحزب الوطني بيقولوا كده وعملوا كده. انا لا 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 نطالب باطلاق ورصاص عليهم ولا بآآ فصلهم ولا انما انت بالطالب عودوا خطوة الى الخلف. انت موقع. ماشي. انا مع حضرتك يا استاذ واهل. ولكن. ولكن اذا عادوا خلفة للخطوة ساتك يا استاذ واهل. اولا المادة سبعة وتمانين في الدستور. المشاركة في الانتخابات حق وطني لكل موابط. المادة تنين وتسعين في الدستور. الحريات والواجبات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا ان ينظم المشرع قانون يمسها في الاصل او الجوهر. وحق الانتخاب والترشح بحق وواجب. ولكن في حتة سزوائل برضو. قانون مباشرة الحقوق السياسية. المادة كنين من القانون حق الدوابط. والدليل على ذلك المادة كنين بتنص على انه كل من ارتكب في افساد الحياة السياسية. نبقى للمرسوم بقانون تلتمية اربعة واربعين لسنة الف تسعمية اتنين وخمسين. يؤهرم من مباشرة حقوق السياسية. الاخوة الموجودين ان كان هناك احدا منهم يمتلك الدليل ويمتلك المستندات على ان يتقدموا بها الى المحكمة ان حقيها ان يعزل من مواطن. سواء من الترشح او من الانتخاب. والدليل على ذلك. احد اصباب قيام ثورة تلاتين ستة. المادة ميتين سنين وتلاتين في الدستور. اللي هي مادة العزل. ولا تزر وازلة الوزراء اخرى. احنا لاح بعض اللي بتمر بها. المادة لسه مابودة يا استاذ. سواء الله الاحجاب الحالية. المادة لسه مابودة ماتلغاتش. مفيش لليه تلاتين ستة تاني. المادة لسه مابودة يا رئيس سيسي ملغهاش. ماتلغاتش. بكلمك على دستور. القانون اليه له يقول اه هو قانون اللي مرر على المرش. لا لا قانون الا العزل سياسي اللي كانت في الدستور بتاع الكوان. وفيه قانون العزل سياسي اللي هو مرره مرش. ماتلغيتش يجب ان يتلاغت. يعني. يا فنم القانون ده موجود مساعد حاجة وخمسين زي ما الراجل بقول والمادة رسه موجود. المادة رسه موجودة في القانون ده محامي وهو عارف كويس ده كويس. ما هو الراجل عشان كلامه مزيكة. طيب انا عموما اتفضل بس انا حياة ما تحدثش قانونيا وبسوك تحدثت باسم الحس الوطني. الحس الوطني. يا استاذ واحد انا بك بوجه كلام للأستاذ ضيوف الحاضرين الموجودين. والدليل على ذلك يا استاذ واحد. انه هم فعلا الكلام اللي هم بيقولو ده. السبب فيه القوة السياسية الموجودة. عدم وجود احزاب لها رؤينا في الشارع. وبرنامج واضح. وقاعدة ادى لظهور المال السياسية. يا عزابي تطلع ازاي حضرتك? يا عزاب تطلع ازاي? ما تقوليش وانا بنزلوا الشارع واركبوا ميكروباس. يعني هنطلع ازاي يعني مش فيه اجواع عامة يعني مش فيه قوانين تساعدنا ان افنا نشتغل ولا هنطلع شطاني كده. يعني يعني هنطلع ازاي? انا بس عايز اسمع تصور حضرتك. اعتمدت على مرشحين انظمة سابقة ليست لهم هوية. الشباب اصبح عازفا طبقا للحالة الاقتصادية اللي بتمر بيها البلاد. وبعدين ساتك هم من دوقتي بتكلفوا على نظام القوائم. انا اتحدى لحاضرين امامك ان يشرح لجمهور جمهورية مصر العربية. ايه لعزاب المشاركة. يعني انا عندي قطاع السايد في اربع قائم. في حب مصر. في قائمة مصر تعالف جابت التيار الاستغلال والجاملة روطنية. في عندي تيارة الصحوة الروطنية المستقلة. اتعدى الموجودين لو ذكر الاعزاب والعركات الموجودة السياسية في قائمة تيار الاستغلال. ما حدش عارف. لا لا عارفين. عارفين يا حاج. انا محراف. يا انا عارف كويس او الوطن. يعني الوطن الوطن العادي مش هيعرف. لا ما تقناش عارفين كويس او. في حدة تالي. في حدة تالي. نظام القائمة الموجود. ان عارف انا لما بروح انتخذ القائمة. بما انتخذش القائمة على اساس افراد. مش القائمة تحق مشاهدة تصدر عن مساهير من الجيزة اللي بأسوال. على ما انتخذ القائمة على برنامج هزري. عشان اقتلع دي. قائمة زي السعيد. فيها احداش المعارضة. فيها اثنين وثلاثون. انا لازا اكتقدها شوية عشان ما. في عراقبة ستة مليون ناسا. على واحد وعشرين مليون ناخد. تمتد من محمدينة امو سنبل بمحافظة اصال حتى احايل وراق في شمال الجيزة عايزة كيلو. طب احنا اللي عملنا القانون ده على حاجة. احنا اللي عملنا القائمة. احنا اللي عملنا القائمة دي. اساس خاني ده يبقى. خلينا عشان نسمعه نسمعه يا جماعة. انا بعترف بدأ. فضل. لو سمحت اصمعني يا ساد واحد. حزب واحد. احنا لما نبص يا ساد واحد. يا جماعة خلينا نسمع الراجل لغاية الصوت والله. لو سمحت اصمعوني. فضل. فضل. النهاردة اني عنده محافظة اصولي على سبيل المسال. اجمالي عدد الناخبين المقيدين بها في الجداول تسعمية اتنين وتلاتين الف ناخد. نسبة التصويت اللي هو في المرحلة الاولى بالامس كان ميتين خمسة وخمسين الف. يعني نسبة المشاركة سبعة وعشرين في المية. اذا رجعنا للمرحلة بتاعت عالفين واثناشر كان عدد الناخبين تمنمية اتنين وخمسين الف ناخد. كان اجمالي اللي زين قبلوا بتصويت بالحضور في محافظة اصوان ربعو مية وخمسين الف. بنسبة اربعة وخمسين في المية. انت عندك سبعة وعشرين في المية في اصوان يزبط مشاركة. الدائرة الاولى اللي هي ضندر اصوان مصوت اتنين ستين الف. بنسبة سبعة وعشرين بالنسبة تلاتة وعشرين في المية. الدائرة الثانية اللي هي ضرعوا. في اه تمانين الف ناخد. مصوت تمانية وتلاتين في المية وده يرجع له القدلية. لان فيها اربعة وشميع. اه ابل كده كانت ايه اه 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 ابل كده بتقول اه اه كانت اربعة وخمسين في المية. اربعة وخمسين في المية. عند محافظة اصوان صودت اربعمية وخمسين الف. اصوات صحيحة. ان عارضة صودت اثميتين خمسة وخمسين الف. ده بيرجع ليه لابد ان ندرس هاله ليه راجع للانخفاض والعزوف ده راجع لماذا راجع الى هذا الاضح. اه ما سبعة وعشرين في المية. اه اه سبعة وعشرين في المية نسبة ضعيفة مقرنة بالسابق يعني. عارضة اربعة وخمسين من سبعة وعشرين ستة. عندك في اصوان اه ايه ده بس عشان نقدر. في اصوان عندك. ايه 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 السبب الاسباب الاساسية? انت عددت اسباب كتيرة بس والهالي والهالي بايجاز بس. في ايجازتك اول حاجة عدم موجود قوة سياسية على ارض الواقع. اللي هي هو تمثل في الاحزاب. عدم موجود القوة السياسية. ادى لظهور المال السياسي. وادى لظهور مرشحين ليست لهم هوية. بواحد. اه. عن المشاركة. عدم نعرفت الناخب بالعظمة الجديدة. سواء نظام القوائم او النظام الفردي. لانه قانون تقسيم الدوار الهاردة اوجد حالة من الدوار الفردية. الدوارة الصناعية. الدوارة السلاسية. الدوارة الرباعية. للأسف الشديد. نسبة الامية السياسية موجودة في فصائد مصر. تتعدى التماليون في المية. نبالك الامية ايضا الامية التعليمية بقى خمسين في مية. فالناخب بيدخل الدائرة جاعة المقعد الواحد لا يبرك. بيروح يد كنين. زي العمال والفلاحين بتوع الحزب الوطن بتوع زمان. يدور على الهلال والجمل. فما فيش ثقافة. في القائمة نفس القصة. لدرج ان واحد الناس المثقفين موجود في القائمة. وليس لديه ذكر ان القائمة هتعيد. بفتكر القائمة زي القائمة النصفية كده هتنجح من اول مرة. انت انت الحقيقة يعني الناس تستفيدة جماعة من هذا الكلام. وده كلام في غاية الاهمية. بتوجه لك بالشوك. استاذة ميرفت وبعدها هطلع اه احنا عندنا لسه فاصل استاذ اشرف. استاذة ميرفت. طيب استاذة ميرفت تفضلي وهاخد تعليقات اخيرة من ضيوف. تفضلي فاني. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير تفضل. مساء الخير على ضيوفك الكرام. مساء الخير فاني. اه استاذ خالد داود على الفترة هتبقى لنا في التحرير. شرف ليه ان انا قابلت حضرتك في التحرير. اه الله يخليك ساعد اه قبل تبرد. اه وكنت وكنت زعيدة جدا. اني قابلتك. اه بس الحقيقة انا زعلت جدا. لما لقيتك بتتفيزع كده وبتتدايق ما حد يجيب سبت البرد عيد. بالرغم من ان هو سبنا واحنا في احلق حالاتنا. ومصر كانت محتجاله جدا. سبنا. دي حاجة. حاجة تاني ما كان رافض فضي ربع. ليه? كان مع الاخوان ولا ايه? انا مش فهمة. كان عايزة نتقتل مش فهمة. اه هو عايش برا على كل حالة ومش حسس بينا. احنا لنحس بنفسينا. فانا مستغربة جدا ان حضرتك مننا وفوستينا. وموافق على ده وزعلان جدا على البرد. ايوة التويتة بتاعته قصرت في الشباب. ايوة وقصرت في ابني. ايوة وقصرت بس انا نزلت. انا نزلت ونزلت معايا ناس. وكلمت سواء التاكسي النهاردة علشان المرحلة التانية. وعشان الاعادة. وكلمت الدنيا كلها. ولو البرلمان فيه اتنين تلاتة بيمثلونا. حيبقى برلمان مصر. ولو من غير برلمان. وحنخلي الرئيس هو اللي شرع. واحنا حنبقى نوابعا انفسنا. ما ينفعش حيك الكلام ده. احنا بلد مؤسسات يا مادام. واحنا عايزين نبني بلد مؤسسات. والرئيس نفسه عايز يبني بلد مؤسسات. ده هيساعده مش هيوقف ضده. يعني لما ينفرد واحد رئيس باتخاذ القرار من غير هيا تشريعية. ومن غير هيا اقلائية ده كلام ده مش لمصرح في البلد. يعني بغض النظر يعني عن وجهة نظر حضرتك في الدكتور برادة اللي انا ممكن اتفهمها. بس انا بقول لحضرتك بلاش الكلام اللي من نوع. لان هو ده اللي بيحبط ابن حضرتك. لما تقولي ان احنا السيسي الواحد ويعمل كل حاجة. ما قالتش كده. ده بيحبط ابن حضرتك. طيب خليها نسمعها يا جماعة. فضال يا فان. اسمعني وبعدين نتكلم. انا هقول لحضرتك على حاجة. احنا ممكن السلطة التشريعية وكل حاجة ما زالت ريس الريدي الرئيس احنا ممكن اصلا نفواضه بدا. مش عايزين برلمان. لو برلمان. لا مش عايزين نفواضه عايزين برلمان يا فاند. عايزين برلمان على شكل برهم. عشان تكلم برهم. الدستور يا نفس ما بيقولش كده يا فاندم. الدستور بيقول فيه سلطات تشريعية عليها. عايزة تقول لك ان المؤامرة مش هتنجح بس. عايزة تخليك الرسالات. انا موامرة داخلية ولا الخارجية. انت تقبلت في الحاجة التحرير يا. اللي باتفع فلوس من تحت الترابيزة. ولا معامرة اتحاد العمال. ولا انا موامرة. حاجة شاء الموامرة اتحاد العمال. تمام. انتم بالجروب تعيدة. استاذة ميرفد بس يعني خلينا بس فكرة ان يجمع الرئيس بين السلطتين. وبعدين حضرتك رد علي. الدستور فيه عوار يا فاندم. وحنا كشعب عايزين نغير مواد في الدستور يا فاندم. ومعتقدش ان لو فيه آآ آآ شوية يعني زي حضرتك معانا في قلب البرلمان. ممكن يقبل ده. بانك من كاريه السيسي. انا متأكدة. آآ الشعب كله عايز السيسي على فكرة. آآ حضرتك من كاريه السيسي حضرتك حر. وبرضو انا مش ضد الحسن الوطن. مفيش حاجة اسمها كاريه السيسي. انا معارض لبعض السياسات وحضرتك. مفيش حاجة باندة في السياسة اسمه كاريه فلان. انا ما قادرش وصنف حقيقة كاريه البرادعي. ولا الاستاذ محمود العطية والآه بالضبط. انا واصح. هندي لك شهادة. هندي لك شهادة مكتوبة. حاضر. انا اتخيل. هندي لك شهادة والله لا. التوزيع التامات الخيانة. توزيع التامات الخيانة هي اللي بتخليل ما تشاركش في الانتخابان. انا ما قادرش اقول عليك ان انت فاسد عشان كنت في الحزب الوطن. لا لا. وانت بقول لحضرتك اهو. انا عارف ده. انا عارف ده ولا اقدر قولي ان استاذ محمود اعطيها طلبه ما عنديش دليل. انا عارف ده. ده دليل على الفساة. ما تقولش ان انت ده خيان وده مش خيان. عيب الكلام ده. الكلام ده غير قانوني. ده سابق وقسف. ده سابق اللي اتا بتقوله يعني. طيب. لو سمعت. لو سمعت. لو سمعت. خيان ده بالقانون. خيان ده بالقانون هو رجل مرحاني قاعد اهو. ما فيش حاجة اسمها سي صمعة. ما فيه حاجة اسمها خيان. مش اتا اللي تقول فيه. انا مواطن وقامة. لا 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 دي تهمة. قول انا مختلف معاه. ماشي. زي ما انت عايزة. لكن كلمة خيانة دي سابق قسف. وانا بقول لحضرتك. لو سمعت من فضلك اسمعني وبعدين نتكلم. فضلك. انا مقولش عبر حضرتك خيان. لا انا بتكلم من الاستاذ هنا دكتور اه. الوقت يا انا ابدا مش ردد مش ردد ان انalen إني ان الحزب الوصني بتاع الزمان. ما احنا كلنا كنا من رجال مبارك. يعني Virginia موط نفسنا عشان احنا كنا من رجال مبارك. والله. طب ايه كبنوا في التحرير ازاي بس? اساسا. وايال كبنوا هيобще بنتي الستاذ محمود مسلا. جندان التحرير. ما это لو ك cow algun شايفان اعنا نضرب كل الارجال المبارك. بقى انت لكن يا كدب ابنتي الستاذ محمود ما قابلتينيش. لو سمحت. لو سمحت. لازم يكون فيه ناس مرحنكة في المطبخ السياسي على شان تعلم الشباب اللي احنا بنقول عايزين هم يخشوا في الحياة السياسية. اجيبهم من اين? اجيبهم من اين حضرتك قولي. بالزبط. اجيبهم من اين? لا والله البلد مليانة والله يا فن. البلد فيها شباب زي الفن. فيها شباب متعلمين واخدين دكتورهات ومجستراهات وبيتعلمين كويس او عندهم خطط انهم ابنوا بلد دي عشرين سنة للدام. اديهم فرصة. اديهم فرصة. لا 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 دول بتتقدم بالطريقة دي. لا استاذ محمود دول بتتقدم بالطريقة دي. يومان انت بتعلم ولادك ليه? انت بتعلم ولادك ليه? لما يبقى شاب عند اربعين سنة واخد دكتوراه ما يخيش مبونة بلد. لكن دركو سبب انا خمسة وتلاتين سنة. يعني يا فندم الشباب يروفهم. ما تقولش كده. يا فندم هو بيتعلمين. انا بتكلم على ناس ما هم دكتورات عندهم اربعين وخمسة اربعين سنة. يا فندم اهنا في السياسة. في السياسة وفي الاحزاب ونجحوا في أول امال الانتخابات والبرلمان. نظلهم نظلهم انتخابات. نظلوا في الانتخابات تاعة الفين و Hochde عشر ونجحوا في الانتخابات التاعت الفين و clinicians. نيلا تقولن يا فندم قانون انتخابات البرلمان اللي انا وانت مختلفين عليه لا يشجع على المنافسة ونزول الحزاب السياسية في ظل ثمانين في المحتué ما كانت فردي وعشرين في المية القوائم محدش فهمها. ولا حد عارف يتنفس فيها. زي حتى راجل بتاع اسوان. مش برضي بقولك غياب احزاب سلسائة زيك. هم نزلوا ونجحوا يا فندم. و بعدين انت اخد القايمة. الفين حداشر نزلوا ونجحوا. انت اخد ان احنا نبعس مع ان انت بس على موضوع قانون الانتخابات. ان يما في عندنا قايمة من الجديزة لغاية اسوان. وانا وانت وحضرتك. انت في ساكم في الجيزة. انا ساكم في الدوقت. اروح انت اخبر الراجل اللي في انا وفلوسر واسوان. وبعد كده تيجي تقول لي انت ليه ما نزلتش. لا يا فندم. يعني هل دفع. وفي رجالة بتاعينا اسوان في القايمة. في رجالة بتاعيدهم في القايمة. طيب خلينا يا جماعة صوت المتصلة. استاذة ميرفد فضادي. ايه من فضلك. انا انا دلوقتي مش بتاهمه بشيء. انا بقول ان الناس اللي يكون فيه الناس. في المطبخ السياسي. اعلى جهان. لما شباب يخشوا معي البرلمان. ده بيقولي ده. وطبعا اكيد اه من لا تنزل وزيرة وزيرة اخرى. اكيد هما مش هيعملوا حد غلط تاني. طيب. لان هي اخدوا دمس كبير. حسألك بس السؤال اللي بسأله هل تعتقد انه فيه علاقة بين اه ضعف نسب المشاركة و اه شعبية الرئيس السيسي. هل ما حدث هزيمة للرئيس السيسي ولا لا علاقة للانتخابات بشعبية الرئيس السيسي. لا لا علاقة. انا انتخبت في حب مصر عشان اللي هو اسامح سفل يزل. واكيد معي ناس محترمة لان استحالها يعني هيخلي حد معاه مش اه مش محترم. عشان كده هو اتعلان ان اني قائمة في حب مصر اكتسحت. اي وقت انا لاني انا عايزها بختار مين. طيب. والجهلة على فكرة اه اه مش اه مش اه هو مش عيب اه لاني مش اه للأسف. اسألوا المدرسين ليه? ما تسألوش الناس. اسألوا المؤسسات اللي انت بتقول عايزينا بداول مؤسسات. لا 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 ما احمد خلاص. اسألوا وزير التربية والتعليم ليه? ليه الجهل متفشي? ما مش اه مش بتقولني اه عشان الجهل لا لا لا. وعشان لا تسمحي الدول المؤسسات. طب فين المؤسسات? تنشغلها? هو الرئيس مسؤول عن كل حاجة عشان يحارب برة وجوه ويشغل مؤسسات. عايزين انتخب وعن طريق المؤسسات وعن طريق الشباب وما لحنساعد الرئيس ازاي بس يا استاذة. حزيزيزيزا زعلان بتقول ده ده حزب اه 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 فحاب بمصر اكتسح طبعا اكتسح. ايوة. احنا مختارين فحاب بمصر علشان خاطر فيه انسان واحد بس احنا حاشرينه محترمه بحب مصر. واحد بس. طب ما الرئيس اعلى انا مليش دعا وقايمة بحب بمصر. الرئيس اعلى شوية وانا بتفارق شايفات بتقول لا لا اكتاحت. وشايفات بتتكلم مع اه ضيوف وتقول لا 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 خلاص هي خلاص. يعني ايه خلاص اكتاحت يعني هي جريمة حب مصر. لا طبعا. يعني ما قلتش لها جريمة? انا بقول لحضورياتك انت بتقول في حب مصر يا بتاعت الرئيس السيسي. انا بقول له هيك الرئيس السيسي قال ان انا ماليش علاقة بالقراءة. رغم ان طبع على الوجود سامح سفلي يا زال. يعني الله هو يعني استاذ وعيد وعارف انا قلت ايه كويس. انا فاعمة كويس بقول ايه وسامعة ووعية اللي بقوله منش نايمة على نفس يا رفكرة. لا يا فندم حيك بتقولي انا انتخبت في حب مصر عشان شخص واحد بس. اللي هو الرئيس السيسي. فاتي بتقولي في حب مصر يا بتاعت السيسي. علشان اللي هو السامح سيف اليازل. طب هو سامح سيف اليازل معروف ان هو كان عضو في حملة الرئيس السيسي الانتخابي. طب ويهي المشكلة طب انا كنت قادل. انا مبسلتش بالطريقة دي خالص على فكرة. انت بسلت من وجه اتنظرك عشان انت ديك خلافات نفسية مع السيسي. نفسية كمان. انا معرفش. والله يا انا معرفش. على كل حال. والله يا انا مش عارف والله يا انا تابعنا فيه في التحريب. هو رئيس كل المطريين ردينا عما بينا. وآآ وانا بحبه. بتوجهلك بالشكر الف شكر. آآ طيب هاخد تعليقات اخيرة آآ من ضيوفي. مين? طيب. استاذ انور من منو فيها. استاذ انور. انция انور يراوح ينامع عشان يستغل بكرة السوء. واحنا كمان. استاذ انور. هنبي في بعضات ليفكوzeug اخيه. انة والله يا باحيه اسرة البرنامج. وطعم الاعداد. وحضرتك. وهتسبب ضيوف والله. الله يخليك. تفضل. اه لان ساعتك والله يا اسيد وائل والله والله. أنا من الشباب. انا والله باعد استيلنا البرنامج بتاع الساعتك والله ما بنام. الا با با كمان مع الاعادة. الله يخليك دا يعطينا'! والله والله يزواليني عبدالعاد انا حاجة اللي ما بتروحش الشغل باي سعدنا جدا والله بس انا العادة بتسجلها عن نت والله الله يخليك انا بعتذب كده والله تفضل والله يزوال في حاجة بس انا سبب عزوف الناس تفضل بس يا ريت ما حدش يعطي انه لا 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 تفضل احنا عزين نسمعك اه سبب عزوف الناس او الشباب بالاخصي نتلة كبيرة من الشباب اه اول حاجة سياتك لما جاي قرون الانتخابات ازاي انا هدفع تلات تلاف جنيه تأمين وهدفع تلات تلاف جنيه كشف وهدفع دعايا منين يعني راجل فقير مثلا من الشباب وشايفنا اه بل اللي عيرشح نفسي يعني اه البرر بيتعمل بمية جنيه باي انا هاجيب بمية منين والاس منين والكلام ده دي حاجة الحاجة التانية سبب الرئيسي برضو الحالة الاقتصادية قالون الخدمة المدنية ساعدتك اخوة بل بقى معلش ديئة واحدة قالون الخدمة المدنية الجديد اللي الناس بتصلاح ده بأسر اللي قولك ما أسرش أسر والتحاد العمال المعين طلعي هاجم العمال يعين يقول عينهم طلالين ده ناس إرهابيين ده مش عارف ايه لانه معين خايف عالكورسي بتاعه دي حاجة الحاجة التانية اللي عاد بقانون الخدمة المدنية لجنة إصلاح داري مش لجنة الإصلاح التشريعي اللي هو الرئيس عملها كمان لجنة إصلاح التشريعي اللي الرئيس عملها المفترض في لجنة القانونة كان عد على لجنة إصلاح التشريعي اللي هي مهمة تتوقيت وتعديل الخوانين تبقى للدستور الجديد ما عداش عمله لجنة إصلاح إداري كلها جاء بالواسطة بتاعرش ضيوبهم منين وملي جابهم فيه وزير التخطيط بقول لجنة عمل الإصلاح عملت قانون مستثلات من شركات البترول والكهرباء والبنوك والاتصالات والقابضة المطارات والنالسات والعملين بمزبير وطول بياخدوا مميزات بالية فوق الخيال دي حاجة وزير التخطيط نفسه سعدت ما هو ده اللي هيودينا إن شاء الله ده يعني عنده خمسين مستشار يتقاضل أنا ممكن يجي حضرتك أنا من الشباب أهو إنت حضرتك يا ريت يا سواء تتحدثنا كشباب نقول استعادتك على أوجعنا وأهطنا زي احنا شايفين عنده خمسين مستشار منهم مستشار شغال في تلات جهات يتقاضل ملايين الجريات ولا يقدون عمل الرئياء رئيس فيه الرئيس في مننا ليه يا سواء المعرشي مش حاسين بيلا ليه إحنا بيه في غلب الأسعار زادت والمرتلات ايه أقول لك المرتبت برضو ما زادتش الأسعار ولا أكتب إيه إحنا مش عايشين يا سواء إحنا مدفونين تافق مع أحيك تماما يا فندم وخبرت عادتك الدكتور أحمد خير رجل محترم وأنا باحترمه وخبرت عادتك ولكن اسأله هو هو يمثل عمل؟ هو منتخذ؟ وبيتكلم بإسمه مين اللي بيتكلم بإسم العمل يا بيه؟ العمل يا بيه ماتوا أنا مش عايز يتنق من حد أنا مش عايز حد يتكلمني في حرية ولا في ديمقراطية أكتب نعيش وبعده كده أعلم الحرية أكتب نعيش وبعده حزب وطني حزب وطني حزب وطني ما ترسد الحياة في الوطني وكلنا معروفين وإن الحزب الوطني اللي هو مطرم ومعروف فلوسه ده وبعدين كايمة حب مصر باحترام الكل ومحترام اللي هو تامي في اليازم معروف تاريخه وراجل محترم ولكن تضم حزب وطني ومعارضي نظام مبارك شغل ستعلي عب ملعن برضو راجل محترم كان بيعرض نظام مبارك وبقى قايمة حب مصر لعن نظام مبارك على الدكتور عامد فارك برضو راجل محترم وطن ولكن المتناقضات كلها مجموعة مين اللي صنع من قايمة حب مصر للإعلام برضو هو اللي نجحها وهو اللي صنعها ومن ضمنها إعلامي معروف ومشهور أنا مش أقول اسمه طبعا محترمي له وكل الإعلاميين فوق دماغي وبرزامج ساعدتك فوق دماغي ولكن أنا نفسي حضرتك استضافنا يا شباب نقول ساعدتك على أوجاعنا وعلى اللي احنا شايفينه يا بيه في الحياة احنا مش عارفين نعيش والله العظيم يا أستاذ والي أنا قرتب ألف ومتين جنيه بدفع من ضنوب خمسمائة جنيه إيجار ومش عارف عيشة ديه هو الرئيس مش عارف الكلام ده راسب اوه لا لا مش شخصية مش شخصية تعبير عن تعبير عن تعبير عن معاناة معيشية واقتصادية بتوصل للناس يقولك وانا عيروح يصوت ازاي هو ومشاه يعني محدش عليك بيها بلدنا نحط عولويات تحيد لمشاكل للناس دول بتحيل مشاكل وتحصل مرتباتهم احنا قولنا احنا قولنا انت في بلد ايه تعالى سنتين وشوية اهو من بعد اه انت في المنوفية حلم المنوفية لسه دا يريد ما جاتش لسه دا بس هل دا يصيبك بالسلبية انا باش انا محبط والله انا محبط من قانون خدمة مده ليه يا رئيس ما يمرش بوقفه ارضها البرنامات ايه المشكلة بقى انتوا قرفتوا قانون لذا استثمار لا الى الا الله واعدلتوا ايه المشكلة يقولك لا عريش هروفه لا مش عارف ايه يا بيه ايه دا قانون دا كارثة دا كارثة والمشكلة اللي عليهم برضو اللي سوى القانون للدكتور عشر فالعارب سوىه حلو هاو سوىه جميل جدا ولما الناس تدقى تعترض قالوا اللي عليهم دا الرهابين وخوفوا الناس ويه مش عارف ايه ويه اللي حيا قطع يبا احنا عرفنا بالاخوات والسلفيين وعرفنا بالحزب الواطن وعرفنا اللي وقلت كلها والنهبة والحادثة ايه ايه انا يا استاذ واهل عايزين بجد ياريت حضرتك تستضيف مجموعة بالشباب مجموعة محترمة ونقول لساعدتك عليها وجعلها ومتشكر جدا لساعدتك والله يا استاذ واهل ومتشكر لكل ديوفك والطعم يعني المتصل من برو سعيد اللي كان بيقول لا انا عارف يا جماعة خلونا في المرحلة التانية نشوف كل واحد يوصل للحالة دي انا عارف انا حدي لمين اجهد نفسك شوية وازاي حاول تجهد نفسك لغاية توقيت العملية الانتخابية وهي مش عايزة يعني ايجاد واحنا هنحاول نوضح ده للناس محافظة محافظة مش هنقول لمين انما ازاي حتدي صوتك انما المين دي بتاعتك لازم نوعي الناس كيف ستعطي صوتك استاذ ياسر استاذ ياسر تفضل استاذ ياسر استاذ ياسر ماذا سلام عليكم عليكم السلامة لو بركيا تفضل اهلا سلام عليكم استاذ وائل استاذ وائل اهلا سامعك تفضل استاذ وائل اهلا مساء الخير عليك وعلى كل الموجودين استاذ خلال داود ازاي حضرتك طبعا زميل الميزان ارجو بكوشة بكين من دهي التحريف. اولا اولا انا سيد وائل آآ ياسر ابو العلا. آآ اللي هو مرشح آآ مجلس النواب. في خمستاشر مائل. موين احاوة من شباب الثور. انا بس عايزة آآ اقول حاجة. آآ بخصوص بخصوص اوزوف الناخبين. وحالة العك السياسي او العك الحزبي. اساس خالد داود الاشتراكي. اللي كان في طيار الشعبي. مزبوط. مزبوط. وآآ حزب الدستور الليبرالي. حزب الدستور اللي رئيسته اشتراكي. احنا يسار وسط حاجة اسمها الديمقراطي الاجتماعي كده. يعني احنا الوقت الديمقراطي الاجتماعي. اللي بقولوا عليه اسمها زي حزب العمال في بريطانيا زي الحزب الديمقراطي في امريكا. هو ده حزب اسمه يسار وسط عشان بنهتم بالديمقراطية والإبرالية وبنهتم بأضاية العدلة الاجتماعية. فبالتاني ما فيش تناقض. انا شايف ان هي اي سبب اي سبوبة حاليا اي سبوبة حاليا يا استاذ خالد للوصول. احنا ما بناخدش سببات يا استاذ واحد احنا بنروح لله. انا اتف. انا ما فيها استبوبة خالد. يا استاذ خالد. انا اتف في اللفظ ولكن المؤيدين والمعارضين المؤيدين والمعارضين الاتنين عايزين ياخدوا حتة من الترطة يا أستاذ خالد ما فيهاش ترطة يا أستاذ ياسر البلد في حالة صعبة ما فيش ترطة تتاكل أساساً يا فندم إحنا كلنا بنحاول إن إحنا ناخد موطننا بالطريقة اللي إحنا شايفينها سواء أنا والدكتورة والأستاذ محمود كله وأستاذ ويل طبعاً كل واحد لو أولت نظر بس الوضع أسوأ من النوع يتوصف بالنوع ترطة ما فيش ترطة البلد منهارة قصادياً الوضع محتقن على المستوى الإقليمي فين الترطة اللي الناس عايزاها يا أستاذ ياسر يا أستاذ خالد حضرتك ألم تستفد من وجودك في حزب البستور أقول لي استفدت إيه كان الإخوان حيموتوني أيوة استفدت كنته أن أفقد حياتي ألم تستفد بالظهور الإعلامي المتكرر أه بالزبط استفدت جداً لأنهما لما شافوني في الشارع في عربيتي يضربوني بالسكاكين فعلشان كده الإعلام ساعدني جداً ده يعني الإعلام قدم لي خدمة عظيمة بصراحة أرجوك ما تطقعنيش للصراحة لا أنا بس برد على حضرتك ما الذي أتحدثه ما حدث بتتحدث بإسم الشارع لا ده ما قال شونه عني في الحاجات حضرتك حضرتك لو تيجي تشوف عندي في الدايرة لا أنا بقوله حقيقي أنا استفدت إزاي من حزب الدستور برد عليك اسمعني اسمعني أنا أنا أبقىك أنه الحالة الثانية لن يكون فيها عزوف لن نعزف المواطن ولكن تعالي نتحدث تعالي نتحدث أنت والإخوة أفاضل اللي موجودين عن سبب هذا العزوف أولا لا تسألني عن أحكام القضاء ولكن اسأل أحكام القضاء عن القضاء نفسه كيف كيف للمواطن الذي قام في ثورتين الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو أن يثق في هؤلاء النواب الذين صار عليهم ومنهم المتسوط من الإخوان ومنهم الظاهر من الحفظ الوطني فكيف له أن يثق في هؤلاء النواب في هؤلاء النواب لو حضرتك يا أستاذ خالب تقدر تقول تقدر تقول أحكام القضاء أحكام القضاء أنت شايفها شايفها عاملة إزاي أنا متفق أنا متفقين معها لا ما لا أحكام القضاء وعلى قطة بس أحكام القضاء هو القاضي ما بيحكمش بالسياسة عنده ورعية ما له أحكام القضاء وبعدين أنا حتى لو مستعيد بحكم قضاء فيه درجة تانية أو فيه نقد وفيه إجراءات تقاطي يعني بالعكس أقول لحضرتك يا أستاذ والي أقول لحضرتك يا أستاذ والي أحكام القضاء منعت منعت أو لم تمنع الفاسدين سياسيا من الترشح إلى مجلس النواب لم تمنعهم من مؤرسة العمل علشان القانون مقيد بالدستور الدستور المعيب الدستور المعيب ما خلاص بقى ما عدله كده هندخل يا أستاذ ياسر أستاذ ياسر كده هندخل بس يعني وده بيأثر على فرصة حيظل هذا الدستور يحكمك لغاية ما تعدله مش هتقول من يستطيع مش هتستطيع تقول لعاضي انت مش راضي على الدستور يا أستاذ ياسر ما هو انت نازل على أساس الدستور يعني انت نازل علشان تغير الدستور انت مش شعرت عن غير الدستور وهو ده شعرك في الانتخابات يا سيد مرشخ في الخمستاشر مايو يا أستاذ خالب ممكن أرد على حضرتك لا أنا بس أسأل حضرتك يعني هو ده البرنامج بتاعه ممكن أرد على حضرتك يا أستاذ خالب تفضل بإيجاز عشان نهاية الحلقة بس طيب أنا بعد دقيقة واحدة بس يا أستاذ يا أستاذ واحد إزاي هؤلاء النواب هيغيروا الدستور وليس لديهم أي خبرة سياسية إزاي هؤلاء النواب هيغيروا الدستور وليه عند هدف تغيير الدستور ما تخلونا يبقى عندنا هدف تانية إحنا مش تغيير الدستور كاملا بعض المواد المعيبة طيب يا سيد إيه المعيبة أستاذ ياسر يعني مرشح برلماني إيه المواد المعيبة من وجهة نظر حضرتك ألو إيه أستاذ ياسر أيوة بقول لحضرتك أنا خالد داود بسألك إيه المواد المعيبة اللي حضرتك كمرشح للبرلمان عايز تغييرها أولا المادة الأولى المادة الأولى كيف لمجلس النواب كيف لمجلس النواب أن تكون مدة صلاحياته أكبر من مدة الرئيس بس دي مش المادة الأولى بس دي مش المادة الأولى باب النواب في باب مجلس النواب يوصد يا ما قالش كيف قال له المادة الأولى ما قالش من باب مجلس النواب لا أنه المادة الأولى لمعيبة اللي بالنسباني انا свид ATIO فحضرتك عايز تطول مدة الرئيس واتأثر مدة البرلمان ده لا مش نأثرها ولكن تكون على الاقل متساوية فانمد مدة الرئيس نخليها ست سنين شو زياسر انا بس يعني الوقتي بشوف اسباب العزوف ايه فانت دخلتيني في تعديل الدستور يعني لسه اسباب العزوف اولا يا تزوائل ظهور الوجوه السياسية من اتباع الحزب الوطني معايا يا تزوائل من اتباع الحزب الوطني والذين صارت عليهم الناس في ثورتين ومنهم وبرضو باخد في بعض القوائم وبعض القوائم اخوان فالناس هتنزل ازاي وهي تعلم من هؤلاء اضافا كده يا تزوائل اضافا كده يا تزوائل الرئيس السيسي طلب من الناس انها تشارك هي ما بتشاركش ليه لان موجود هذه الوجوه هيا نفسها وطرخت الناس افتحوا صفحات الفيسبوك هتلاقوا الناس هتلاقوا الناس بتصرخ شيل يا سيادة الرئيس بتصرخ وتستغيث بسيادة الرئيس تشيل الناس دي لا اعيب باحد والله يا تزوائل لا اعيب باحد ولكن اعيب على بعض اولا في القانون يا استاذ وائل الدستور والقانون يمنع تمويل السياسية الا في نطاق الدعاية استاذ ياسر الف شكر استاذ خيري من اسكندرية تفضل استاذ خيري تفضل يا استاذ خيري احنا مفروض نشجع نياس على العمل يا استاذ وائل نعود الى مرازين ساعتين ونص صبح طيب فيه التليفون الاخير التاني التليفون مادام امل مادام امل تفضلي استاذ امل تفضلي فن صباح الخير صباح الخير تفضلي استاذ وائل احنا بنحبك جدا الله يخليك يا فن ما بنشوفش غير حديد اعلاني تاني لما بتجيب الاستاذ داود دا بتستفزنا لا خال استفزنا طب خلينا بس نحفظ انا بقول رأيي انا ما باشتمش انا مش حاشت مولة بقول الفاتر طيب نحفظ له حق استاذ خالد داود بس كان مع ندل المعتاد عليه برنامج الاستاذ وائل الابراسي لازم يضحفني بهدية من هؤلاء في نهاية الحلقة وده برضو نعمل الديمقراطية الداخلية على برنامج الاستاذ والابراسي والله انا الناس بتهجمني حتى في البرنامج يعني فضال يا استاذ اعمل انا هو معروف ان مسألو الاعلى في الدنيا هو البرادة ايه برادة بيكره مصر وما حدش يقول للبرادة يساب مصر ومصر مش محتاجاله لان مصر ومرها محتاجت له مصر بازت من يوم البرادة يجيق عادينا فيها مش مش هنعلق الفشل بس طيب بالنسبة للعزوف العزوف الكلمينة في العزوف بتاع الانتخابات فيه ناس ما نزلتش مش هتصدق لانهما مش عايزين برلمان لا يعزين السيسي بيحبوا السيسي طيب ما هو ده غلط هو بيؤذي بيؤذي الرئيس السيسي كده ما هو غلط ده احنا الانين من الوجوح بالنهاية حول ده على فكرة اللي انت بتقوليه ده صحيح فيه ناس يقولك لا انا مش عايز برلمانا عايز السيسي فأزاه برلماني ما هو ايه سبب بس المواد ببعض بيتعامل على انه هزي الانتخابات هزيمة للسيسي هو أزاه كده بهذا الشكل لا هي مش هزيمة الرئيس بتاعنا عايز الانتخابات وعايز يكمل الاستحقاق وده علشان الدولة تبقى كاملة من كل اتجاه لكن الخوف الخوف من ان يجي لك ناس من الطابور الخانس ولا من كذا ولا من كذا قال بعض الناس البسطاء اللي مش قادرة تستفر والحقيقة الاعلام ما وضحش للناس ازاي تنتخذ الناس اللي نازل ده تابقى تابع القائمة هتختار قائمة واحدة ازاي النظام الفردي انت عندك في كل دايرة واحد ولا تنين ولا تلاتة الناس مش فعندما وتايها والان ان يجي برلمان فيه ناس تكتف الرئيس واحنا بنحب الرئيس وانا عارفة ان خالد داود هيزعل قوي لما يعرف ان الشعب بيحب الرئيس بنحب السيسي جدا بنسق فيه جدا فوق ما حد يتخيل وده انا عارفة برضو ان هو حيشد له عصاب السوء عشان كده خمستاشر في المية راحوا شاركوا في الانتخابات فعلا استجابتا لخطاب السيد رئيس الجمهورية لا لا مش شدان ولا حاجة انا بس ما بحبش النوع دا من الكلام المسألة ليست علاقة بحب او كراهية او استاذة المسألة ليست علاقة بواقف سياسية ليه علاقة ببرامج ليه علاقة باهداف وبينيقشنا فيها وبينيقشناش فيها قوانين بيمررها هو دا اللي بيحكم الواحد في علاقته برئيس الجمهورية بتاعه ما لهاش علاقة لا بكراهية ولا بحب الموضوع مش شخصي بكل تأكيد استاذ وليد من منصورة اخر تليفون استاذ وليد اتفضل استاذ وليد ابو الخير من منصورة اتفضل استاذ وليد بقول لي حضرتك طبعا الحلقة ممتازة جدا الله يخليك فوق وانا بحي ضيوفك وصراحة انا يعني حالك بتسأل في سؤال منطقي هل شعبية الرئيس الشيء السيسي انخفضت انا بقول لك بكل تأكيد انها انخفضت وحبك اسمع من الشباب لك مطلق الحرية انا بسألك سألت حد قال ما انخفضت شانت قلت انخفضت طبعا انا وجهت نظري كده انا بقول حاك انا يعني شايف نسبة الاقبال بمثابة هزيمة للرئيس السيسي لا مش قصة هزيمة يا فندم هي القصة كلها اسمعني مع استاذ ويل بقول لحضرتك القصة كلها حاجة بص ل لصورة 25 يناير اه وصورة 30 يونيو انا شاركت فيها وكنت بفرحان وسعيد بيها لكن من الاسف الشديد اكتشفت ان اه اه يعني حسيت واكتشفت وشابات كتيرة جدا زي اكتشف ان صورة 30 يونيو بعد صورة 30 يونيو ان اه انها اعادت انتاج النظام السابق بكل وجوه يعني كلموا على الحزب الوطن والحزب الوطني مأفتتش مش حياة سياسية ماشي اه ماخدش خطوة للخلف واخدو خطوة تاني لقدام بعد كده الحزب الوطني مأفتتش البلد كلها مخربش البلد كلها مخربش البلد كلها اقتصابيا مبعوش اراضي البلد مبعوش شركات الشركات كلها باعت باقل من تمنها وخد من ده باعة كتير 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 امثلة عضو مجل الشعب اللي كان بيخش فيهيام الحزب الوطني بعد خمس سنين كان بيطلع بملايين يعني احنا القصص دي كلها احنا ازلنا منها صراحة حياً يعني انا شايف ان في ناس استخفت بالشباب اي دي من الاسباب عادنا نستخف بالشباب نستخف بالشباب هو شاب يعبر عن ما بداخله يعني من دي احفاظ يا لا كراهي شخصية اولو مبارك شخصية مبارك ما خد شخص مارمع سنين في قضية الوصول الرئاسية مش مجرم مدان يا رجل ايه؟ جمال مبارك وعلاق مبارك مش مجرمين مدانين مش مخدين معكم piece مش متذل تاريخ مش مجرم وتم بحكم محكامة يا سلام الى شاة الرئيس مبارك سابق مبارك وجمال مبارك وعلاق مبارك حاصلين على تلات سنين سجن حكم من محكامة لو يقدروا ردوا عليك قول انilian انت بتعملي الكلام ده حارب حارب و الفارس على جوادوا رد على المحكامة احنا كنا بنحارب و الفارس على جوادوا رئيس الوزارات مدنسي واخد خمس سنين وهربار براهيم سليبان وزير التعمير واخد خمس سنين وهربار انت بتتكلم فيه انا متكلف احكام خضائية انت بتتكلم فيه المزمين المدنين مبارك وعلاق مبارك وكمال مبارك وبرهيم سليمان وعحمد نظيف وكل الوزراء اللي كانوا فاسدين فاعدي وبيتحكم دلوقتي انت مدفع عن ايه سبناقوا البلد ايه بس مدفع مجانين بأحكام خضائية الرئيس مصرح السادق مبارك صادر ضده حكم وفي عضية الاستقناف كمان وبفاضل عجيب على خضائية بتوجه اليكم جميعا بالشكر نتمنى انه يكون يعني في كل ما قاله ضيوفي او قاله المتصلون وخلي بالكوا كمان من كلام المشاهدين والمواطنين كلام في غاية الامة استفيدوا يا جماعة من هذه النقاط اذا عاوزين نعوض في المرحلة التانية ونقول للناس انه ضعف التصويت لا بيعكس وضعا سياسيا سيئا ومتأزما سنعطي فرصة للمتصيدين ومن يسعون للنيل من ثور التلاتين ستة للنيل منها بالاضافة انه خلونا كمان السؤال اللي انا بقوله بجدية هل في علاقة بين نسبة التصويت وما يسمي البعض انخفاض شعبية الرئيس سيسي والناقش ده بوضوح بدون تعصب وبدون عصبية وبدون اتهام لأحد ان شاء الله ننفق في انه في المرحلة التانية نتفادى ما حدث ان شاء الله اعمل احلم لانه نغلب المصالح الشخصية على مصلحة الدولة الدولة في قطر والله يا استاذ واقف والمؤامرة علينا كبيرة جدا الدولة في قطر بسبب طريقة اداريتها وبسبب القوانين اللي تصور من غير اي استشارة بالسيسي هنعدي الخطر ان شاء الله بالسيسي هنعدي الخطر والكلام الانتخابات دي عشان ما تشماتش ولا تهل اي شاماتة ده درس ورسال من الواطنين اللي خايفين على بلدهم بالضبط يا جماعة بس الرسالة للشعب اللي ان احنا فعلا في بناء دولة محترمة معتبرة بعد استحقاكين دستور ورئيس في استحقاك مجلس النواب انا عن نفسي بادعي كميع العمال في مصر للنزول في المرحلة التانية في استكمال الاعادة وفي المرحلة التانية هل العمال ما زلوش في المرحلة الاولى? اه فيه طبعا نسبة كبيرة من سلبيته من ايه? اه كان سلبيته من اه للأسف اللي مسل في القوام اتحاد معين زي ما قال احد المشاهدين. ولكن احنا انا بوعدك ان شاء الله ان النسبة هتزيد وهتتعدل الاربعين في المية في المرحلة التانية. ما اعتقدش ان العامل ممكن ما ينزلش علشان اه اتحاد العمالي وسرعة اتحاد العمالي. العامل لما ما ينزلش بقى عنده احباطات معاشية. طبعا عنده مشاكل اقتمعيني. طيب اه مش حاية. طب اه. ما تستغلش ده في الخلاف بينك وبين الجبهات. ما تصلح الحاجات والموظفين اتصلح والله. انا بسعدني جدا بتوجده جميعا بالشكر وان شاء الله حنكون اه.